بسم الله الرحمن الرحيم احنا المرة اللي فاتت اتكلمنا على خلصنا المنبوز مش كده اتكلمنا على المنبوز وعرفنا بيحصل ليه المنبوز وعرفنا اللي بيحصل فيه التكلمنا على اللي بتبدأ بتحصل ازاي ان بيبدأ يبقى فيه لا ازاي يبدأ يحصل فيه ويبدأ ان كميتها تقل في يبدأ يبقى الانهبين الاول قليل مش كده فيبدأ يبقى يزيد في اللي لفوليكلز وده يخلي يبقى اللي وبعدين ده يخلي تبقى وبعدين يحصل ان يبقى فيه ايه اه بعد شوية اه كمان الاستوجين اللي طالع معاتش الفوليكلز بقى العدد ابتدى يقل قوي فالعدد فالنجاتف فيدباك ابتدى يقل فالFSH يطلع جامد قوي اكتر تهام وبعدين خلاص معاتش عندنا اه فوليكلز قادرة ان هي توصل انها تعمل في ساعات ممكن يحصل شوية كده في السايكل ويبدأ كمان يبقى فيه بتاعت المنبوز قلنا في الفترة اللي قبل حدوث الايه المنبوز اللي بتسميها ايه كلميكتيريك بيريو لحنا عشان نقول المنبوز يبقى افطر اه 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 او اللي هي تعم? وطبعا بيبقى فيه يمكن قولنا بتزيد اوي تعم? ويمكن مسلا FSH يوصل تلاتاشا المرة ال ALH بيبقى حوالي خمس مرات تعم? وعشان نشخص المنبوز عادة لو عيانة كانت قبل او عيانة ممكن كمان ماشي مسلا على حاجة زي يعني مسلا ممكن تبعيانة ماشي على اه بوبس وما بيجي لها السايفل. وعاوز اشخص يعني من البوزل ولا لأ. اه اه ممكن تكون البوبس نفسها هي هي اللي منع ان هي يجي لها ايه? من استرويش. اعمل اعمل اعمله مرة واعيده بعد طب الليفل بتاعه اللي هو بنقول ده من بوزل بس لازم ان انا بعيدته ايه? مرتين. مرتين ما بينهم قالينا ايه? عشان نبقى ايه? نبقى في اه التمام. تمام? اه طبعا في حاجات ما ينتعش ان انت بتعمل فيها الموضوع ده. يعني لو انا مسلا بتاخد اه بتاخد ايه? بتاخد اه 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 ديبو بروبيرا. لا دي بتعمل افكت على الالش ان هي تعمله ايه? فهتلاقيه وقت كده كده. تهام? لو بتاخد برضو مينتعش تقدر تعتمد على لكن البوبس لان كميتها بسيطة ما بتأصل لكش على الالش الاف اس اتش بي اه اه ما بتوضطه لاش. تهام? فيه طبعا ايه ده بنعرف. اللي هو ايه? لا 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 هو لازم تبقى انبطل انشوف بعدها هاو كده. ها? ماشي? اه وفيه طبعا بالنسبة ليه برضو اللي بتزيد اه بيبقى فيه الفري تستيرون. خلي بنا مش التوتل تستيرون. اول اه الفري تستيرون نتيجة ايه? نتيجة انه بيبقى فيه بزات اللي هو كمان اه اه بيبقى ان بتقل. لان هو فيه علاقة ما بين الاستوجين والسيكس هرمون بايندين اه يعني احنا عندنا الاستوجين وده هنقوله تاني ان هاده بيشتغل على الليفر ان هو يخليها تزود السيكس هرمون بايندين جلوبنين. لبه السيكس هرمون بايندين جلوبنين دي بتشيل ايه? بتشيل الاستوجين وبتشيل التستيرون او الاندرجنز يعني. فده لما يقل لو اه طبعا احنا في المينبولز الاستوجين بيقل. فسيكس هرمون بايندين جلوبن بتقل برضو. فا اه فده يخلي ايه? الفري تستيرون يزيد. كمان لان الجرانيوزا سيلز بتقل او السيكا او اللي هي ممكن تصنع برضو ستيل تصنع اندرجنز بتفضل ايه? بتفضل يعني لحد ما موجودة زيادة شوية. فرغم ان هو كاتوتا تستيرون بيقل. اللي هو العالي اوي. وهي موجود في ستروما سيلز هو هو اللي خلصت ايه? الفري تزلي محتوي على جرانيوزا سيكا سيلز. لكن في ستروما سيلز موجودة في الاوباني ودي ممكن تصنع اه اندرستينديوم وممكن جزء يوصل لتستيرون. ده? اه في هرمون اللي هو الايوان كاسترديول اه سوري كاستروجين اللي بيبقى موجود واما موجود عندنا هرمون اسمه استرون اللي احنا قولنا ايه? استروجين اوف مريبوز. وده جاي من اين? جاي من في هرمون برطه بطالع من الاوبن. وبطالع من السوبرا ادرينا الجلاند. تاعم? السوبرا ادرينا الجلاند. بتطلع بيطلعون الاتنين اندرستين يوم. وده ما بيتقصرش بالنبوس. لان السوبرا ادرينا بتفضل تطلع وبرضو الاسترون السيلز بتفضل تطلع. وده بيتحول في البريفرال تيشو الى ايه? الى استرون عن طريق ايه? انزاي باسمه اروماتيز. وده حتى يقولك ان في بوست يعني الرول بتاعه مخلص خالص. ليه? هو برضو بيسابورت بي الاسترون. يعني لما يتشال الاوريز حتى في الناس او كده لأ انت قللت خالص الايه? الاسترون. لان انت قللت كمية الايه? الاسترون. تاهم? فده برضو ليه فانشن اه ممكن اه مليه اهمية? ان هو اه برضو بيحافظ برضو شوية على البون بيحافظ بايه يعني ليه شوية فبرضو تلاقي ايه? ممكن يا تاعمل شوية فكل الحاجات دي ليها ايه? ليها اه اهمية. تاهم طبعا فيه بقع هربونز بتقل خالص يعني انت بتتكلم عالاي طوب. لأت خلاص ده مع السلامة ده ماش شكد? لو انت بتتكلم على البروجسترون. ااا دهيبين كل الكلام ده برضو ايه اه 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 بيقل تاهم? وليه ده علاقة بيه سونتونز وحاجات ايه باااااااااااااااااااااااااااا Wool ان شاء الله. طيب. لا البروجسترون هو احنا كان بيطلع البروجسترون اساسا ايه? بعد الان هاتش سيرش في فوليكل وصلت دي مرحلة انها ايه? بيحصل بيتكون بس بيتحول ده هو بيتكون في ال ايه? المن في ايه? عشان يتحول الى ايه? الى? كورتزول. ما فيه السيكريشن ليه بره. اولا كان بيتفرز بره بكمية. ما فيه السيستيميك سيكريشنية. هو بلوكل ده انترميديا. لكن لو كان بيطلع بره كتير ايه? نتيجة اللي هي وصلت ليه مرحلة النهية. عليها بشكل معين. وهي اه جهزة بالشكل ده. تعم? فمش اي حاجة كده. لكن هو طبعا بيتكون والانزيم موجود ممشوش كده. تعم? طبعا احنا يمكن اتكلمنا المرة اللي فاتت على اللي هي بتحصل. اه في المنجوز. اه 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 امكان احنا قلنا ايه قلنا. اه السيمتومز اللي هي بتحصل من اول وتكلمنا على اه قلنا زي ايه? ها? زي ايه? اه هود فلاشيز. وهي اه ليل بازو موتور سيمتومز. تعم? ممكن برضو يبقى فيه اه شوية سيكشوال دسفونكشن. بزداد كمان التوتر تسسترون بيقل كمان. وده بيقى مسؤول عن اللي هي بده وكلام ده والاستوشن اللي بيقل. ممكن انه برضو فيه شوية ايه تشينج في الموت. تعم? اه لكن فديه حاجات ايه كلها? شورت تر. برضو في او في حاجات انترميديات اللي هي اليورو جانيتل نتيجة ايه? التشينج في الايه? التولاجين. تعم? والميكوزل اه اللي متعودة على الايه? على الاستوجين. فممكن يكون فيه برضو شوية حاجات انترميديات. وفيها حاجات ترم سيكولي. تعم? اللي هي طبعا نتيجة الاستوجين بيعمل ايه? بيخلي بيحافظ على او بيخلي ايه? بيخلي البونترن اوور يقل. بمعنى ايه? هو بيهدي الاستيوكلاست. عندنا فيه خلايا بتكون اللي هي الاستيوكلاست. فيه خلايا بتقصف او بتاكل العرب. اللي هي ايه الاستيوكلاست. والي اتنين مهمين على فكرة. تعم? احنا كتكوين الست خلاص والست المرحلة ان هي التكوين قل. قل ليه? هو اكتر حاجة بتكون مع عضل زي ما هنشوف. البرشغ عليه. كل ما الواحد يتحرك ويعمل ده اكتر استيملس دي الاستيوكلاست. تعم? الاستيوكلاست بتشتغل معه يعني وهي الاستيوكلاست بتشغل الاستيوكلاست. بس فيه حاجات بالخدي او حاجات تزود للايه? الاستيوكلاست. الاستر ايض ده بيقلل الاستيوكلاست اي تفتر. ماشي? اي. وحاجات كتيرة برضو بقى لكن هو يعني حتى في الميل الاستيسترون بتحول في العطم او جزء كبير منه بتحاط العرب. الى? الى ايه? الى استراضيول. فبرضو يخلل ايه? ايه حافظ على البول ميرال بريست. طبعا في الفيميل بقى بعد الدروب الرهيب اللي بيحصل فيه الاستراضيول هيحصل ايه? الاستيوكلاس لا تتوحش او خلاص ما فيش حاجة لماها. فتاكل اكتر هو البناء اساسا قل كده كده. فيبدأ يبقى فيه ايه? افانا? فدي حاجة. بتاخد وقت طبعا. وعلى حسب انت كنت تبادئ بايه هتنتهي فين? طيب. اه برضو في حاجة اه الاستروجن يا جماعة بيعمل بيزود حاجة اسمها HDL. ويخلي التخلص من الكوليسترول بشكل كبير. طبعا بعد ما ما الاستوش القلب. لا الكوليسترول ابتدى ايه? يزيد. ليه? ما بتتخلص منه كويس. اه صحيح استراحنا من مشاكل الجول بلادر والسطون والكلام ده لكن ايه? الكوليسترول ده موجود في ويمكن يترسل في ويعمل بقى بقى فيه كارديوباسكولا ريسك ايه ده? يعني الست كانت محمية ب الأا آآآآآ آآآآآآآآآآآآهآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآ الكارديو باسكولار. طيب. ماشي? اه قل لك اه دلوقتي بيعيشوا تلتة حياتهم بعد يعني الخمسين. بعد المنبوس. اه هم مطاست عمر السيدات حوالي تمانين سنة. احنا فيه تلاتين سنة هتعيشهم. طب ما نقدرش نريح في التلاتين سنة دولة شوية يعني ما نخليهاش تعاني من حاجات بتأثر على بتعايتها وعلى عام. وكده. فجات من الى فكرة ان هما يعملوا ايه? يعملوا حاجة اسمها ايه? اسمها هرمون تمام? قال لك ايه اهم هرمون نعوضه? هرمون الايه? هرمون الاسترش مش كان? طيب. ده ممكن يعمل لي ايه? هيعمل لي لكل الحاجات دي. مفروض يعني. سيوريتيكا. ما خلينا ايه? سيوريتيكا السبيل. وطبعا كانوا اكتر حاجة بيفكروا فيها ان هي بتموت الكارديو باسور. طيب. هلينفع ان انا ندي استروجين لوحده? قال لك. لو انت اديت لوحده وفي يوترس موجود هيحصل اندوميترا هايبر بليزيا ممكن نخش في اندوميترا كرسوناية. فلو في يوترس لازم تدي مع ايه? للوحده. اها? طبعا. لما جو مدي بقى استروجين لوحده واجه. آآ لقينا ايه? لقينا الاستروجن عمل ايه? قلل المينيبوزل سيمتوز. ونخلي بلنا ده اكتر دلوقتي بنبريسكرايب في الـ HRT. طيب. هو هيقلل فيحسن او ايه او مش هيخلي يحصل دروب ليه? البون مينرال ايه? البون مينرال اه بنستي. تهان? ودي حاجة اه ميزة برضو. اه كبير. طيب ايه كمان? اه زود الـ HDL. بس ديه بعض اللي هو اتخذ لوحده هيزود بتاع يعني كنصف طبعا احنا مش هنقدر نمديه لوحده. هيزود البريست. ما احنا عارفين ان الاستروجن بيعمل ايه على البريست? بيزود فهو ممكن يزود الريسك بتاع وبيزود وده مفهوم ان هو طبعا بيزود ايه? آآ بيزود فيه ايه? بتزيب معه او بسبب الايه? فالتلومة ديه برضو هيزود لك الايه? آآ طيب. لو اضفنا له برجستيرون. ده فايدة ولا مش فايدة. فايدة بس نخلي بالنا من حاجة. في حاجات مش بالعكس هتنضر اكتر. يعني ايه? يعني لما ضيفنا البروجستيرون على الاستروجن بص ايه اللي حصل? البريست كانسر رسك زاد. يعني انت للبريست الاحسن لو تقدر تستخدم ايه? استروجن بس. آآ بيزود بتاع الكانسر بس لو مديت كمان برجستيرون لا ده زاد او. تهام? لان هو البروجستيرون دي عمليه على البريست ما هو بيزود الايه? الالفيولار جروس. فبرضو هو ايه? بيزود الديفجن. ما ينفعش بدي حدا مريكا. سليفك بشتروجن. ما خلينا بس هالبقى بتكلم ايه بشكل. طيب. آآ الهارت اتاك لوها برضو كاردي باسك زادت مع اليوزب بروجستيرون. تهام? آآ كستروك وكده. والبلوت كلوت هي ايه? هي كده كده تزيد مع الاستروجن. في نفس الوقت ايه? آآ الاستروجن بروجستيرون لو ان هو بيقلم. يا ده من ضمن الايه? الفوائد بتاعة الاستروجن على فكرة ده من الفوائد بتاع الكمبايند هرمون الكونتراسيبشن. يعني الكمبايند هرمون الكونتراسيبشن هتتكلمنا عليها لماذا فاتت ولا? ما تكلمناش عليها? آآ هنتكلم عليها في الفرماكولوجي. هنقول ان هي ايه? ان هي. ليها بتحمي من الاندوميتيال كانسر. وكذلك ايه? 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 ايه. وكذلك الاستروجن بروجستيرون بيحمي من الاندوميتيال كانسر. الـ HRT. الكولونيك كانسر. ليها? او زي. ليها ميكانيس? مش لازم نحن نقول. ها? بيحمي آآ بيحمي. كومبايند هرمون الكونتراسيبشن في السنجل بست آنسر او حتى الاستروجن بروجستيرون. وطبعا في فرق في الدوز. يعني الـ HRT بتبقى الدوز بايتها ليلة جدا. بالنسبة لي الـ combined hormonal contraception. ها? دي الدوز اكبر بكتير. وغالبا في الـ HRT بنستخدم natural compounds لكن في الـ combined hormonal contraception عادة بنستخدم synthetic اللي هو الـ estradayol يمكن. في بس واحد بنستخدم فيه natural حاجة ضعيفة كده اسمها الـ kalera. مش موجودة في مصر. combined oral contraception بتبقى مع داينوجست. مهم يعني. فبتقلق في الـ HRT زيها زي الـ COC combined. بس يبقى combined. بتقلل الـ colonic cancer زي ما تشايفين طبعا بتقلل برضو الـ A المنبوزل. هنا دي اللي احنا قلنا نهاية الـ A المنبوزل صحيح. طيب. فيه كتيرة ليه الـ HRT. ممكن تبقى اوران. الاوران دي ممكن تبقى ايه? ممكن تبقى. احنا عارفين طبعا ان احنا ممكن نديها حاجة ايستوجين او ايستوجين برجسترون. الاستوجين برجسترون دا عندنا ممكن نعمله بطريقتين. لونا هدي combined. استوجين برجسترون. ممكن يبقى حاجة اسمعه sequential. او حاجة continuous. يعني ايه? يعني ايه? يعني ايه? يعني ملد الاستوجين اللي واحده الاول زي ساك بجنوبة كده. احداشر قرص قلنا اخوتي بقى. يعني احداشر قرص استوجين. وبعد كده عشرة قرص برجسترون. طب الاول استوجين 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 استوجين. وبعدين? برجسترون. طب ده مستو ايه? او هو بيعمل ايه? بيحصل عليه? بنسترون. دي دي. فبندي الاستوجين برجسترون ونرجع نبدأ تاني في النساج فيحصل ايه? اه? الكمبايند لأنا. ده كل قرص الحباية الواحدة استوجين مع برجسترون. لكن ده حباية استوجين. وبعدين حباية ايه? برجسترون مش كده? اللي هي القراص البويضة والبوني اللي هي ساك بجنوب. ساك بجنوب. ده اساسا ايه شعبتي? ها? احنا نستخدم مستخدمات كده مش 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 بتعب يعني اساسا. طاني. اه الستوجين اه الكونتينوز كل قرص استوجين مع برجسترون. طب ايه الفرق ما? يعني الام تنستخدم ده وانت نستخدم ده. العيانة اللي هي لسه recently اه having sensation of period او مازال عندها الperiod بس اه عندها منيبوزل سيمتومس استخدم معها ايه? السيكونشين. ليه? لو استخدمت معها الكونتينوز. الكونتينوز بدوس بتاعة الاستوجين وبرجسترون قليلة. وفي نفس الوقت ايه ما بديش فرصة ان يحصل ايه? زي فين? هم الاتنين قليلين بس هنا بيحصل ايه? بدي فرصة ان انا ببني الاول بالاستوجين. وبعدين بعمل بدي البرجسترون بيوقف بتاع الاستوجين وبعد كده وقف عشان يحصل شديد. فهنا يحصل في الايه? التعليق دميترين كله ويحصل له الريجولار شديد. فتلاقي العيانة عليها ايه? لو هي اخدت اه قبل ما يبقى استابلش منيبوز. هم اللي اديه انت بعد الاستابلش منيبوز. يعني ايه? على القل سنة ونص من ان هي تكون دخلت فيه منيبوز. تفهم? ليه? انا عاوز اديه على اندوبيترين خلاص ما عادش فيه ايه? بقت ضعيفة جدا او اتروفك خاص. هم? لكن هو الافضل. يعني هو ان انت تدي افضل لان برضو بتدي فترة استوجين من غير بروجسترون. فالبروتيكشن بتاعه من الاندوبيتر كانسر مش 100%. لكن ده الاستوجين مع البرجسترون ده بيقلل الايه? الاندوبيتر كانسر طبعا. طبعا? طبعا ممكن ندي استوجين لوحده اورا ودي وابقى حاطت في في الكابة في الاندوبيترين كابتا بقى حاطت ايه? المايرينا. المايرينا كان بيوز از اهومون برضو برضو بروجسترون كل. هو انت عاوز من البرجسترون ده حاجة غير انه هو يبقى موجود في الايه? اليترين كابتي لأ هو ده اللي انت عرف خلص هو موجود او في الايه? في اليترين كابتي. اتفاقنا? انت بقى استوجين على طول اه وهي فيها الايه? اه ايه 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 مش مشكلة ايه. اه ما هو هو بره 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 في حبات استوجين لوحده فيه ده واسمه اه بروجونوبا. ده عبارة عن ايه? عبارة عن استوجين بس استراضيول بالاليه. احنا هنا بس اللي ما عندناش لأدوية يعني ايه ما عندناش لسه لكن بره في استوجين لوحده ببطة. اه ما بنحبش ندي الحاجات في الناس اللي هم في المينيبولز. ده? الحاجة التانية حتى مش موجود في مصر لوقت استراضيول ما عادش موجود كان زمان موجود. ما عادش موجود. ده? فممكن يبقى فيه يعني لها كزا ايه? كزا صورة اه ممكن المهم انت بتدخل الايه? الهرمون فيه الكسم. طيب. اه فده تعالى كده نشوف اللي احنا هنديه هرمون اه بتاعت الهرمونة يعني هندي بس الاستوجين للناس اللي عامل ايه? هستريكس طب قديها بقى اسم البوليسترون قديها اه 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 او سيكوينشل ولا اديها ايه? كنتينوز. ده? على حسب. لو هي بقيت استابلست منيبوز ادي كنتينوز. لو هي لسه مش استابلست منيبوز وهنعملها اه اه من استوبوليستروني لكل الفترة اديها ايه? او اللي هو ايه السيكوينش. اه في حاجة هي هرمون لايك. فبتتحط تابع الهر تي. بس ما هيش استروجينيك. هي حاجة لها استروجينيك. برو اه برو جستجينيك اندروجينيك. اللي هي بنسميها ايه التبلون. التبلون تسمع انا? اللي بيها المظبوط. دي بتبع عبر عن ايه? هو اه مركب ليه هرمون الايك اكتيفتي بيبقى استروجسترون واندروجينيك. بشتغل التلاتة. طب يعني انا عامله كانه ايه? كانه كمباين كنتينوز اتش ار تي. انا عامله كانه كمباين بكنتينوز اه اتش ار تي. افهلا? ماشي. يعني برضو ما تدهوش الا لما تبقى استابلش دي ايه? استابلش اه. طيب اه فيه فورمز تانية من الاستوجن ممكن تستعملها غير الاورال او ال اه اه او كده اه ممكن استعمل عشان بس. طب وده محتاج بروشسترون معه? خالص. ده مستو حاجة ظريفة اول. تدينه انه مش محتاج ايه? اه ما فيش جزء بيمتص فيه بس قليل. وبعدين انت عادة بتستعمله في الاول وبعدين بتبدأ تقلل الدوز بتاعته. بغاية ما توصل على اقل الدوز اللي هي تبقى عاملالك ايه? محافظة على الايه? اه الابسيليم بتاع البجاينة والسكن والبالبة والكلام فده ما بيحتاجش ايه? ما بيحتاجش اه اه استوجن اه معي. ما بيحتاجش بروشسترون ايه? بروشسترون اه معي. اه. طب لو عيانة عاملة اساسا هستريكتو ما عاوز تعرف فيها دخل في مليبوز ولا دخلش في مليبوز. نعمل اف ستش وبرضو هلنا نعيده ايه ما بينهم? ستة اسمية. خلي باننا نتقسم. اه 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 يعني لو احنا احنا جاي متقسم. ماشي كنا? ماشي. بدياجنوسة مليبوز قلنا ان هو عادة لازم نعدي ايه? وان يير. وتبقى عدة سن الايه? الخمسين. ماشي كنا? طيب. في بعض الناس مساح انا عاملة وهي خمسة اربعين سنة. وبعدين ابتدت عاوزة اشوف هي استعمل يعني ايه? تعم? لو هي اشارة خلاص هقول ان هي ايه? ان هي منيبوز. وعاوز اقول هي منيبوزر ولا لا? اعمل ايه? او بس اتاخد حاجة ممكن تكون ما بتعملش زي مسلا بس في الحالات ديت ممكن اعمل ايه? اعمل اف اس اتش. ولو اكتر من تلاتين اعيدوا بعد سكس لو لقيتها اكتر من. ايه? هو جايد نايد. وهو ده اللي اتفق عليها. تمام? ما فيش حاجة نازلة بالسامة كده ان هو. تعم? يا حاجات بيبقى ليها ان هو ان احنا فترة كافية ان هي ان هو ان ما يبقاش نفسه لو فيه عشان زي عتحصل عتبقى تحسن. اه قلنا اليولوجيناتها السيمتوم ترقى ايه? طبعا اه في اه مشاكل قلنا ليه من ضمنها ان هي ايه? ان هي بتزود ايه? بتزود تعم? من ضمنها انها. بتزود الكارديو باسكولار ريسكس. تقول لي ده ده هي اساسا التفقق علشان اللي فيها الكارديو باسكولار ريسكس. ده اول ما عملوها كانت كده. تعم? وده مسال للحاجات اللي هي بتتعاقي لما فيه فرق من الحاجات السيوريتيكال ولما تيجي تعمل الحاجة اه وتنفسه. تعم? ففيه توبيغي استاضيز نقشت او هي درست الايه القصة ده? فيه واه حاجة اسمعها. اه اه في حاجة الهيه الوامن 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 هلز اانشيتيف. تعم? وفيه الاااا الااي? حاجة اسمعها اه حاجة متوسبكتب اسمع الـ الـ 1 million women study دين في من انجلترا الاونان من امريكا الاثنين طلعوا النتائج قريبين من ضعط ان هو الـ use of HRT بتعمل ايه قلنا بتقلل the liposal symptoms بتقلل osteoporosis بتقلل كالكالسر زي ما قلنا لكن بساطة كده بتزود البرجسترون بالذات لو كانت إستوجين مع برجسترون زي ما قلنا وبتزود الكارديوفاسكولر وفي كلام برضو على بالرغم من بتحمي من نخلي بنا طيب كارديوفاسكولر ريسك إذا كان هم أساساً كانوا بيتدوها في الأساس أو ما تدوها علشان الكارديوفاسكولر ريسك رجعت عمل طيب قال لك إيه السبب بقى في كده هم رجوا عملوا للناس اللي خادت الاستوجين أو الخادت لقوا الناس اللي هي خادته بعد المنبوس بفترة بذات اللي هم فوق خمسة وخمسين سنة هم بسا حصلوا من الوزع عند خمسين لقوا من دولة هم كانوا أكتر ناس جالهم لقوا من دولة هم كانوا أكتر ناس جالهم ليه الكارديوفاسكولر كومبليكيشن بيبقى يتقطع عن الاستوجين ويرجع يأخذ الاستوجين بيبقى اكتر كدوسا فيه لكن ما زالت لغاية دلوقتي مش معنى كده ان انت ايه انت الكارديوفاسكولر ريسك انت بتديه مينلي عشان شورت ترن بنيفتس لانه عاللونج ترن ممكن يبقى مضر شوية والمفروض ان انت بتريبايز الاندكيشن افري وان يير والمفروض ان انت متزوجش عن فاي فيرز فان انت بتديه إلا ليه سبسيبك بيه يعني بعد بروبار كاونسلين طب تقولي طب والاستيوبروزيس الاستيوبروزيس هو طولنا هي بتاخده هي بروتكتد من الاستيوبروز بس بعد ما تطفله بيزيد او بيرجع الريسك تاني بتاع الاستيوبروز موجود فلو هي اساسا ممكن يدي حاجات علشان نقلل الاستيوبروز وهنتكلم على الكلام دوت بعد شوية في الجزء التاني من الحاضرة يعني على البون والهرمون والاستيوبروزيس بالتحدي طب فيه ارترنتبز اله اتش ار تي اه فيه بعض الارترنتبز تمام بيستعملوها يعني ايه يعني عينة مسلا عندها ممكن يستخدم حاجات تانية قالك اه قالك ممكن تستخدم مسلا للهوت فلاش قالك فيه دوس بخلمدين ممكن يستخدم ليه الايه الهوت فلاش مسلا سبيه المثال فيه فالحاجات زي كيف البون مسلا ممكن نستخدم بتشتغل على البون لو انت بتتكلم على البون فممكن يبقى فيه حاجات بديلة فيه ايه وما بتبقاش ايه ايه عندها كتير اضعف واحد اللي هو بيتكون مني فين? في السوبرا الدينال كورتكس اللي هو ايه? اللي هو الداهية صالفيت. لو تفتكروا كان الداهية لما بيتكون في السوبرا الدينال كورتكس جزء كبير منه بيتحول الى. بيتحول الى ايه? الى دهية صالفيت. ده طبعا اناكتف. ولما بيزيد لما لقيت دهية صالفيت زايد. ده يعبر لي عن ايه? صوبرا ادرينال هايبر اكتفتي. يعني لما لقيت السيسترون زايد والداهية صالفيت زايد قوي. يبقى ده معناه ايه? معناه ان في مثلا تيومر في السوبرا قادرينينال هايبر. بس لقينا برضو. لما يبقى زايد قوي. لقينا انه ممكن نلاقي مايلد انكريز في دهية صالفيت. بتحصل في حالات ايه? لا البوليسيستيك اوفيريان بيسي او اس. بيبقى في شوية صوبرا قادرينينال هيبرق بس تبقى مايه طبعا مايهاش كتير ايه. وهنتكلم على البوليسيستيكوفيريان سندرون ببعض التفاصيل كده او الميكانيز فخليها دي ايه? مش مشكلة دلوقت. لكن الزيادة الجامدة وتسترون عالي? لا ده في ايه? ده في تيومر ليدكم جيتا دينا هايبر بليزيا في حاجة خاصة بمين? بالسوبرا ادرينال ايه? كورتيكس. طيب. الدهية عادة ما بيقسوش لان هو بيبقى طالع من الحاكتين يعني من سواء من السوبرا ادرينال او من الاوبري. تهم? ولو انت عاوز تتعبر تقولي طب ده بيطلع حتى من السوبرا ادرينال اه طب بس هو ايه ما انتا بتقيسي ده يا صبتين. طب في حالات الهايبر الاندروسنز مش لازم ايه ديش. هو ان اكتف كل ده ان اكتف لازم يتحول الى الاكتف اه اندريش انسان. طيب الاندروسنديون برضو هو ان اكتف تهم? برضو بيطلع ما بين الاوبري والسوبرا ادرينال. وبرضو عادة ما بتقسوش لان احنا بالاكتف اللي هو ايه? اللي هو التستستيرون. برضو بيطلع مناسبة ما بين الاوبري والسوبرا ادرينال وغز ايه? جاي من ايه? من البركيرسنز بتاعته اللي هو الاندروسنديون. ها? طيب. اه اه التستستيرون طبعا بالحاجات اللي نخلي بنا منها. اه زي ما انت شايف الليفل بتاعه اب تو شايز 2.6 نانو مول بلليتر. ها? اه ونخلي بالنا من حاجة اه لو هو زايد اه يعني بنحب ان احنا اعرف اه او لو هو زايد مقدر قد ايه? زيادة جامدة اوي? ولا زيادة بسيطة. تهام? يعني لو هو اوب تو او قل من فايف ده زيادة بسيطة. لو هو فوق فايف? لا زيادة جامدة. لا انا بتكلم على اه كاتوتر. تهام? لو هو زايد اه كتير ده معنى ايه? معنى ان هو اه تيومور. اه مسلا طلع الليفل متاع عشر. عشرين. ده ايه? ده تيومر او او حاجة ما هياش اصدق ايه? اصدق ما هياش ان انت تلاقي عينة عندها تاعت هرشيتزم والكلام. لا ايه قلنا? فلا هو عالي اوي? لا ده ايه? طب اعرف هو ولا او او ولا او ازاي? نشوف الداهية صالفيت. لابد الداهية صالفيت عالي يبقى اكتر ناحية الايه? الاادرين على فاك. طيب قمان في الن transformon بيبقى عامل ازاي? ممكن يبقى على فكرة? ممكن يبقى تلاقيه تلاتة تلاتة ونص ا4. ونلاقي بنعمل حاجة اسمها توتل او بنعمل حاجة بنشوف الفري بارت بنلاقي ان الزيادة اكتر في الفري بارت او بنعمل حاجة اسمها في اندرجن اندكس ايه الفري اندرجن اندكس ده بنقيس التوتل تستستيرون ونقسمه على البايندينج جلوب لين بتاعه يعني بقيس فبنلاقي ان ايه في حالات الفري اندرجن اندكس بنلاقي ايه 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 لان في بتبقى المشكلة اكتر في نقص السيكس فربون بايند جلوب لين وهنتكلم عليها دلوقتي ما 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 تقلقش انا بس بمهت ليه اه ليها اه من تعم اه طيب اخر حاجة في الاندرجنز الديهايدرو تستيرون وده المست بوتن تستيرون وده ما بيكأس الحمدول الله ده بيطلع فين بيطلع انترا سيدنا ده المست بوتن تستيرون وطبعا عارفين ان هو التستيرون بيتحول لضعها التستيرون بانزيم اسمه 5 alpha reductase طبعا اكتر اه اندرجن في الفيميل او في الميل حتى هو التستيرون وده بيبقى 8% بايند جلوب لينتين برسنت للالبون وان برسنت ايه في طبعا اه في حاجة اسمها هيبر اندرجنز مشكلة بتيجي لالفيميل ايه المست كومان كوز ديه عملكمين برويسيستيك اوفيريان سندروم الايك كمكو ما بنقولش لو انا قلت برويسيستيك اوفيريس it may not be a problem افضل اه لما حب اقول 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 عاوزها برويسيستيك اوفيريان سندروم اه دي فعلا اكتر حاجة اه لكن الهايبر اندرجنز ممكن تبقى لها اسباب تانية كمان وليها درجات مختلفة يعني ممكن الهايبر اندرجنز تبدأ بميل دي جري انزا فورم اوف هرشتزم او اكتر وارشتزم معنى ايه هل فيلم هرشتزم ايه هو الهرشتزم ايه هو الهرشتزم ايه هو الهرشتزم ايه هو الهرشتزم ايه الترمنال هير هو فينو عين من الهير في حاجة اسمها فيلس هير وفيه ترمنال هير الترمنال هير ده اللي هو اندرجنز مندنى اصلا مش كل الهير اندرجن دي باندنى يعني فيه شعر مسلاً بيبقى موجود في الايد مسلاً في ظهر الايد مش عارف ايه خلان ده 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 شعره يبقى كده وبتعمل مش لكن فيه فيها الانتروج اندبندنت هير الفيس الشست تهام الابدومنت الباك تهام بيبقى وحتى دي معمول لها سكور كده اللي هو بيبقى بيشوف ما من واحد لاربعة في كل اريا وبيدي سكور على حسب ايه بتاعت الهير دي مش مش كده خالص كلام بقى بيقولوا بتفاصيل اكتر لينا محاضرة على الهيرشدزم في بارتوتوم كل حاجات دي بتبقى تفاتيح كده لحاجات في بارتوتوم يعني بتبقى طبعا اخبار تطوبة ديها بتفاصيل مملة تمام آآ عنيفة نعم بك احنا الوقت بناخد الكشور بتاعكسه نعم آآ ممكن يبقى فيه اكني نعم برضو طبعا ممكن الامور لا تتطور اكتر ويبقى فيه تتطور اكتر واكتر بقى بس كده احنا ايه احنا دخلنا ده مش ولا حاجة لا ده فيه لا 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 ده كده بقصة ايه اه ده اكيد هيبقى عايد ده فيه ده فيه ده خبر ربيض لا ده كده احنا ممكن نشك فيه ان يبقى فيه حاجة او فيه بيطلع زي مسلا حاجة ليه تكونش تقوم بنيها او حاجات ده طبعا زي ما انتقلتوا قلتولي كده اكتر ايه الاكتر كومان كوز لل ايه الطبعا ممكن يبقى فيه كوز تانى برضو يعني يالي اللي هو هو مش يعني مش هنقول الهايبراندرجز ما هنقول الهرشتازم. اللي هو ايه اللي هو بيبقى فيه اكتر للاندرجن. يعني او فيه اروماتيز. اه اه سوري عالي شوية فيه. اللي هو بنسميها ايه? فيه للاندرجن اه اكتر. تمام? نحو بنسميه ان هو ايه? اه? وده اه بيبقى اه نيجي نقيس او نيجي نشوف نلاقي مفيش ايه وتلاقي كل حاجة بس هي ايه? يعني ممكن نقول طبعاتها كده بس ممكن ندعمل معها يعني مدان ما عليها مشكلة مفيش اه هي بحاجة. طبعا احنا اتحالات الهايبر اندرجنزم. مهم ان احنا ناخد نشوف بتاعه. واحدة اه الامسط سريع قوي. عنيف جدا. فيه يبقى ده ده ممكن نكون فيها ايه? مش كده? اه بتاعت الاندرجن او بتاعت المعاها نسو مع هاش فيها بدون الالرجمنت فيه مش عالي بايه? فكل ده محتاج فيه الاسيسمنت. وطبعا الهرمون البروفايل اللي بنعمله بقى بنشوف هو السيستيرون. اه الليبل بتاعه قديه? طب لو هو مش عالي قوي او او نورمل اشوف بتاعنا زي ما قلنا. اه اشوف الداية صالفيت. تمام? اه اشوف الايه? فيه حاجة اسمها سبعتاشر هنتكلم عليها برضو ممكن تساعدني بتشخيص الكوشيات الادينا هنتكلم عليها. فكل ده ايه اه ممكن اه نعمله. مبدئيا بس انا عاوز اكلمكم على اللي هو البوليسيستيك اوفيريان سنجون. ولازم افرق بين بوليسيستيك اوفيري. which is present بوليسيستيك اوفيري كده. دي بريزنت في كام في المية من البيبوليشن. 20 في المية من الناس او البنات يعني عندهم بوليسيستيك اوفيريس. طب عندهم اي مشكلة? نا معظم هم عندهمش اي مشكلة خاصة. وما فيش وما فيش اي حاجة خاصة. مش كل واحد او واحدة. الحد عمل لها ولقى ان عندها كده وبتاع. يوم ايل لها لقى ده انت عندك تكيوشات المضايت ومش عارف تتخذ اعلانك ايه ومش عارف ايه. لا خاصة. مش شرفة خاصة. تفهم? طيب المشكلة فين بقى? المشكلة فيه لو فيه ايه? اه فيه الحاجة اسمها بوليسيستيك اوفيريان سندروم. تفهم? ايه بقى ده بوليسيستيك اوفيريان سندروم ده بقى. اه اه احب بقى بقى انها انا بحب ابتديها من اه 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 ده جماعة عشان بسن خليب انه هو ده نسبته عديه. على فكرة ده المستو كومان اندوكرينابسي. الفيميل. وده يقابل في الميل حاجة اسمها متابوليك سندروم. والقصة اساسا عبارة عن انسولين انسل ستيفتي. يعني ايه انسولين ستيفتي? يعني الانسولين بيبقى عالي ولا واطي? يعني. بس ايه? اه مش عارف يشتغل على ايه? على الريسيبتوس. تمام? طيب. نلاقي ان مع الانسول عالي ده بيخلي الليفر كمان يصنع حاجة اسمها ايه? انسولين اه. ده اللي بيطلع مع البروس هرمون. لان ان هو بيزيد كمان في حالات الايه? البوليسيستيك اوبرين سندروم. ومن ضمن اسباب زيادته الهايبر انسولينيميا اللي بتبقى ايه? حصلة فيه. طيب. ده بيعمل ايه ده? نعارفين طبعا الاوفري. في ايه? بقى فيه فيه هنا ال او او سايت وحواليها جدان يلوز السيل. ماشي كان? وفيه من بره ايه? سيكا سيل. الانسول لايت جروس فاكتور يشتغل على اكتر. طيب يشتغل على اه جرادو تروفين لسة ده خلاله وهتبقى ايه? المفروض ان هي هتمشي في الباسوي اللي هو اللي احنا قلناه ان هي ايه? ان هي. يبقى فيه اف اس اتش و ال اتش ويبدأ ايه? يطلع الا الا اا يعمل يعني هي ايه تبع انترال فوليكنز و فلاتلي و فلاتلي لا ده هو هنا هيبقى فيه دومنانس لحاجة اسماء جايه من السيكا سلس السيكا سلس دوستيكو قد تصمع ايه الا اندروجينز واكتر اندروجينز تصمعه حاجة اسماء وفيبيقى فيه اندرجينيك ميديا موجودة للايه على على الفوليكنز في المرحلة في المرحلة دي. في اندروجينيك ميديا جاي بسبب بسبب الاندروس تنديون. اعملش اي حاجة. حاجة جمال يعني. اندروجيك ميديا. مقرفي الأممم. حاجة جمال يعني. هي دي المشكلة بسم الله طبعات كده لا في سوكة ورا من اللي رأي طبعات كده طبعات كده طبعات كده طبعات كده طبعات كده طبعات كده الإنسولي زيد الإنسولي الغروس فاكتور زيد الأوبري هيبقى فيه الثكا سيلز هي الثكا سيلز والأندروس دي هو الثكا سيلز الثكا يبقى فيها مش عارفة حصل ومش قادر يتحرك عن هو عاوز الثكا من مين من لا المين اللي هنا الاكتر شغال وبتطلع والأندروس ده مش عارف يتحول إلى فبيحصل كده وتلاقي فيه كتيرة موجودة اللي هي اللي هي مش عارفة تخش تكمل وفي نفس الوقت عدد كبير طيب فهنا فدي نقطة فطبعا هنا بينتج عن كده ان ما يبقى فيه ان اوفيوليشن مش كده يبقى هنا فيه زيادة ليه الاندروس تنديون وفيه اوفيوليشن وطبعا اوفيوليشن معناه ان ما فيش ايه نوب ريجستيرو صح طيب مش بس كده ده كمان انا بيبقى عني الانسولين بيقصر لي على الليفر بيقلل لي حاجة اسمها ايه سيكس هورمون بايندين جلوبلين وكذلك الاندروس تنديون اللي طالع ده او بيبقى فيه جزء كمان تستيرون طالع زيت شوية ده فسيكس هورمون بايندين جلوبلين يعمل ايه الليفل بتاعه يقل بيقلل بيقلل اي اندرجن بيقلل اي استرجن بيزود الانسولين الانسولي الانسوليك روس فاكتور التستيرون او الاندروسوليون هيقلل لي السيكس هورمون بايندين جلوب الاستراضيون يزوده فنلاقي هنا يحصل ايه ان الفري ليبل الفري ليبل اف تستيرون يزيد وممكن شوية ايه اف استراضيون او لكن الاساس ايه كاستراضيون ليبل عشان الموضوع بس الناس بتفتكر ان هو ايه تقولك هايبر استرجنيمي هو مش هايبر استرجنيمي على حال هو الفري ليبل اوزان الفري هو الفري اه هو الاكتب ماشي معاي بس هو الموضوع بس احنا نتكلم هو اساسا القصة فيني تهم؟ بالاضافة كمان ان البيتوتريك لاند فيها شوية ابدورماليتي كده او ممكن تلاقي معها ودي ليها برضو تفسيرات بس يعني ان ال ال اتش يبقى اكتر من ال اف اس اتش ولو انها مش حاجة دايجنوستيك لكن حاجة كومن مع البيتوسيستيك وفين يتصوني طب وده يعمل لي ايه؟ هو ال ال اتش ده هيساعد كمان ال 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 اتش برضو بيزوج ال ايه؟ الثيكة عن ال ايه؟ عن الجرانيلوزي يعني هو فيه دومنس للثيكة عن الجرانيلوزي تمام؟ ماشي؟ طيب وكمان بنلاقي حاجة هو انا مش عند الفري استرادايول زي ايه شوية الفري استرادايول ده يشتغلي على البرولاكتن ويخليلي ايه؟ فيه مايلد انكريز في البرولاكتن ايه ده؟ هو احنا بنتكلم في هايبربرولاكتنيميا لا انا بقولها لك علشان يريد تو اكسبت ان مع البرولاكتنين سندروم بيبقى فيه شوية زيادة في البرولاكتنيميا او ممكن تلاقي ممكن ما تلاقيهوش شوية زيادة في البرولاكتنليبن دي مش معناه ان فيه مثلا حاجة محتاجة حتى تريتمنت كبرولاكتن ماشي؟ وقلنا كمان ان السوبرى ادرينا الكورتكس بتطلع شوية بس مايلد انكريز فين؟ في الداهي صافيت لو تفتكروا طب تعالى عاوز يشوف بقى ايه المشاكل اللي ترتبط على قصة الايه؟ البوليسيستيك اوبريان سندرومي انا هبدأ من اين؟ من زيادة الانسولين انت ما بدأتش بحاجة تابعنا؟ اه؟ لا كله ما هو بني ادم قدامك هتعلق يعني ما هيش القصة حاجة واحدة الانسولين ده زيادته ده معناها ايه؟ ونقص الايه؟ الريسيبتورز او زيادة انسولين مع فده عرض الميه ايه؟ لطايف 1 ولا طايف 2 ديابيتس مش بس كده هايبر تينشن ايه كمان؟ كل ده مع متابوليك افكتس لهايبر انسولينيه ايه كمان؟ حاجة اسمه سليب ابنيه؟ يبقى هنا الكارديوباسكولار ريسكس بتاعت الراجل ده؟ عانيه او بتاعت السفت دي يعني عانيه مناصر الراجل يعني السفت ها؟ ها؟ شغلنا بقى على الميهات ها؟ طيب ها؟ فهنا فيه متابوليك بروبليمز نخلي بالنا منه ها؟ حتى لو مش موجوده طب تقولي اه ده مشتخين ده رفايع برضو فيه اه يعني عندها بروبليمز اه صحيح في الابيس طبعا كل ما كانت ابيس كل ما كانت ايه؟ كل ما كانت ابيس كل ما كان فيه انسولين اكتر ها؟ وفيه رزيستنس اكتر لكن حتى رفايعين اترسك طيب ايه تاني اه مفيش بروبليسترون ده ممكن يعمل ايه على الاندومتريا مو فيه استرشن ممكن طبعا يبدأ يبقى فيه ايه؟ للاندومتريا تقولي هو الاسترشن مش كتير قوي ما هو مش الفكرة هو فيه هنا اه ما فيه بنسميها ايه بقى؟ ان امبوز استرشن عشان نخالي بقى الناس بيسموها غلط هايبر استرشن مش عاوز تصفى على اللفظ ده الله يكمن عاوز تقولها بشكل كويس؟ ان امبوز استرشن ها؟ ممكن يبقى عندها بقى الاول اه امنرية ساعات لما يجي لها بليدين يبقى كتير بقى بدها كسنتمس وبعدين بقى ممكن تبدأ تديبلوب اندومتريا وهايبر بليزيا ممكن بعد كده اتيبيا كارسينوما كلها ممكن حاجات تحصل اه؟ باشي؟ طيب ايه كمان؟ برضو بقى ايه؟ ويه؟ ويه؟ مصبوط؟ بديكم بلين برضو العين؟ طيب ايه كمان؟ اه الفري تستستيرون زايد؟ يبقى؟ هرشي تسم؟ ماشي؟ 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 ايه كمان؟ ماشي؟ 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 طبعا لوزات لو هي أوبيس ده ده ممكن يحسن كل حاجة مثلا لو قللت الفات هتقلل الانسولين هتزبط الدنيا الكشو السيركل تبدأ تتزبط ممكن يحصل الوفيليشن لوحده يعني قلل الـ في بعض على فكرة اللي هي اللي هي بتبقى موجودة في أقل من كده يعني عارفين الناس اللي هم دون طبعاتهم ايه التخان ولا يعني بتلاقيهم ايه الـ بتاعهم ايه قليل فدولة لو يعني لقوا ان في الـ مثلا هو اللي هي عند 30 بتبقى موجودة عندهم عند 25 فتخلي بلنا برضو موضوع الـ من حد الحق المهم المفروض ان الـ بقل من 30 طيب ايه كمان عاوزين نزبطه عاوزين اه اخلي الـ هلتكلم عن مالش من بتاعه مهم قوي هي العاني عاوزة ايه لو هي مشكلتها هلتكلم وخايفين من الـ وكده ممكن تمشيها على ايه ممكن تمشيها على اه اه ده حلو ليها طبعا تقولي تب ما فيه استروجين اه بسطين رجسترون اكتر وبعدين ده بيعمل ايه بقى الاستروجين بيخلي بيعمل ايه بيزوج 6 هرمون بايندين جلوب اه فبيبدأ ايه يحسن لي الايه الكونديشن كتير قابل كهيه وبيشتغل برضو على يقلل فبيبدأ ان هو ايه ان هو يزبط لي الايه متابوليك اه اه وعندي الايه البرجسترون وكده وهو ده ما يمشي التحوش اللي تريد اللي تريد اللي تريد هم ليه يبدأون في ممكن علشان برضو نفس بقصة الانسولين ممكن ممكن هنا برضو من ضمن الحاجات الايه الميتفورمت الميتفورمت ده بيعمل ايه برضو بيقلل الكلفولس وبيقلل الانسولين اه بيقلل بيزوج السيستيمفتي بيزوج ممكن ممكن complaining حاجة لعلاج حتى انا بنت jotka أقول لكم حتى الميتفورمت مايحل فيeri فعشان كده سبتم اريد شوه في الاول. لكن ماشي الحاجة. كنا بنتكلم في ايه? اه. السيوسيس طبعا بتقلل سيكس هرمون باينينج جلوبلين. بتزود سوري بتزود سيكس هرمون باينينج جلوبلين. بتقلل انسولين لايك روسفا. فبتقلل ايه? او بتانترميز ايه القصة بتحمي الاندومتريا مبتعة من سكيديولد بليدين. اه. بتقلل ال ال اتش مع هون نيجاتيب فيدباك. يا فيه نيجاتيب فيدباك على ايه? على ال ال اتش فبيقل. فبتخلي البروزيس ايه? بتتحسن كتير. او ممكن ندي برجسترون. ندي برجسترون. نفس الفكر. بس يمكن قافية كمان على او هي لها فايدة اكتر على? على الاندومتريا. بالذلك لو هي كنا كنا كيفين من الايه? الاندومتريا. وساعات نبدي حتى الناس دولا بنمشيهم لو هم مش سيهم في التاري ولا حاجة. بنمشيهم على البروزيسترون منه حماية للايه? للاندومتريا. ومنه ان احنا ما يحصلهاش مرة واحدة. طيب. لو احنا بقى بنتكلم لا انا مشكلتي انوفيوليشن. عاوزها احنا. هنعمل ايه? اندكشن اوف اوفيوليشن. ده? للاكتر الحاجات طبعا اللي تستعمل الاندكشن اللي تستعمل الاندكشن هو? ... loyal但 mae' iyس قس بص يا جماعة الموضوع باكتش. لو انا اشرح حاجات في حاجات لازم هتبقى معاها. فلما تتقول لي لها يعني كده. انا اما مشرحتش الموضوع خالص ما جيتش. لا اما ايه. شرحنا انا كوي بس ما قلناش تقول دي. لا قلنها. هي باكتش. يعني مش بمزاج ان انا مش بمزاج ان انا ايه. ان انا ما قلنها. في حاجات بتبقى اكسترا الباكتش اللي نقولها. لكن اقل من الباكتش دي بتبع الباكتش. كفانا? فيه ستاندرد. نزل ايه? انا اي واحد تجد. هو ايه? انا تجد. انا تجد على ايه تشوف. شرحنا الواحدة قبلها وليه صورة موضوع باكتش. كام? انتم محتاجين تلعب رياضي. مجد والله. ان انت قاعد بتذاكر كده بس كده. ده غلط. نزل تلعب رياضي. ما انا عارف انت مية مية. انا عاوز العب معك. مش اعرض. مش اعرض. لا 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 لا. نتعرف ليش با. ماشي. انا انت تلعب سلق احضر. ان شاء الله عارف داوي. ماشي. ممكن من احد الحاجات ان احنا نندي ايه? لانه انت. اه? 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 في طرق تانية نستيمليت. العانين دولا. اللي هو? ممكن ننتي. اه. ممكن ننتي. وفيه عليه. حتى الواحده من غير. بس الدوز بتاعتنا تبقى. ما تقلش عن الف وخمسمائة ميلي جرام بردي. طبعا? بتقول لي ايه فن? ليه ليه ليه. هي الاقل من كده ما بيعملش استيمليشن دي. اه الاوبريشن. يعني في ناس نستخدمهم دوز كده بسيطة خمسمائة او بتاع. طبعا الدوز دي مش مش حلوة يعني. يعني دوز بتبقى لبعض العانين بتبقى ايه? متعددة. اه فممكن ان هو ندي ممكن نقال مع المتفورمن. ممكن نبدأ المتفورمن لوحده وارد. من عيانة عيانة ممكن يبقى فيه فيه. ولقينا ان المتفورمن على فكرة مين اللي يستجيب ليه احسن? لا. اللي بيحصل لهم عليه الناس اللي ايه? ولقينا ان الناس اللي بتستجيب اكتر ليه الكلومب الناس القبيسة. بخيل? تهى? لكن يعني دي حاجات مش مهمة اوي من المتحالة كاة. اقول لكم مش هكل عني ايه؟ انا بقول لكم ليه الكلام ده. عصة انت مش كل حاجة. ليه؟ انت ليه دي؟ في الستدس انت في الاخر you are facing a biology. في سيريس. لكن what do you know? it may not work. في الستدس. لان انت what you are knowing is deficient. متفر انت مين? فلازم انت تعترف ان انت seeking اللي انت تعرف اكتر واحسن. اه? اه طيب في كل عيانة وكل مكان ليه نظامه وليه البروتوكول وليه الستاندردز بتاعته وبعدين خصص تانية وممكن في بارتوكو ان شاء الله بنهيش الخصص دي بتباصيل كتيرة جدا 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 جدا. بقى ليها محاضرة كاملة بارتوكو. اللي احنا بناخده بس احنا بنسخن كده بس. طيب ايه كمان? اه ممكن نعمل حاجة اسمها لاورسفوبك اوبرين دريلين. اعتقد انها هتطلع صورة وكده. اه وهقول لكم ايه بزيتها وايوبا برضو. ممكن النيت دي كماندو تروفنز ببعض ايه? الناس. فده بالنسبة ليه الاندكشن اوف اوفيشن. وفيه طبعا موضوع الايه الهرشوتست. وده لي مانشمنت باقي ايه? اه لوحده. ها? زي ما انت شايف كده. اه دي المشاكل اللي ممكن اتقابلني فيه الايه? البروسيستيك اوفيريان سندروم. هايبر اندجيز. منيستي ريجراتيس. انفرتيليتي. كارديو باسكال بسيس. ويضايبيتس. وده طبعا الهرمونة اللي احنا ايه? بتقابلها. تمام? ليه حصل الكلام ده? ده اللي انا شرحته بس الطريقة تانية. تمام? هو الموضوع انسولي رزيستنس. هايبر انسولينيميا. اندجين اكسس. تمام? انوفيليشن. سب فرتليتي. انوفيلياتري بليدين. انوفيليشن. اه اه استروجين. تهام? كل ده زي ما قولنا. وده البيتس اللي انت. يوار تاكلينج الايه? الديسيس. تهام? اه. طبعا. طبعا كل ما كان فيه اكتر. ممكن تساعد في الديبيروبمنت او بيسيس اكتر. يعني فيه بنات كده بيبقوا موصومين. هي اعداء الاستعداد بتاع البروسيستيك اوفيريان سندروم. تدخن شوية. دخل البيتسيستيك اوفيريان سندروم. ماشي? ليه? الانسولين زي ما انت شايف كل ما يزيد. يقلل الايه? السكس هرمون بايندينج. وده يزود لي الايه? اه 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 استروجين. تهام? ويزود لي الايه? الاندوجين. وبيزيد كمان الانسول لايك روس فاكتور. اه وفيه بقى ايه? كمان بيقلل البروسيسترون. ففي الاخر بنزود بتاع الايه? بتاع الايه? بتاع الايه الاندوبيتيا الكانسر والمشاكل اللي احنا كنا امتلك البروسيستيك اوفيريز الديه. البروسيستيك اوفيريز سندروم سبعي اه سوري اه سبعة في المية. وهنا من خمسة لعشر لو انت عاوز ترخم يعني سبعة في المية. ها? اه هو يمثل اكتر من سبعين في المية من حالات الانوكيليشن طايب تو. عندنا طايب سمن الانوكيليشن. في طايب وان طايب تو طايب سري. ها? هو هنقوله. هو مسؤول عن طايب تو. ماشي? طايب. هل كل يعني امتى اقول على العيانة انها? طبعا الموضوع زي ما انت شايف يلقط. يعني عيانة عندها. هنقول. احنا قلنا ان احنا عندنا اه. 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 عندنا فيه. عندنا فيه. ممكن حاجات تانية. اه. مش عارف ايه. طيب. اه. فانت اقول على الست دي انها. انا مش واخدها كده. فقال لك. اه. او هم عادوا عملوا كزا مرة. واختلافات وانقاش. لغايت ما وصلوا حاجة اسمها. روتر دام كريتيري. روتر دام كريتيري. قال لك ايه? قال لك هنحطوا. اتفقوا على تلات حاجات. لو لقينا منهم اتنين. هنقول على العيانة دي. بس انا قبل ما 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 هقولك التلاتة. او كده. هقول لك جملة. مهم اوي. الناس. حتى ما امتحن الناس البرح في الشافل اللي اقول البرح. ما ما قلت لهم يعني لو فيه روتر دام كريتيريا دي لازم نعنا تبقى بلشيس تكو كده. هم ايه طب نقول الكريتيريا وبعدين اه اقول لكم. لو احنا عندنا كلينيكال او لابوراتوري. اه ماشي. لو عندنا كلينيكال او بيوكيميكال او بيوكيميكال او بيوكيميكال يعني عانى فيها هشيتز وبعدين باستلحة السيسترون لايتو عني او عندها حتى كلينيكال ومعندهاش البيوكيميكال وارد او عندها البيوكيميكال ومعندها. طيب ايه كمان? عندها اوليجو او وده يتمثل في وجيت استلحة السيسترون لايتو قليل. وتالت حاجة بوليسيستيك اوبرس اللي هي اللي هي اساسين موجودة عن 20 في المية من الناس. اللي هي اتناشر امول او اكتر من عشرة سنتيمتر مكاعدة. لو لقينا اتنين من دولة المفروض اكوردنج الروتر ده اتبقى ايه؟ بس قبل او او عشان اقول لازم اكون عملت اكسيكولوجن للاثر اندوكرينابس. لأسف الناس بتاخد الموضوع وبتقول ليه ايه ايه ده فيها هايبرا اندوكرينابس. هو طبعا هو المستو كومان كوز للهايبرا اندوكرينابس. هو المستو كومان كوز للانوكرينابس. لكن مازال فيه كوزيس ثانية ممكن تعمل نفس القسم. فلازم ان انا اعمل اكسيكولوجن للاثر اندوكرينابس. يعني ايه؟ يعني لو لقيت زي ما قلنا تسترون عالي او. ده مش بتاع. حتى لو الروتر ده مكريترية محطوطة? اه حتى لو محطوطة. انا مالي هو الروتر ده من اللي حطتها حطتها. علشان اللي انت تكون عملت اكسيكولوجن للاثر كوز. طب ما انت ممكن يكون العيانة فيها برولكتينومة. عندها بسبب البرولكتينومة. تمام? وفيه ما بين كمان الهايبر برولكتينيميا وشوية ايه؟ اه اه وشوية هرشيتزم. لان هو كمان بيقلل فبقى فيه شوية فبقى فيه معاه هرشيتزم. يعني ممكن تلاقي التلاتة موجودين وهي العيانة انا اساسا عندها البرولكتينومة. هاول عليها كمانة. لازم ان انا اكسيكولود الحاجات التانية. بالكلينيكال داتا تقول لي طب اكسيكولود ازاي الكلينيكال? انا فيها كوشنج مانيفيستيشن اهو ده. ممكن اجع اعمل اعمل لها يعني اجي لقيه برضو عندها الكريتيري وتبقى هي عندها هايبر اندوجينيزم بسبب ايه كوشينج سندروك تعمل مرض هنتكلم عليه النهاردة ان شاء الله ممكن يعمل لي مانيفستيشنز واقول عليها برضو ايه فلازم ان انا اكون عملت اكسكلوجين ليه الاثر اندوكياروس طفلا كمانا. شنين الاثر بتعملي السورة بتعليسي واحدة 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 بي سي او ده ده حاجة فايندنج في في الافرس ممكن تكون نورما. ايه اللي بتقوليه بقى? يعني انا عادي نصل لنهاية واحدة ان انا مثلا بي سوردي ممكن نكون. هو كل نهاية واحدة ان شاء الله. يعني او يعني ايه يعني ايه يعني برضو مش. يعني نحددي ايه اللي انت عاوزة. يعني بعد قوليه اهلا وصلنا بمدرسة نجوه وصو عندي. هو ايه مش ده. يعني لو بصلا عني هايبر بلوكتيني يعني شو برضو بيعمل لي السورة بتعليسيه؟ يعني بيعمل برضو بيعمل يعني هايبر يعني ده هايبر بلوكتيني? مش فلوسيستيك اوفيريان صندرو؟ ايه ده يبقى مهواش فلوسيستيك اوفيريان صندرو؟ هايبر بلوكتيني؟ لفل بتاع البرولاكتيني خمس تلاف. حضرتوا الحصة لفاتت. نعم. لفل بتاع البرولاكتين خمس تلاف دي تبقى. ومعها ومعها كل حاجة تقول ان هي دي هتبقى بلوكتيني صندرو؟ نعم. طيب. طبعا قلنا الحاجات دي كلها قلناها. نعم. اه. اه. كمان الحملة ما سلمش في العينين البروليستيك اوفيريان صندرو ممكن تلاي معهم. ممكن تلاي معهم. ممكن تلاي معهم ممكن تلاي معهم. فمهم طبعا ان احنا علشان نشخص بلوكتيني فيه لازم يتعامل كده. يعني لو على امنورية. هفكتر في اول حاجة. وده اعتبر مكوسيو في امنورية؟ اه اعتبر مكوسيو بتاع السيرم برولاكتين. مش ده كان بيه تاعمل؟ هلاقيه نورمال او ميلد انكريس. لكن ما لاقهوش عالي او. موش كمان؟ مهم ان انا ممكن اعمل بزات لو فيه سيمتوس. تعم؟ اه هنشوف بقى ممكن اه 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 اشوف الدايا صالفيتر ايها نورمال؟ حاجة اسمها 17 هيدروكسي بروستيرون. الاقيه نورمال؟ الفري تستيرون. الاقيه ممكن الاقي نورمال. لكن الاقي الفري او الفري اندوجين انديكس. تعم؟ مش لازم اعمل كل الحاجات دي بس ممكن تبقى ان انا لاقيها ايه؟ الاقيها. ممكن اليها؟ بلوشيستيك اوفرز او ملاقيهاش. تعم؟ الـ FSHLH ممكن الاقيها LH اعلى من الـ FSH ولو انها مش موجودة في الداجنوستي الكريتيريا ليه؟ ممكن تبقى حاجات كتيرة تعملها برضو يعني مش اتنين من ثلاثة افطر اكسكلوشن اف ادركوز. المشكلة الناس بتعرفها من غير ما بتقول افطر اكسكلوشن ليه؟ ادركوز. يعني بلع يعني ايهم الحد بتبقول للناس فقد انت القليلت دلوقتي بربعليك حافظة البابان في ذلك. يعني اي عيانة لقيتها كده زل تبقى بلوشيستي كوفيرينس اندرون لقيه سيكت ومش حارك ان ايه؟ اه؟ مصنع؟ اه، مصنع؟ اه، مصنع؟ مصنع؟ اه؟ وانا بدتش العلقة اعرف يكبت لايه اصلا؟ هو بص حتى الناس حتى للأسف دلوقتي الناس باقت تعرف الحاجات يعني يعني بذات عندنا فهين شغل يعني تعرف تكلم على حاجات باقت تعرف معلومات كتيرة بس ولا هي حاسة بالمعلومة ولا هي فاهم المعلومة بيقولك واقص وليام بيقول كزا اصل الابتو ديت بيقول كزا اصل مش عارف ايه بيقول كزا طب انت الموضوع من جواد ما اثر فيك من جواد كده ما فيش ما فيش هو هو عاوز يعمل رجاربيتيشن وفلاص لأ السواء المشكلة كمان عندنا في بيتا عكده اللي هو الابتو ديت فالابتو ديت ده يعني بالتأكيد ممكن يكون مفيد لكن هو الطريقة اللي هو بيتاخد بيها والناس بفكرة بيها والناس اللي هي غلط لانه يعني لان هو كمان يعني الجايدلاينز هي جود شورس للكلينيكال براكتس اللي انت محتاجه اللي عبتو ديت بيلمي لك اي حاجة ما عمول عليها صار اي حاجة بيحطها لك وانت بقى ايه كمان ما عندكش الجاودجمنت ان انت تتفرنشيت وتشوف ده اعمله امتى وده اعمله ليه وبتاع الجايدلاين بيقى فيه جاستفيكيشن لكل حاجة يعني طيب فدي دي فرنشيت دياجنوس لحاجات وده ازاي تفرق ما بين الحاجات يعني مثلا اللي هو الكولجيتا الهايبر بولكتينيميا الكولجيتا الهايبر بليزيا من اللي اللي معها السباة شهدروس بلسترون آآ اوفينيان ادرينا تيومر على حسف لقيت التستسترون عالي في الاتنين عالي قوي بس الده يا صنفيت لو لقيته عالي يبقى ده ايه ادرينا لكن لو لقيت اله اه كوشنج طيب اه اه دراجز ممكن تكون عالا بتاخد دراجز وتعمل صورة زي الصورة دي تاهم تاخد فممكن يبقى فيه ايه حاجات ايه اه طيب اه اعاوز اقول لكم برضو التريتمينت بتاعة الهشتزم يمكن مش موجودة هنا بس ماشي نقولها كده اه لو انت عندك المشكلة هي هرشتزم موجود في كتاب كل حاجة ايه طبعا زي ما قلنا الهرشتزم اتخلي بالنا انت مهمة برضو ان انت تكسيكلودي لايه طيب اتفقنا ان الموست كومن هو ايه او ايديوباسي لكن طبعا لو تيومر علاجه ايه لازم تشيل تيوم لازم تشيل تيوم هنعرف علاجها كمان شوي فممكن يكون فيه كوزيس بواحدة بتاخد بنازول تبطل انت يعني وهكذا لكن لو انت بتتكلم على التريتمينت يعني في الحاجات اول حاجة فيه حاجة تنفى على اي حاجة كوزماتيك انت بتتكلم كوزماتيك هتعمل ايه كوزماتيك هيه على طول ليزر ممكن نعمل ايه هم؟ مم؟ بليشنج او آآ آآ أه آآ الكترو لايزر او ليزر وتغيرفيه الطريقة. طبعا. اللي ممكن ايه تشابر بيعر وهي برضو حاجة لوكا اللي ممكن تتحط عليه. حاجة اسمها ايه على مهم مع اوه في بتاع الهير فوليكت اللي هو حاجة اسمع إفلورنسين هيدروكورايت آه موجود اسمه تجاري أدعاتكم إسم إيه مش مشكلة إفلورنسين هيدروكورايت ده بيشتغل على إنزاين اللي هو إيه اللي هو أورمسين هيدروكورايت أورمسين دي كاربوكسيليز تعم فده حاجة لوك مش هو عادة ما بيستخدمش يعني بثير لأنه غالي جدا تعم ماشي تعم طيب لو أنت عاوز تستعمل بقى يعني غير الحاجات الكوزميتيك واللوكال عاوز تستعمل حاجة سيستمع ونخلي بقى أنه هو الكوزميتيك مهم لأن السيستمك مش هيشتمل في هوموليد هياخد إيه؟ هياخد وقت لأنه فيه هير سايكل هير سايكل بتاخد وقت ممكن سكس منس على ما يبدأ الإنفكت إيه يحصل في سكس منس دي مش هتسيب السيد بالإيه؟ بالكونديشن اللي عملي فطبعا الكمبايند هرمون أورال كونتراسيبتي ده من الحاجات الكويسة قوي بالزات اللي هي بتحتوي على إيه بقى؟ أنتي أنتي إيه؟ أندرشن زي إيه أنتي أندرشن يعني؟ إيه؟ هو كونبايندورال كونتراسيبتي بتبقى فيها إيه؟ بيبقى فيها إستروجين اللي هو أكتر إستروجين موجود إسماء الإستروجين فيه اتنين أساسيين يعني دلوقتي محتويين على أنتي أندرشن لإما إسماء الإستروجين مع حاجة اسمها سيبروترون أسيديت اللي هو الديان لإما اللي محتوي على محتوي على حاجة اسمها دروس برينون اللي هو الياسمن دروس برينون ده أساسا هو سبيرون والاكتون دريباتي وليه بروجسترون لايك أكتفتي فالسبيرون والاكتون لو تتفتكروا كان ليه أنتي أندرجينيك أفكت فهو درايف الدروس برينون ده درايف منين من الاسبيرون الاكتون دفعنا يبقى عندي فيه السيتروترون أسيديت أو الدروس برينون فدي حاجات كومباين دورال كونترا سيبت وممكن استعمال حتى كومباين دورال كونترا سيبت العادية ممكن تقلل لأن هي زي ما احنا شفنا لها كذا ميكاناز بتقلل اللي اتشو بتزود فممكن تقلل لكن طبعا لو حاجة محتوي على حاجات دي أحسن أو ممكن استعمل حاجات أنتي أندرجين ودي مش مستحب أول إيه السل أنتي أندرجين زي كلهم تراتوجيني فأنت لازم تستعمل معهم كونترا سيبت قوي طبعا من الأول ما كنا استعملنا كومباين دورال كونترا سيبت لو مناسب طيب يعني زي إيه أنتي أندرجين عندنا فيه دواء اسمه السيبروترون أسيتيت أستعمله لوحده مش هو كان بيستعمل هنا ممكن تستعمله لوحده السيبروترون بس فيه طيب إيه كمان ممكن نستعمل ممكن نستعمل السبيرون ولكتون الدروسبرينون ممكن حاجات نستعمل واحدة ممكن طب في حاجات تانية مش غير اللي موجودة في حاجة اسمها فلوتامايت فلوتامايت ماشي الفلوتامايت ده مشكلته إن هو هباتو توكسك فلازم نمونتر الليفر إنزيم زي معنا فلوتامايت ماشي واحد أسحيات ده ممكن تيجي سنجل ده الفلوتامايت ده دي هيدو في السيست ماشي فده فايف ألفا ولكتين سنجل دفعن فده بالنسبة ل الهرشي كنتم تسألوني إيه الأوبولاتوري دي سوردر اللي انتو آه وده أسمتها ماشي أربعة ثلاثة ما فيش مشكلة مش هناختال في الموم انت تبقى فاهم ما وراء تأسين موضوع ان احنا آه نختلف على اللي هم ثلاثة والأربعة دي ايه زي اللي برضو ايه عاديين بيعا بيحفظ ما هي فالقصة ايه قصة عشان يحصل عندك الاساس ايه حيبو صار بسبتوتري واحد أوبري طب 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 اتعصدك بالأربعة ايه والأربعة ممكن يبقى يبقى شغال بس مش شغال صح وممكن ما يبقى الشغال خالص بمعنى مش شغال خالص حاجة بريماتيور أوبريان انسوفيشنسي او الناس فلي ماشي لكن الاسم الاحلى انسوفيشنسي ماشي طب طب هنا اه شغال بس مش شغال صح اللي هي اكترها اكترها في جزء ممكن يكون هو كسلان كده شوية لكن ده حاجات قليلة لكن اكتر الحاجات طب واحد ده ايه ما بتطلعش يبقى ايه ها اكترها ايه 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 بسلامك ايه 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 في ناس بيحطوا اربع يقولك ايه ايه اللي هي ممكن تكون افكتنج ايه 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 ما يمقصر عليه على ايه لكن ماشي حطها الوحدة لأربعة مفيش مشتر لكن يعني اا لو اا لو عاوز ما تحطها شبقى فاهم بس ان ايه ان هي اا في الاخر ايه طيب علاج كل حاجة يا جماعة الهايبر بولكتريني علاج ايه ثلاث كوز خلبا اهم من انت اصلا ممكن لكل العلاج بتاعها كوز وانا عندها هايدو سيروكسل خلاص يحصلها يعني هو ده اللي هي يزبط بدا عيانة بتاخد دوبامين انتاجونس لو ينفع يتوقف طبعا عيانة فيها رولاكتينوم ايه دي بروموكريبت او كببني ماشي هو بس ممكن فيه يعني اه يعني هو او هو اتجرب مع اكتر من او او ما يحمله لو انت هتمشي او فيه رسك انت هتمشي اسنائي وانا عادة ممكن نوقف اسنائي لكن لو انت شايف نيه ماخر ادينوم وهيمشي اسنائي بقى يبقى يبقى ماشي على ايه رومكريبت ماخر مش ممكن بالكاتيجوريس هو فكرة ايه استابلشت بيه اللي هو المورك دايما الالت واللي هو يعني استابلش ان هو سيف خلاص بيه هو اللي بي ماشي عليه اسنائي ايه فيجنس under stress ماشي ماشي دا كله يعمل ايه فتضح تزبط وزنها تقل الاسترس اا طب لأ عندها كالمن سندرو او جالها بسبب كتر بلان ماشي مختلف بلان فممكن يتوصى بالحديد فين في البتوتر فيعمل لها ايه يعمل لها فتبقى كل دا علاجه ايه ندي FSH و LH تقول لي طب مش ممكن ادي GNRH بلسطايل ممكن يعني ما هوش الحاجة اللي بيدعين برضو في المتحناء بنيجي نتكلم على INDUCTION في PCO أول حاجة الناس تقول لي INDUCTION B جناد TROFIN LISING جولي تخيلوا أقل درجة كنت درجة كنت نقي الحاجات اللي هي درجتها لها لدي 11 11 11 15 بس مدي عبتة بعد 11 15 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 16 20 19 19 20 19 20 20 20 21 20 21 21 22 22 22 22 كانت حالة يعني كنا بنكلم على البوست برطة من هاموريتش أعطوك البوص أدي وراء بألم كتب لي بقى كلواتنج فاكتورس كلهم بقى سميمة لو انت قوبت على حاجة ده ايه ده بتدايله اكتر يوم بترزعك اللي بعدها ايه يعرف اللي بعدها يعني ايه اه المطاق لما تبدأ طاف يبدأ ايه يتبسل بقى يتبسل لأ صدق عندنا مثلا اتنين بالشكل يعني بالشكل اللي اول بس اه بس يا الفكرة يعني ازاي انت يعني في واحد مثلا تبقى انت وصحبك مثلا واحد يموعع هنا واحد مثلا يموعع زي وحد معاك يعني اه 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 ده ومعاك فيش حاجة تعملها يعني فطبعا اه اه مشكلة جيدة طيب يبقى احنا بنتكلم على ايه اه 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 هنا هندي ايه لو هو هايكو سلامك بتوتلي يبقى هندي اه اه افزي اللي انا عارض سيوريتي كلمة يعني طيب اللي احنا بقى نتكلم على الـ الـ اللي هو اكتر مثالي برضه نخلي بقى ممكن لو هي ممكن 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 الاتنين مع بعض وي طب لو ريزيستنت للكلومفن عادة بيعني اعمل ايه لابروسكوبك اوفيريان ديراني بالزاد في الناس اللي ايه رفيعين اقوليكم سورالية دلوقتي وي اه اه وطبعا ما نعملش اكسيسف دامتش يعني هما البلوات مبتفين اللي هو رول فور اللي هو يبقى فور فانشر في ايه اوفيري وطبعا على حسب السايز بتاع الاوفيريان او لقيت اوفيري صغير هو اوفيري ممكن اقلب كويه على حسب متى ايه السايز بتاعه لكن ما بكتبش عن اربعة وي اه المفروض يبقى فورتي وات وي اه فور ميلي بيبس في ايه الاوفير правильно تعمل وممكما تم ان دي برده ايه EFSH وماaden منا ماديキس ماديك مفيش risk of ovarian hyper-stimulation. ايبون نوع surgery ممكن يقلن الوvarian result بذلك لو اكترت فيه. الكونادو تروفينس ممكن طبعا ان هي risk بتاع multiple pregnancy وال ovarian hyper-stimulation. لك طبعا نزيتها نعمل surgery. الكاتيجوري الثالث اللي هو ال premature ovarian insufficiency. ده طبعا طبعا هو بنقول امتى premature ovarian insufficiency لو حصل secession ovarian function at the age of forty. طبعا? ليه اسباب اه من اسباب هنه اديوباسيك. ممكن يبقى second common kromosomal. ممكن autoimmune. ممكن metabolic زي الجالاكتوزيميا. طبعا? مهمي بس ان انت بس 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 بالذات الكروموزومة علشان sometimes يبقى فيها موسايسزم او فيها Y كروموزوم. طبعا العيانة دي فيها Y كروموزوم. فالمهم انه يتعمل لها كاريو تايبين. ولو فيها Y كروموزوم مهم نشي للأوباس. طب محتاجين ان احنا نعمل اوبيريان ضيوبسي نعمل حاجة للدياجنوس? لأ. طب بتكتفي بايه? بFSH مرتين اعلى من 30 زي معنى. ما بينهم six weeks. طيب. اه هنمشي على ايه? نمشي على HRT لغاية على ال ال age of 50. اه طيب لو هي طب فيه chances للبريجنسي في 5% chance of spontaneous pregnancy. وحصلت وشفناها. اه? فلو هي مش عاوزة بريجنسي ممكن تمشي على مثلا combined hormonal contraception. لغاية ال age of 50. اه? وطبعا بنشيها ليه لغاية ال age of 50 علشان تبروتكت البورن والكارديوباسكولار والكلام ده لغاية ال age of 50. اه. افهم? ده كده جدول اعتقد موجود عندكم في الورق. طبعا فيه ال different اه. 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 ديفيرنت اه اه. الجامعة. وفيه ال management بتاعه. اه من جماعة كل حال. ماشي. وممكن ده طبعا. اه ال laproscopic ovarian. اه. اه. مش ها كل ستان صغير مش هيخلص يا عنا الله عبير اوش طيق نتكلم على الادرينالجلاند طبعا الادرينالجلاند فيها جزء مضالة وجزء كورتكسواريت يا جماعة تبقوا مصحصحين كده ما يقومش جايب لك سؤال في المضالة وهو اصده يعني وكده ولا كورتكسواريت مش كده طبعا نلاعب الرياضة والابسجي يعني تلاقي ايه ان هو وصل للموف كويس كده تلاقي ايه مسحصح كده والكورتكس شغال وعندك حماس كده ونفسيتك احسن ومكتسم وكده كل ده يساعدك في اجابات الايه اسئلة صحة المضالة طبعا دي بتبقى ايه بتبقى موديفايت سيمبساتيك جانجلي يعني ايه يعني فيه نيرف سيمبساتيك نيرف عامل الرلي بتاعه فين فيه الجلاند حيث ان الجلاند سل هنا في ايه اسطايل قولين طولا حيث ان الجلاند سل بقى بتطلع في الدم ادرينالين ادرينالين ونور ادرينالين يعني كان يورو ترانسيمتر جواها او ما بين البريق جانجليونيك نيرفايبر وبين ال الادرينال جلاند سلز اسطايل قولين هي بقى بتطلع في الدم ايه ادرينالين مينلي ونور ادرينالين وطبعا ده هي كنترول دي بي السيمبساتيك بالنسبة لي الكورتكس بقى ده تلت تلت اجزاء ايه تلت اجزاء مش انتو فاكرين يا جماعة لما كنا بنجي الرسمة بنبقى فيه كوليسترول ايه بريجنانولون وبعدين بروشسترول وبعدين نوصل لغاية الدستيرول رابعي ويه الجزء التاني الجزء الاولي اسمه ايه اسمه جرانيلوزا بيطلع ايه بيطلع الالدستيرول ها؟ وده المين كنترول للالدستيرول سيكريشا هرمون اسمه انجيو تينسين تو انجيو تينسين تو مش انتو قتلنا من كنترول بالستي اتش بتاع اه بس الكزء بتاع الالدستيرول ده ميني؟ اللي بيزبطوا او اكتر حاجة استيمولاستن الالدستيرول اولا الانجيو تينسين تو كادرينالجلاند كلها الاستي اتش لكن كاليستيرول انجيو تينسين تو الجزء التاني اللي هو ده كان ايه؟ سبعتاشر هيدروكسي فريجنالولون سبعتاشر هيدروكسي لوجستيرول والغاية ايه؟ كورتيزول ده اسمه ايه؟ فاسيكولاتي وده اكبر جزء ليه؟ مش هو اهم جزء او اكتر حاجة بتتفلز من الادينالجلاند هو ايه؟ الادينالكورتيكس هو ايه؟ كورتيزول كورتيزول فلزال الفاسيكولاتي هي اكبر جزء من في الادينال ايه؟ كورتيكس دفعلا؟ طيب اخر جزء ده اللي هو ايه؟ الداهية صالفيت وبعدين ده هي اندرسينديول ده ايه؟ ريتيكولاريس ده الجزء بتاع الايه؟ الريتيكولاريس وده بتاع الايه؟ الاندرسينديول دفعلا؟ طيب وكورتيزول واندرسينس طبعا ان هو حاجة واحدة اللي بتسيطر عليهم اللي هو ايه؟ الريتيكولاريس قادرين المضالة بتصنع الابنفرين او نور ابنفرين من همينو اسد اسمه تيروزين لذلك الحاجات بتاعيه اسمها ايه؟ امينز هم؟ بيمر في مرحلة ايه؟ اللي هو التيروزين داي هايدرو سوري التيروزين هنا فيه نزام اسمه تيروزين هايدروكسيليس يحاوله الى دوبة وبعدين الدوبة فيه دوبامين في دوبة ديكربوكسيليس يحاوله الدوبامين وبعدين فيه دوبامين هايدروكسيليس يحاوله لنور ابنفرين ثم حاجه اسمه ميسايل ترانسفيريس بيحط ميسايل جروب على النور ابنفرين عشان يبقى ابنفرين وهنا الدوبامين هايدروكسيليس دي يمكن فيه حاجه كده بس احبه او الاف تتدرككم ديه هنا ده الانزام ده ليه كوفاكتور كوفاكتور يعني حاجه بتشغل او بتخلي الانزام يشتغل كويس اللي هو البيتامين سي اه البيتامين سي البيتامين سي ده من الحاجات اللي ليه في البيتامين زي ما احنا عكتين ميليه مية في كزا حاجه والهايدروكسيليشن رياكشن حتى على البرولين والاسمه ايه ده عشان الكولوجين فايبر فورميشن وبرضو ليه هييدروكسيليشن على اه اه او بيداخل في الهايدروكسيليشن بتاع الدوبامين في الابرينا المضالة عشان كده ليه اهمية حتى في الابرينا المضالة فامش فده السنسيس طيب ادرينا الجيلان ده بتصنع ايه اكتر بتطلع نور ابنفلن ولا ابنفلن اكتر ابنفلن ثمانين في المية ابنفلن وده عكس السمبساتيك نيرب فايبرز اللي في الجسم كلها نور ابنفل لكن المضالة بتطلع ابنفل ده شرح اللي احنا كنا قلنا بصوا هنا السمبساتيك نيرب فايبرز هنا موصل بايه؟ على طول بالادينا المضالة وهنا في الكاتيكولامين عشان تطلع على طول في البلاد الايه؟ لكن بصوا السمبساتيك نيرب فايبرز في العدل بيبقى فيه بريجانجليونيك ده وفيه بقى بصد جانجليونيك ايه؟ نيرب ورايح علشان يدي في الاخر ايه؟ نور ابنفرين ماشي؟ اه ابنفرين او سوري ابنفرين ده بيشتغل على الالفا بس بلاقي الافكت بتاعه مني الادريناين بيشتغل على الالفا والبيتا ممكن يعملها او مختلفة زي ان هو بيشتغل على يعني على يعمل لك وده مهم يشتغل لك برضو ان هو يعمل لك و وده مهم في يمكن حتى دي مهمة في لكن يعني احنا حطنا هنا الالفا والبيتا فنلاقي هنا فيها فيها غلايكوشنوليس تعم وفيها برونكو بروكابون اللي هو بيعمل الليبوليس هنا المهمة ببصوا عليها طبع الالفا والدي كلها يعني حتى لو بتفكروا كان الالفا والدي بتاعها ايه الالفا والدي الالفا والدي كانت الالفا والدي لانها كانت بتقلل السايكليك امي بي وكننا قلنا دراج بيشتغل عليها اللي هو الالفا مساندو ما قلناش احيان دي مش هيا ام باكتش سليمة ام باكتش اللي طالعه مش منعوب فيها احيان انا بتصيبها اتطمن ايه اه السيرت بقى شحنات اه اعتقد ان احنا اخرنا الرسمة دي اللي مثلا تلات اربع مرات قبل كده بالسيكونس بستعلى نأكد بقى على شوية حاجات فيها كده كوليستيرول سبع وعشرين زي ما انت عارفين وعارفين ممكن الدي ال او استيبلا بريجنالولون في انزيم هنا اسمه ثلاثة بيتا هيدروكسيستيرويد بيتا هيدروكسيستيرويد بيحاولو له بيرجنالولوجنج دا بيشتغل از اويك منرل وبعدين اسمه بيتا هيدروكسيستيرون بيتحاول الي حاجة اسمها كورتيكوستيرون. هو كورتيزون ضعيف. وهي كورتيكولز. وبعدين يتحول الى. طب عاوزك تعرف ان هي انزيم الواحدة عشان هيدروكسيليز ده ميروحش منك. وممكن يلي الحداشر هيدروكسيليز. ماشي? طيب. هنعيدهم تاني هنا. البريجنانولون او البريجستيرون بانزيم اسمه سبعتاشر هيدروكسيليز بقاهم سبعتاشر هيدروكسي بريجنانولون او سبعتاشر هيدروكسي بريجستيرون. طب السبعتاشر هيدروكسي بريجستيرون ده يتحول لحاجة اسمها حداشر دي اوكسي كورتيزول بانزيم. لسه يلينه واحد وعشرين هيدروكسيليز. والحداشر دي اوكسي كورتيزول بانزيم اسمه حداشر هيدروكسيليز يتحول الى كورتيزول. اللي هو الكورتيزول بتاعك. يبقى انا عملي هنا تو انزايمز بعد اذنك اعرفه. واحد وعشرين هيدروكسيليز. وعرفنا ان هو بيحاول البروجسترون الى دي اوكسي كورتيكوستيرون. اول حداشر هيدروكسي بروشسترون الى حداشر دي اوكسي كورتيزول. ولو تقدر تضيف عليه الحداشر هيدروكسيليز اللي هو بيحاول لي الحداشر دي اوكسي كورتيزول الى كورتيزول او الحداشر دي اوكسي كورتيكوستيرون الى الديستيرون. ماشي? لو كملنا هنا دخلنا في المركبات التمنتاشر كربونا اللي هي ايه? الاندرجنز مش كلا? طب ينفع نكمل بعد الاندرجنز? اه اعمل بقى ها? ينفع في الادرينال كورتيكس كده ان انا صنع بقى الاستيرون زيوكتا? ليه الجين بتاع الاروماتيز مش موجود ولا ايه? الجين مش موجود بتاع الاروماتيز? مفيش اكسبريشن بيه؟ مانا العيبة بقى مفيش اكسبريشن بتاع خلاص هي نفس البتاع بس ما عرفش مش كتو طريقه ماشي طيب تعالوا نشوف الاكشنز بتاعت البلوكو كورتيكويدز اللي هو الكورتيزوح ونشوف الاكشنز برضو بتاعت البلوكو كورتيكويدز بعد حلو ولا وحش البلوكو كورتيكويدز هرمونه حلو ولا هرمونه وحش مهم ولا مش مهم ايه عشان ضعو الناس بس يقولك با كورتيزون ووحش وبتاع خلاص ايه همممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم عنده ميوبسي. هايبوبلايسيمي. ما فيش اي حركة. ما فيش اي انرشي. من تليه مش قادر يفكر. يعني كل حاجة قليل جدا. جلوكوز قليل جدا. ايه ده ايه ده ايه ده. في هايبركاليميا كمال عنده. يا خبرة بيون. من بعد الخاصة. طب. يبقى هنا فيه اكشنز. مهمة بيعملها انجلوكوكورتوكولي. طب هي. والاكشنز دي واضح ان هي لو زادت هتبقى مضر. بس هي موجودة. ها? موجودة ومقننة. طب هو يتصنف في الهرمونز. انابوليك ولا كتابوليك? يتصنف انابوليك ولا كتابوليك? انابوليك هي بقى. شميل? يعني هو عشان بيزبط المعاملات يعني عشان بيزبط يبقى مهم يعني يعني يبقى انابوليك يعني هو يعني 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 اللي بيزبطه هم الانابوليك بس يعني. هو كتابوليك تفهمه? كتابوليك. هو مش يعني. هو احنا عندنا البيور انابوليك هرمون هو الانسل. يعني فيه هرمونات كتابوليك ومهمة طبعا. هو فيه انابوليز من غير كتابوليك ما هو اصل موضوع ايه? المهم ان انت تعمل شغلك. تعمله صح وما تعملش وما تعملش زيادة عنه. طيب. فيه يعني الجلوكوكورتكويت ده مهمتها ايه? بيحافظ على البلاد بريش. فبيزود في البلاد بيسلز. الايه? الريسيبتورز بتاعت. حاجة امينو سابريشن. كيه? اورجان ترانسي براه. كيه? كدني بزياد. ماسكوه? اووتو اميون ديسيس. ماش كيه? ممكن استعمله كانتي انفيناماتري. روماطايت. ماش كيه? انتياليرشيك. رونكيا الاسم. ممكن فيه ان هو يقلل. ايه? ايه?؟؟%. . ماش موجوده ايه? موجوده فان. ماش بقى امير. مش صاح بت få استعملش بيستعملش بيستعملش الغازم يا عم؟؟. بيقول لي لا. بيش مشكلة بني اسم يا الاسم دي.?كني فيت المكين وان هو كمان يزود الايه؟ الـ blade ومنتيني الج التا Ping in. ودي بستعملها فيه الشوك ايبن في السيبتيك شوك. لو يعني يعني لونا بناخد في السيربسيس كده. لما لو فيه اه فيه في الماناجمين. لو لقينا ان ايه ان هو بنيدي طبعا الانتيبيواتيكس والفلويد ريبليسمينت. لو لقينا ان العيانة ستيل مش مش قادلين نحتحافظ على على البلوت بريشارد بنيدي نيتروبيكس وممكن ندي كمان ايه? جلوكو كورتيكواتيس. اه? فمهمة كمان. لكن طبعا عندنا الوجه السيء. كتيرة ممكن تحصل بسبب ايه? بسبب الاستخدام الجلوكو كورتيكواتيس. من ضمنها ايه? من ضمنها كارديو باسكولر ايه? هيبرتنشن. ايه? اه ع الاي كاتراكتوكولكم. حتى ايه من لو لوك لو حد يستعمل افراد كورتيكواتيس والفلوكواتيس. عالسكن. هو بقى الحاجات بتاعت الكوشن. سكن سينينج ويكيموس. تعم? عالميتابلسم. ويت جين. تقول لي ويت جين اهو مش كاتابوليكس هو فيه لايبوجينيسيس بيحصل في اماكن فبيرصب لك الفاتف هاتف. تعم? وبعدين بيعمل سلطان دووطا ريتينشن. اوبيزتي. تعم? فلويت ريتينشن. فيديما. كشنويت ابيرانس. ويه? دايبيتس. طب على سين ناس نيورسيكاتري. تعم? هو اه هو بيعمل اكزايتابلتي وبتاع بس بقى ايه? لما يزيد عن حده بقى سايكوزيس بقى. هالبول. بتاعين ان هو 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 بيكسر الكوليشن. البتاع ده بيكسر الكوليشن. فلو زي طبعا عن حده هيعمل ايه? هيعمل اوستيو بروس. زي ما بيكسر الكوليشن كده في السكن برضو ما هو بيعمل ايه? بيخلص كين سيننج ليه? مفيش كلشن. وعلى عضلات هو هو اجينيس البروتين بروتين كاتابلوس. اه على المسل مايوبسي. اه طبعا فيه الاميون سيستم هو اميون سابريسوس بيعمل ايه? فيه ممكن الانفكشن ستبعي. اه? فزي ما اتو شايفين كده فيه وجهة ليه? وطبعا للأسف اه فيه وجه ليه هو دا وسحر طبعا وكل حاجة وما احترامنا ليه وكل حاجة لكن برضو في ايه? حاجات ممكن تحصل اه مش كويسة. طبعا. كالفرماتولوجي عندنا انواع من الجلوكو كورتوبالس فيه حاجات اهمها الهايدرو كورتزون. فيه حاجات انترميديات اكتنج الليه زي البريدنزون والبريدنزولون والنصائي البريدنزولون وفيه حاجات لونج اكتنج زي حبايبنا دولا. بيتاميزولون وديكساميزولون. مش معنى بنديهم? هدينا عارفنا سبب وديه ان هم لونج اكتنج. يعني هدي حاجة تقعد لي ساعات ولا كده ولا هدي حاجة تقعد ايه? اه 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 فترة طويلة تقعد لها ستة وتلاتين لخمسة وفمسين ايه? ساعة. ده هاف لايف يعني ممكن تفضل قعدة كا ديوريشن اف تو وان وينج. فمحتاجين حاجة لونج اكتنج. الحاجة التانية هم دولا اكتر حاجات بتعدي البلاسين. فلاقينا ان بقيت ان لا المنمال يباص البلاسينت. فاهم? تفاهم? فعشان كده مشارحنا المرة اللي فاتت بتاعت البيتاميزول وديكساميزول. فاهم? ولا ما كهيتش في الكافتونة? فاهم? طيب. اه في حاجة بس عاوز اقولها جمان الناس اللي ماشي على كورتيزول فترة طويلة. لو جم مسلا لو واحدة ماشي على كورتيزول فترة طويلة وجات تولد مسلا. او بداخلها تعمل عملية. نوقفه. نمشيين. هو اسناء العملية اللي بيحصل. فيه محتاجين اكسرا كورتيزول طبعا محتاجين. ليه? هو هنا اثناء السيرجري او اثناء السترس او اثناء الكلام ده انت بتبقى. يعني محتاج ان انت تمنتين البلاد جلوكورس. اكتر. وتوصل للبراين اكتر. تمنتين البلاد بالراح غشي مع خلاق. حصل هيمرج. هيحصل ايه? لازم اللي بقى فيه لكسمي يحاول ان هو يتعايش مع الكلام. الناس اللي بياخدوا كورتيكوستيرويدس بيحصل لهم نوع من انواع الادرينات فلما يجوا يواجهوا استرس. ما 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 يحصلش الانكريز للا فممكن يخشوا فيه. حاديسونيان كرايس. حاديسونيان كرايس. حاديسونيان لشانه. فلازم ان احنا بندي حاجة اسمها استرس دوز استيرويدس. اكتر اه بندي بقى حاجة شورت اكتنج هايدرو كورتيزون. ها? بندي هايدرو كورتيزون. اه مئة وخمسين مليجرام. بنديها كل ايه? او كل ايت اوارز. لغاية من ايه? من باصل ايه? الاسترس ده. ها? ده لو العيانة كانت ماشي على يعني على استيرويدس فترة اكتر من اسبوع وبدوز اكتر من سفن بوينت فايف ده احنا بنتكلم بريدنيزون في اعتداء دين الي انت بيبقى ممكن يحصل معها ايه ادرينا ده طبعا المالفان extraction تم ايه؟ المالفانكشن المالفانكشن ونلاقي معها darkening the skin أو bronzing the skin حد يقدر يفصل لليه بيحصل bronzing the skin علشان علشان هو في ميلانوسايد ستيمليتنج هرمون في الأضب علشان هنا الادسونيان ده بيحصل 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 فيدباك و فيزود الميلانوسايد اكتيفتي لأنه قلنا في جزء منه زي الميلانوسايد ستيمليتنج هرمون فبيستيمليتن الميلانوسايد هرمون طبعا ده مش مطبعاش قصة ده القصة بقى ايه والهايبو والهايبو والحاجات كتيرة قوي موجود ويبقى عنده هايبو ولا هايبو كالسيميا هايبو كالسيميا الجلوكو كورتوكويد بيطلع كالسيم من العضن هو بيعمل كتابنز فيضل عليك الكالسيم من اين من العضن برضي فده يبقى عنده ايه هايبو كالسيميا يعني هايبو كالسيميا هايبو كالسيميا طبعا العكس برضو ممكن اه هنا اللي هو كوشنج اه 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 لو فيه اه اه هايبو اه اه كورتوليزم تعم اه بنقول كورشنج لو هو ايه يعني ايه يعني فيه كوس تعم لكن كورشنج سندروم ده بنقول لو فيه برايماري والبرايماري طبعا بيبقى مدام الكورتوليزم ايه زي السكندري هايبو كورتوليزم ده لو كورشنج وده بيبقى لو ايه اه لو مسلا فيه مثلا او اكتوبك سورس او او اي سي تي اتش او في بعض ممكن تطلع اي سي تي اتش بالذات او كده بيبقى حاجة مالجننت ايه صندوق طبعا زي ما انتم شايفين كده الفات موجودة لكن بصوا بقى بعيد كده تلاقيوا ايه ما فيش هنا فات خالص تهم بورواندهيلنج هيبرتنشن بايبيتس سكن كله ايه اكتروفيك بوبتاع واسترايا و الكلاجن ما عادش موجودة عاقين الكلاجن بيبقى حل وكده تلاقي الجلد حل وكده كل ده آآ راح تمام برضو بنلاقي معاه شوية هايبراندوجينيزم لان هو يبقى كمان في سيكريشنز اكتر للاندوجين اللي طالع فبتبع معاه شوية هايبراندوجينيزم آآ يعني طيب في حاجة اسمها كونجينتال ادرينا انسخ في آآ سوري آآ اه كونجينتال ادرينا ايه اللي بيحصل فيها هي كونجينتال فهي حاجة موجودة ايه اه او موجودة في الشخص من ايه من زمان مش كده يعني وممكن يبدأ البسولوجي بتاعها في بعض الاحوال فممكن يبقى فيه خالص في الانزيم اللي هو الواحد وعشرين هايبوكسيليز مش موجود خالص او ممكن يبقى قليل لكن في بعض الاحوال ممكن ميبقاش موجود خالص او في واحد وعشرين هايبوكسيليز ايه اللي بيحصل هنا بقى لهو الكورتزول ايه اخباره مفيش كورتزول طب وبعدين ايه اخبار ال مفيش مفيش يحصل ايه يزيد طب من الجلاند تصنعه تاني وبروجستيرون وهيدوكسي بروكسي بروكسي طب لكن مفيش كورتزول تصنعه تاني فتتجه كل الجلاند لحية ايه لحية الجزء ده اللي هو ايه انا كنت دا جلوماريولوزا دا فسيكولاتا دا ريتيكولاتس ريتيكولاتس وريتيكولاتس يحصل لها ايه تكبر تكبر ايه هايبربليزيا ما هي عليها خلاص بقى الفانكشن كتير عليها جايلها لود من هايبروكسي بروجسترون كتير وهي ما كانتش بتشتغل على الجزء لا دا هاشتغل لا كتير بيحصل ايه هايبربليزيا 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 بتاعه في الفانكشن اللي هو ايه ايه دي بقى ممكن تبدأ لو مفيش الانزاين خاص وطبعا المشكلة اكتر لو هي كانت في مين اكس اكس ايه اللي هيحصل الفيمين دي بتتعرض ليه تسستيرون واندرجن وانو هي انترا اتراين طبعا دا التسستيرون دا بيروح على البريفرال على مكان ويكبر الكليتوس او الكليتوس ماشي اللي هو ويعني الفيوجن للليبيا مينور وفيوجن للليبيا مجهور على قد ما يقدر يعني هيعمل لك حاجة امبيجيجين تاني ماشي كان؟ فطبعا ممكن دي تبقى اصايند اس مين؟ او على الاهل هتبقى امبيجيجين تاني الموضوع برضو في خطورة اكتر ممكن من هو ميلو ولا في ميل خلي بالنا ان البنت دي ما عندهاش ولا مينرالو ولا وطبعا كانت متلصمة في الام بتاعها انها بالام بالوقت هيها مسؤولة عن ايه؟ عن نفسها وتنزيل ايه؟ البوتاسيا والصوديا والكلام دا فممكن تخش فيه بسكولة شديدة وهيبوتينشن 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 في ذلك دايما كان يقول لنا ايه؟ ان الامبيجيجين تاني لا ازا ميديكال اميرجنسي ليه؟ محتاج تشفص الايه؟ 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 بس يجي مع الوقت بقى ايه؟ لا الاندوجين كتير الجزء دا عمال يكبر والاندوجين بيكتر وهي كومبانسيتد يعني ايه؟ النزاب دا بيخلي التصنيع بتاع الكورتزول يزيد صيح مش عالي قوي بس ايه؟ ملص من الدنيا ممكن تبقى عندها شوية لكن ما هيش اديسون او هو ده؟ فبس عندها ابتدت بقى في مرحلة وده كمان نخلي بالنا الادرينال السوبرادرينال كاندرجن فانكشن في الفيميل نخلي بالنا كانت ايه؟ كانت او حتى في الميل في الميل او بيبقى ليها حاجة اسمها بيوبار كيه الادرينال كيه مش فيها؟ يعني قلنا ان هي حتى بتبقى يعني هي في العالي ما بتبقى الشغالة كده في البنت وإلا كانت البنت يبقى عندها هير في الاكزيلا وهير في مش كده بيوبار كده بيحصل مع ايه؟ مع بتاعة البيبارتي يعني بتبقى الجلامدة اساسا فعلى ما بتشتغل بتكون بقى وسط البيبارتي فممكن بقى ليها بعد البيبارتي بقى تبدأ ايه؟ لا الشعر كتير بس ما بتبقىش يعني ايه؟ على حسب طبعا الديفشنسي الديه لكن ما بيلاهاش برضو اللي هي الفكتر العنيفة او فدي دي ممكن تلقاطني بسهولة مع مين؟ مع هنلاقي عندها هنلاقي عندها هنلاقي عندها بس لو جيت است السبعتاشرة هيدروكسيبروجسترون اللي هو الانزايم ده كده مش الانزايم المركب ده السبعتاشرة هيدروكسيبروجسترون ده لقيه لقيه عالي ابر والده يا صنفيت برضو لقيه عالي ابر لا دي ايه دي يا جماعة دي كونجيتا مره كده جيه في المتحان قالك او كانوا بيجيبوا في الاول يولاك في المست كومن انزايم ديفيشنسي في الكونجيتا دي ابر بليسيا ويديك اختيارات مثلا 11 21 17 ومش عالت ايه كان الاختيار ايه 21 مره جيه في المتحان كده ها عينيك المست كومن انزايم ديفيشنسي فيها الايبر بليسيا هذا الواحد واعشرين اذا ايه الا promotions مره e9 انزايم انزايم نفسي مره 17 ال gerek الكلام الكيل بتاعتاص ممكن برضو طبعا في الى passage نسب. بس الفل اللي بالنا ممكن يبقى بدل ما العانة تبقى هايبوتنسيب هتبقى هايبارتنسيب. عشان ايه? عشان بيتكون الدي اوكسي كورتيكوستيرون. اللي هو الويك اللي هو الكورتيكولي. تقول لي داويك. اه بس الكاثرة بتغلب الايه? اه قوة. اه? فلما يبقى عمالية تلاكة العانة برضو تخش فيه هايبارتنسيب. في حاجات تانية ممكن تبقى ديفيشنتي يعني ممكن يبقى السبعتاشة هايبارتنسيب ده. السبعتاش هايبارتنسيب ده ناقص. بس لها يعني هما الاتنين دولة اللي تعرفهم اكتر. لكن ده لو ناقص هيبقى فيه العانة عندي مشكلة ايه? مفيش اندرجنس بتتكون خاص. ودي ما بتبقاش بقى ناقص في الادرينا الجلاند بس ده بتبقى ناقصة في كل الجسم. فدي ممكن تلاقي عندها مشكلة اساسا كابيو بيرتي كميل او ده اللي القصة بقى طبعا تكبر زي ما قلنا ايه. ده ممكن بتاعتها. طيب في نقطة برضو هنا عاوز اقولها لكم. ام جابت بنت بالشكل ده وخلاص بتعرفين طبعا كشتة ده ايه? ده كنديشن ايه? ايه المودف انهارتنس? دي المودف انهارتنس? ده ممكن تقول ايه? ما عارف بتقول ايه? هل الست دي خلاص هي وجوزها كبير صح ولا غلط هي وجوزها ويحتمال كل حمل لو هي انها تجيب ايه واحد ليد او خمسة وعشرين سلمية ان يبقى ايه عندها طبعا المشكلة لو البيبي كمان ايه في ميلي ليه بيتعرض ليه انترايتراين اندرجين ها وده ممكن طبعا يبدأ الاتشينجز دي اللي هي تبقى صعبة بقى ان انت تقعد تعمل لها بقى بعد كده على الاندرجين عليها حاجات كتيرة فلو تقدر تمنع الموضوع ده من الاول هي بقى احسن طب نمنعه ساي من الاول طب قبل ما تحددت مشي العيامة على بريدنيزولون او كورتيزول من اول الحمل طب ده عشان ايه عشان تخلي ما انت اسا علاج العلاج القصة دي ايه يعني البنت اللي عادها ليت او الاليونس دي انت تبيها ايه كورتيكو او كورتيكو منرار كورتيكو بس هندي كورتيكو ستيروت علشان تعمل ايه تقلل الاسي تي اتش وفي نفس الوقت تبقى عوقت الهرمو هنا انت بتديه علشان تقلل الايه الاسي تي اتش مزبوط طيب هتقدر تمشيها عليك بطول الحمل لو هي في ميل اه طب لو هي ميل لو هو اه لو هو ميل لا ممكن توعرف طب اه تعمل ايه عشان تعرف هو ميل ولا في ميل اكتر حاجة تعرفت ميل ولا في ميل باندري ايه ونان انبيزيف ايه ثري دنيا انت بكتسيرك عيني ما قلتوش خلص ايه دكتورا صح ولا? بحضرتك ايش حضرش احنا? عالفه? عالفه. طيب فممكن نشوف في مثل دي ايه? في المتيرنال بلوت. ممكن من ثمان اسابيع خيضا بتعرف? اول ميل ولا في ميل? وات ايه? والبق طلب هو ايه? اللي هو ميل. طب لأ طلعت في ميل. ممكن ده عاوز تعمل تست. انبيزت بقى ممكن تشوف هي عندها ولا ما عندهاش تعمل ايه? تعمل انش انتيسيس. تريف تست الايه? الجين او اه يعني اه 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 ولا لا? تفهم? هاي. الالستيرون طبعا هو بيتفرز من اين? من الجرامولولوزا. وزي ما قلنا هو اه المين تريجر ليه هرمون اسمه انجيتينسين تو. وهناعرف الانجيتينسين تو ده هنتكلم عليه. طب هو الالستيرون بيعمل ايه? بحب ذاته. الاكشن بتاعه بيشتغل على الصوديام بوتاسيام بامر. اللي موجودة في البازولاترال بوردر بتوع بتاع اه مسلا بتوع السليبري جلان بتوع السويت جلان بتوع البول بلادر. طب يعني بيعمل ايه? يعني انت مسلا لو انت هنا في التستيرون في تيبيوت. ده اليوم البتاعه. البازولاترال بوردر عليها السوديام بامر بيعمل ايه? سوديام بامر بتعمل ايه? طلع السوديام برا الخليق وتدخي على البوتاسيام. فيبقى فيه بوتاسيام جريديانت عالي تورد الايه الوال. فيحصل سيكريشن ليه البوتاسيام في الايه? في اليوم. وفي نفس الوقت السوديام يحصله ايه? ابزورش. فهي بتعمل ايه? بتعمل سوديام بتنشب وتستم مش بس في الكبنة. وفي ده فين? ده في السليبري جلانز في السويت جلانز في الجول بلادر في حاجات كتيرة ايه. واضحة? تمام? طيب. وطبعا زي ما انتم عارفين اه هو ايه? هو ليه بتسولي بالهرمون وبيبقى محتاج ان هو يتعمل له ايه? في الليفر ويبقى في البيل ويبقى في الكيدني او كده. طيب. اه زي ما احنا قلنا ان بتاعه مين? اه الانشتينسين ايه? الانشتينسين تو. الانشتينسين تو ده جلنين بقى? نبدأ قصته. قصته جت هو اساسا جاي من one of the globulins of the liver. اسمه انجيو تنسينوجين. واحد من الفا جلوبلين بتاع الليفر اسمه انجيو تنسينوجين. بيعمل ايه? بيمشي في السيركليشن عادي. وهو ماشي في السيركليشن كده بيعدي على الكيدني. الكيدني بتطلع انزايم اسمه رينين. بتطلع انزايم اسمه رينين. رينين ده مش هرمون ده انزايم. بيطلع فيه الكيد. الرينين ده يكسر الانجيو تنسينجن الى انجيو تنسين one. الانجيو تنسين وان ده لي بعض الاكتبتي بس ضعيفة. يعني بازيكو نستريكشن وليه كل حياة بس ضعيفة. بيمشي ويروح ليه اللنج سيركليشن. وهو في lung circulation فيه انزيم اسمه Angiotensin Converting Enzyme Angiotensin Converting Enzyme يحول الانجوتنسن 1 إلى الانجوتنسن 2 ماشي يا جماعة طيب الانجوتنسن هو ايه ده لا في الارج بس فهو موجود فين في اللان ماشي هو موجود في اللان طيب بيعمل ايه بيحول الانجوتنسن 1 إلى الانجوتنسن 2 الانجوتنسن 2 ده اقوى فاسكون ستركتور موجود بيزود او بيزود الانبيستيرون فيعمل بيزود الاده فيزود الحاجات كتيرة بيعمل ويمكن اشهر ادوية الانتيهايبرتنسن اللي هي الاسي انهايبتوز وي الاربس اللي هي انجوتنسن بسيبتور لوكرز اللي هي بتقفل الانجوتنسن 2 وطبعا للأسف الانجوتنين دولار تراتوجينيك وما بيتتقنوش مع التريقم اه وطبعا الاسي انهايبتور هو نفس الانزائم ده هو ليه اسم تاني اسمه كاينينيس 2 اللي هو الاسي انهايبتور ده هنتكلم عليه في البسولوجي وعقول لك انه هو ب الی هو بيشتغل هو هو الاسي انهايبتور ده هو هو كاينينيس 2 بيكسر البراديكاينين الميتابولايتس البراديكاينين ده من الحاجات اللي هي الانفلاماتوري ماركر أو الانفلاماتوري الروبكتس اللي هو لو مربوط في اللونج يعمل ايه يعمل دراي كوف وانفلاميشن وممكن يعمل أنجيو ايدين فلذلك من ضمن السايد افكتس بتاعت الاسي من هيبتور الداي ايه الداي كوف لأنه هو هاي هم ماشي لأن ايه وعلشان كده لجوا الميل للاربس عشان كده الاربس ما عندوش ما عندوش قصة ال اللي هو يخلي فيه لبعض الادوية كده ناخد بريك صغير كده همطبع ايها سئلة بسم الله الرحمن الرحيم هنتكلم على من اللي هي المهمة برضو في اسمنا قوي وليها برضو الاربس الاربس اللي هي السيرويد جلاند مبدأين كده حتى قبل مبدأ في السيرويد جلاند الاربس اه طب ايه تاني بتطلعه تي سيرو تي سيرو بيطلع حاجة اسمها كالسيتوني نهم كالسيتوني فهي فيها تو مين سنز في سنز اسمها فلوكولار سنز وفي سنز اسمها بارة فلوكولار سنز فلوكولار ديه اللي بتطلع إيه تي فور و تي سيري البرفليتر المين اللي بتطلع ايه او هي بتطلع ايه البرفليتر بتطلع هرمون اسمه كالسيتوني. كمام? طيب. طبعا اا هنركز اكتر شوية في الاول كده على الايه الااا تي سري والتي فور سيما ما تشايفين طبعا ايه ااا برضو مش مش شكلها لوحدها لا فيه كبير فوقيها وفيه الهاج وفيه فيدباك وفيه كل الكلام ده مهم او ان هو فيه. طب كاناتومية بتبقى عبارة عن ايه? بتبقى عبارة عن ايه? بتبقى عبارة عن على الاسمس وبتبقى اه اه اتاتش ديه السيرويد كارتلتش تمام? اه والاور اند اوف اه تراكاين. تمام? وبتبقى عادة ممكن تبقى سينو بالبابل فيه الاسوالوين. بهذا المنظر. بايت وليفت لو. وبنلاقي وراها اربعة اللي هما ايه? اللي هما البارا آآ سيرويد. ففي تو ابر بارا سيرويدس وتو لور بارا سيرويدس. ودولة سيبرت. دولة مش هو يعني لو قال البارا سيرويد هنمون طلع منين? مش من السيرويد. ده طلع من البارا سيرويد جلات. ها? لكن هي بتطلع ايه? تي سلي والتي ويه? نخلاها اسمها السي سلس. اه هي امبيولوجيكلي ديبلوب د من البازو بزا تونج ويه? ديسنس لي الميدلوب زانيك. ها? آآ ويه ممكن يبقى فيها كونيكشن بيه التونج عن طريق اللي ايه ان هو يبقى حاجة اسمها طبعا ليها لو مش هنقدرش التفاصيل ليها زي ما انتم شايفين كده بتبقى عبارة عن محواطة مادة بروتينية كده اسمها ايه اسمها اسمها وعلى حسب السيروغلوبين لو كتير متراكم فيها دين اكتف لو السيروغلوبين قليل موجود بس قليل ده بتبقى اكتف يعني معنى كده ان الجلاند بتسحب السيروغلوبين ده واتطلعها او بتاخده تبقى طبعا في النص ما بين الفولكنز دي موجودة البارفوليكلور سلس دي بتسميها سي سلس ودي ارجيناتد من برضو من الايه من النيورال كريست على فكرة ده هامية يعني عن بقية الايه الجلاند ويه بتطلع زي ما احنا عالتنا ايه الكالسيطوري ده منظر كده اللي الثيرويد الجلاند السيرويد هرمونز بتبقى برعندي السيرويد هرمونز بتبقى برعندي اتنين تيروزين مسكين في بعض تعرفين التيروزين التيروزين بنحدد اذا كان التيرويد ولا تيرويد يعني لو عندي اربع ايه مسكين في الاتنين في الاتنين تيروزين يبقى ايه تيرويد لو عندي تلاتة تيرويد وفي حاجة اناظر هرمون مشتق من التيرويد اسمه او ممكن حتى يجي من التيرويد اسمه يختلف في مكان الايه واختلاف مكان الايه ده بيخلي الفانشن بتاعته مختلفة خاص بمعنى ان التيرويد ده اقوى سيروكسن التيرويد ضعيف وبركرسل للتيرويد والتيرويد اناغتف خاص سوري الريفيرس تيرويد ده اناغتف خاص تمام فده بس طبعا انا مش عاوزك انت تحفظ الحاجة انا بس عاوزك تبقى فاهم وهنا بنقول تيرويد يعني هو عبارة عن ايه السيروكسن عبارة عن اتنين تيرويد مسكين في بعض حطتنهم اربعة ايه بقى ايه بقى ايه بقى اعطيه فور تلاتة ايه تيرويد تيرويد غير بس اتمكان الايويد طيب تعالوا نشوف ازاي بيتصنع الكلام ده انت علشان تصنع الكلام ده انت محتاج ايه مادئين كده تيروزين وايويدين تفهم طيب الايويدين هنجيبه من اين من البلد انا هعمل له واندخل طيب والتيروزين هتصنعه هتصنعه ازاي بس ممكن تصنعه ازا بارت اف بروتين وبعدين تاخد من البروتين ده التيروزين اللي انت عاوزه وترمل با ممكن اه هو ده اللي هيحسب طب تعالوا نشوف احنا دلوقتي عندنا ايه عندنا الفوليك اللي عاملة كده انا بص الرسمة دي جاية منين جاية من دي زي ما تشايفين كده عملا عن سلسل عملنا احنا ايه ومنواخدين سلسل كده وكبرناها بقى فيه البارت اللي هنا ده ايه اليومي والبارت اللي باره ده ايه ها اللي هو اللي هو والبلوت بيسلز وكل حاجة هيا تفهم طيب الجلان ده بقى بتعمل ايه عاوزة تاخد احتياجاتها من ايه دين هتاخدها من ايه هتاخدها من البلوت فتعمل ايودايد ترابنج البلوت ما بيبقاش فيه اي دين اي دين بيبقى اسمه ايودايد عشان يبقى ايديم لازم يحصل له Oxidation عشان يقدر يبقى ايديم ويتحد فيه تيريوزين لازم يبقى ايه يحصل له ايه Oxidation فاخدت عمل ترابنج طب البروسس دي ايه? تستعمل ATB يبقى عليد ايودات ترابنج واتستعمل ايه واتستعمل اه 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 تمام? وهو اساسا اه الايضاء الايضين ده من الحاجات المهمة اللي هي اه بتبقى ابزوربت من برضو باكتب بروسس تمام? اه ومهمة لكزا تشو مش بس الثيرويد الثيرويد من الحاجات المهمة لكن برضو البلاسينتا بيعاد فيه برضو باكتب ترانسبورت للبيبي والبيبي مش عنده سيرويد جلاند وعنده ارجانس تاني بس سيرويد برضو من الحاجات المهمة طب مهمة كمان ده ايه اه يعادة البلاسينتا مهمة في كمان تمام? مهمة ليه يعني المهمة في اه بعض الايه كمام? لكن اهم حاجة واهم حاجة بنعرفها وبندرسها وايه السيرويد ايه? السيرويد جلاند ماشي؟ وفي كل الحاجات دي بيبقى اكتب ايه اكتب ترانسبورت وبينزمنا في ريكوارمنت من الايوجين بردي من مية لانتين ميكرو جرام اه بردي دي المانيمم ايه بيكوارت كتبان؟ طيب يبقى اثناء الايوديت اه 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 ترانسبورت وبعدين اكتب اكتب ازا انجين وي طلع في الليوم الما عاوز يجيلو مين؟ تايروزين طيب هنصنع التايروزين بس بنصنع ازا فارت اوف بروتين ففيه اه جين وفيه ترانسكريبشن وفيه ترانسيليشن عشان نصنع حاجة اسمها ترانس اي سوري سايروغلوبي سايروغلوبي بروتين او بوليبيبطايب متصنع طيب هيحصل له ايه سايروغلوبي ده؟ يتغلف ويتفرز بالجلد ابريتوس ويتفرز جوه الايه؟ جوه اليوم طيب السايروغلوبي ده هو بروتين او بوليبيبطايب من ضمن الحاجات اللي عليه الايه؟ التايروزين فهو لهو مثلا بالمنظر ده كده اللي ايه مثلا هو ده بقيته وهو في ايه؟ التايروزين كده ايه؟ موجود عليه يحصل ايه؟ يحصل ان هو كسايروغلوبي وهو عليه بقى كزا تايروزين يعني هو بيقوم نصنع بشكل هو يبقى عليه كزا تايروزين تجدك تايروزين ايه؟ اللي هو المركب موجود عليه يتحط على التايروزين اللي عليه الايودين بانزايم اسمه بير اوكسيديس يبقى انا في انزيم اسمه هنحط على كل واحد على كل تيروزين موجود في هنحط عليه ايه? ايو دين. نحط لاما نحط واحدة بس. او نحط ايه? اتنين. ماشي? طب غالبا نحط ايه واحدة ولا اتنين? غالبا نحط اتنينات. غالبا منحط اتنينات. وهنعرف يعني ايه اللي وره اللي انا بقوله ده. طب. يبقى احلى كده. عملنا ايه? اه جبنا الايو دين. جبنا السيرو جلوبين. وحطينا على السيرو جلوبين ايه? حطينا عليه ايه? اه او على التيروزين اللي على السيرو جلوبين حطينا عليه الايو دين. وتكون لي لاما ضاي ايو دو تيروزين. ضاي ايو دو تيروزين يعني ايه? ده ضاي ايو دو تيروزين. دايما تكون لي مونو ايو دو تيروزين. واحدة بس. طيب. هيحصل بروسس مع كابلينج. بانزاين بيحصل ان احنا ندمج. ممكن ندمج ضاي ايو دو تيروزين مع بعض. او المونو ايو دو تيروزين مع ضاي ايو دو تيروزين. ينتج لي عنها ايه بقى? ينتج لي عنها. الشكل ده. اللي هو كان ايه? التيفور. اه? او ينتج لي شكل من غير. لن نتيجة. اه. حتى بنسميه التيفور. تيترا ايو دو سيرونين. انت لو جامعك التيروزين مع التيروزين اسمه سيرونين. تيترا ايو دو يبقى اربعة ايو دين موجودين في الايه? في السيرونين. او تراي ايو دو سيرونين. وغالبا بيبقى تيترا ايو دو سيرونين. ليه? لان انا عندي مواصمهم بيبقى ايه? بيبقى داي ايو دو تيروزين. فلزلك هي الجلاند بتصنع اكتر ايه? بتصنع اكتر تيفور. مش تي سيرين. بيتصنع لي اكتر ايه تيفور مش تي سيرين. وعشان كده اااااااااااا علشان هي بتصنع اكتر الدي ايو دو. ايه هايوب تيرونين. فده اللي بيخلي ايه? بيخلي تيفور اكتر. اااااااا طيب. هو دلوقتي بتصنع وموجودة على ايه يا جماعة? الحتة اللي هو موجودة عليها هي ايه? ايه? السيرو جلوبين. فنحتاجين ان احنا نعمل ايه بقى? ايه البروس اللي هنعملها? ان احنا نمتص السيرو جلوبين. نمتص السيرو جلوبين وبعدين? ايه? اه هنمتص السيرو جلوبين. وبعدين? نعمل اندو سيتوز. ناخد السيرو جلوبين وهو عليه اللي هو عليه التي فور والتي سري. تمام? وبعدين اكسر الحاجات اللي ملهاش لازمة اعديه على لايكوسومس. سوري على اسمها ايه دي? اه لايسوسومس. تكسروا. باوتيازيس. تمام? وبعدين اطلع منه التي سري والتي فور هي بقى سيكريتت في الايه? البلاث. طبعا? يبقى انا كده عملت ايه? البروسيس بتاعت السيرو جلوبين. واضحة? او في ايه مشكلة? ثاني هو. تمام? اي ايو دايت بيتاخذ يتعمل له ايه? فبسيدييشن عشان يبقى وايو دين. تمام? وعلى السيرو جلوبين. ا passa عملنا سمسثة بسけ السيرو جلوبين. تمام? اي من ضمن الحاجات اللي موجودة ايه? التيروزين هنعمل ايودينيشن للتيروزين له ما يبقى مونو او ضاي ايودو تيروزين وغالبا بيبقى ضاي وبعدين نعمل كابلنج للمونو والضاي او للضاي والضاي فيبقى عندي ايه تي فور ويه تي سري وبعدين ندخلهم ونكسرهم عشان ينتقل لنا ايه المركب الاساسي اللي هو التترا ايودو سيرونين او تراي ايودو سيرونين هلما بيبقى تي فور طب اه التي فور لان التي فور هو يعتبر اقل في الاكتيفتي او يعتبر برو هوربون لما ييجي يعمل الاكشن بتاعه المفروض ان هو يتحول لمين لتي سري فدائما الجلاند لا ايه الجلاند بتفرس حاجة يعني لحد الما بريكيرسر علشان ان هو يتحول في السايت اف اكشن لي الموست اكتيف فور اللي هو التي سري تفهم وطبعا زي ما انتم عارفين التي فور كمان من حكمة تانية ان التي فور لانت لو بتطلع كل تي سري هو الهاف لايف بتاعته مش ايه مش كبير فانت عاوز تطلع حاجة بريكيرسر يقعد سيكس دايس اه هو ويك بس هو بريكيرسر للايه لالتي فور لالتي سري تفهم داش اشكال بتاعتهم يعني هم مع السايرو بلوبين تفهم هو دا تخد واحدة خد اتنين اهو بعدين بقى ايه اتحط في ايه فانتفعنا ان هو بيتحول التي فور في البريفرال تي شو تو المور اكتف فورم اللا هو ايه تي سري عشان يقوم بي الاخشن وفي البلاسما 90% of all تي سري اسبعو ان هو مش و99 لو تفكروا 0.97 بالنسبة لي التي فور و 0.7 بالنسبة لي تي سري والفرق البسيط اللا هو الو الو ايهو دا قولنا بيعمل ايه بيعمل الفرق الكبير في الهوف لايف طبعا بيتشال على السيرويد بايندين جلوبلين والبري آلبومين والآلبومين وكده وقلنا المميز دي السيرويد بايندين جلوبلين وخلي بنا في فرق بين سيرويد بايندين جلوبلين و سيرو جلوبلين الافراص الجلاند بتطلع 25 تي فور الى 1 ايه تي سري تعم بتاع الثيروكس ايه اهمية الثيروكس طبعا تسمعوا على الثيروكس ماذا كتير ماذا كده؟ هرمون مهم ولا مش مهم؟ طبعا تسمعوا على الثيروكس ماذا كتيروكس طبعا تسمعوا على الثيروكس بتعبانين في ايه. ماشي. ايه? اه التعبانة مش كده. اه او يعني ميانة. ممكن. هو فعلا هو اهم حاجة لي. انا سيبك من جروس فانكشن. انا عاوزك ادخلك واحسسك بالفكت التاع على الخلية. بيشتغل على ايه جوه الخلية? في حاجة جوه الخلية. نحن بنقولها في البيو كيمستر اسمها ايه? الميتو كوندر. فكرنا? والميتو كوندر دي مسؤولة عن حاجة اسمها اوكسيدياتف فوسفوريليشن باكشنز. ماشي كده? اللي هي البروس اللي بيتم منها لمن انا استعمل الاوكشن كسورس ليه انتاج الاتب. ماشي الاتب. ماشي كده? تمان? ويه فهنا في حاجة اه اه اللي هو الاتب سنسيز والكلام ده كله. طبعا زي ما انتو عارفين الميتو كوندر اساساً لها دي ان ايه لوحده؟ مصبوط؟ عاوز اقول لك ان من غير السيروكسن الميتوكوندري الفونكشن بتاعتها مش شغالة كويس. وزي ما قولك والهرمون مش يعني ما بيخليش الخلية تعمل حاجة هي ما بتعملها بس بيخلي الخلية ايه؟ تزود او يقالها. هو من غير السيروكسن هتشتغل الميتوكون بس مش شتغل كويس. طب يعني ايه؟ يعني ما بنحرقش. يعني ما بنستعملش الاوكسن لانتاج الاتب. يعني ايه؟ يعني مش عارف ان انت تطلع اي تي بي كويس. يعني مش عارف تحافظ على مش عارف اول حاجة تاخد اوكسن. تعمل له كونسومشن. مش عارف تستعمل الاتب. مش عارف تطلع اي تي بي. مش عارف اي تشغل الخلية. مش عارف تشغل انزايممكن. مش عارف تصنع بروتينز ما هقولي ده محتاج ليه. اي تي بي. مش كده? اي فمش عارف تعمل ميتابلزم. مظبوط ولا? فده لي يؤدي الى ايه? كل اللي انت عاوزه بقى. فهو الكلام ده لما بيحصل بيخليك طبعا لا ده انت بتستعمل الاوكشن. بيتو كوندر شغالة. الميتابلزم شغال. الخلاق اكتف. البرين بياخد بيشتغل كويس. الليبر بيشتغل كويس. الهارت شغال كويس. ماش كده? الحرارة تكفين تجهيد كويس. الفات والدهون بتتحرك كويس. ماش كده? مفيش للفات مالوش لازمة. كل الفونشنز كويسة. تمام? اه. وكده. طبعا برده لو الامور زادت عن حدها. وحش. يعني ايه? لأ دانت بقى شغال عال طول. واعمال بتحرق. واعمال بتكسر. ماش كده? فيحصل إيه? يحصل هذا حيعلق. البرين بقى عالية بقى. وبقى هو ومش عارف ايه ومش عارف بتقعد على بعضك مش كده اه الهارت تشغل زيادة عن اللزومه وبيضخ دمه هو بيدخ دمه ده عشان يوصل ال اوكسن وبتاع هارتفلية ممكن يقولش هارتفليك في الكلام ده فهم اه اه حاجات كتيرة اوحي تمام فسبحان الله هي الامور بتبقى زبطة معينة بتاكد وعد بس الزبطة دي فلتت بتلاقي ايه ماشي اه فكلها حاجات وطبعا السيروكسن ده ما اقولكش بقى اللي بيعمله في العائلة الصغيرة بقى ان هم لسه مولدين والكلام ده حتى انتراوتراين هو من اول الهرمونات اول انتراوتراين جلاند بتشتغل عند البابي السيروكسن بتاعه اكتر من هو بيعدي بس ما بيعديش بعد مجرد ما بيعدي قليل بس ما بيعديش بفري ومهمة قوي علشان بتاعه ومهمة علشان مش بس ده نيورال وكمان البون وكل تشو عند البابيس طبعا اهم حاجة ولزالك ده للبجهات بتعمل في كل حتة في العالم خلو حطة في مصر بتاعنا يعني وطبعا الامراض ده مسلا في انجلترا مسلا في سبعة طبعين اللي قلنا عليهم في الانجماتيكس دولة لتناعي الكيبتونوريا والاومسيستونوريا والسيكل سيرو بتاعك من اهمية السيروكسن ده ان اعتقد كل دول العالم بتعمل الايه؟ السيرويد سكرين لان هو مصيبة انت تيجي على بعد السنة ولا بتاعه خلاص البرين فانكشن النيوربس 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 الكلام ده كله مش هيحصلها ايه؟ النمو بتاع البابي اللي هو بيبقى دابلينج التفول بتاعه في اول سنة مش هيحصل يعني حاجات كتيرة جدا هتتوقف اه لو انت ما ايه ما من البيبي ده ما خدش على طول ما لحقتوش بالايه بالسيروكسن ماشي كده؟ نعم فهنا هو الكتس بتبقى زبطتها زبطتها انا معرفش ان هو الكتس بيتعمل اه تلات يام مش شوية تلات يام وقابل وان وان ويك نعم؟ لو مكنش كده لازم هما بيقولك ايه اه تقيسوا في معامل وزارة الصحة باس انان هي الكت اللي هي معمولة دليه معمولة فيه نعم؟ فزي ما انت شايف بقى على الكارديو فيسكرار الأكشuy sickness مواد يكون الأكشuy تحفظ السؤال. هو الكلام اللي موجود في الكتاب او المتاع وكده. that's more than enough ان شاء الله. تمام? آآ هيزود اللايبوليسيس. يعني يزود طبعا هو بيزود الكاتيكولامينزو ده. برضو علشان ايه? آآ يشتغل. يعني شايف حاجات ايه? آآ كتيرة مسؤولة عنها. آآ وزي ما قلنا برضو في الفيتس مهمة بعد ايه? بعد آآ يعني مهمة علشان التاع البرين والنيربال سيستم برضو البول وكل الكلام ده. طبعا. آآ لو احنا عاوزين. آآ ايه يعني الهايبوسيرويد بيزيد المسكالج فيه يعني? ما هي نفس الفكرة هو انت التكالوب منت بتاع الفانكشن او اول حاجة ممكن ما يحصلش فيه مش بس علشان كمان بتاعت الاوبرا هتشتغل ازاي? هتشتغل ولو حصل ده مشكلة اكبر. ها? ان هو لو مش متزبط هو برضو البابي محتاج السيروكسن بتاع الاومة في الاول شوية. ها? هممكن برضو يبقى في مشاكل البريجنسي كومبليكيشن. انا نتكلم انا نتكلم على موضوع الهايبوسيرويدزم اللي اقول برضو مع البريجنس كده كلمتين عليه يعني بسيبتو تسلوها برضو الديبالوبمنت بتاع الفيتس مه برضو وهو الفيتس ده يعني مش مفوش ميتوكوندريا مش محتاج الاوبسجيني مش محتاج الكلام ده هيشتغل ازاي افتش? فانت اي حاجة تقدر تفسرها بال انا دخلتك بوا الحاجة فانت اي حاجة تقدر تفسرها باللي انا قدتو لك ده. طيب عاوزين نعمل assessment للسيرويد جلان. طبعا عادة احسن حاجة اللي هو الفري تي فور و تي اساتش. اتمنى اللي هو تي اساتش و تي اساتش و تي اساتش. تي اساتش ده سكرينينج ده هو الاساس. بعدين بقى ايه تعمل ممكن تعمل تي فور. لكن تي اساتش هو الاساس لان ساعات ممكن يبقى عندك يعني ممكن يبقى تي فور نورمال و تي اساتش عالي ملاصمة. فهم? دي غالبا بعد فترة بتخش فيه هايبو سيرويد. وساعات بتبقى محتاجة ان هي تنتي تريتمينج. يعني الاساتش ده بيبقى ممكن تبديله تريتمينج. بالزات لو كان فيه اه يعني اه اه او 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 سمتوم بتاعت هايبو سيرويدزم و مش هو لاي تي فور نورمال ممكن تبديله. تهم? فطبعا ممكن يبقى فيه برايمري هايبو سيرويدزم نتيجة الايه تلاقينا تلاقي تي اساتش طبعا زي. وتلاقي تي فور خليل. ممكن طبعا يبقى لو ده ممكن يحصل برضه في حالات مثلا لو فيه او يعني اي حاجة بقى ايه في او كده او ممكن في الشيحان صندروم. سيرتوكسكوزيز طبعا ممكن تلاقي تي سيرتش ايه واطي اوي. طبعا. طيب. اه زي ما قلنا. اه تي اه ممكن نعمل معه بقى ايه تي فور اه بس. طبعا نخلي بالنا من حاجة ان ممكن احنا قلناها دي قبل كده. ان اثناء البريجنسي. اثناء البريجنسي اللي بيحصل. اثناء البريجنسي. الاستوجين بيخلي اللي بر يعمل ايه. يزاود تصنيع. السيرويد بايندينج جلوبلين. ايشين. السيرويد بايندينج جلوبلين ايه كمياته ايه كمياته ايه كمياته اه زيت. مسبوك. طيب. ويه كمان بيحصل اثناء البريجنسي. فيه اتس جي. بيزيد. ولو تفتكروا الاتس جي ده بيزيد. ماكسوم زيادته امتى? ثمن اسابيع. شكرا؟ ثمن اسابيع من الفيرتليزيشن. يعني حوالى عشرة اسابيع بالكستشنة. الاتس جي عمال بيحصل. الاتس جي لو تفتكروا هو عبارة عن الفا وبيتى سابيونت. ولي شوية تي اس اي اتش لايك افكت. فزيادته دي بتقوم عامل ايه؟ بتقوم عامل ترانزيينت رايز في الترانزيينت رايز دي هو مسلا كان فيه الحد تانية اللي موجودة. هو كان ماليها. تقوم ماليا ايه؟ السيرويد بايندين جلوبلين اللي هو زاد اساسي. بس نخلي بانه هو فيه اساسا بتوتري موجودة عندي بتنظم الدنيا. لما تلاقي حصل الترانزيينت رايز دي هتقوم ماليا ايه؟ فيحصل ترانزيينت ديكريز في التي اس اتش اللي طالح. وحتى الديكريز ده ما بيبقاش يعني ايه؟ بتلاقيه لونورمال. وده بيبقى الماكسمن بتاعه مع الماكسمن انكريز في الاتس جي. يعني بعد كده يرجع ايه؟ الاتس جي يرجع ينزل تاني الليفل بتاعه. مش كده؟ انا قلنا اتفقنا بعد عشر اسابيع بيبدأ ينزل ويفضل ثابت عامل ايه؟ ستاشر اسبوع خلاص. وهنا تي اس اتش يرجع ايه؟ يرجع للنورمال بفاهم. طب ولما اجا اس الفري تي فور هلاقيه نورمال. طب لو اس التوتل عالي. ليه؟ انا بقي اس ايه؟ البايندين جلوبلن اللي معاه. انا ماناش دعا بالبايندين جلوبلن. يبقى انا لما اس في البراجنسي او فانا بتاخد اس توشن او حتى المفروض بالوقت خلاص يعني مش فرقة اس ايه؟ اس الفري تي فور. لو انت هات اس سايروكسل اس الفري تي فور ما اس توتل. لو اس توتل هيبقى زيادة. لا زي يعني بس زمان ده لو انت عطاق ما حدش بيغلط العطاق دي كنت لاقي ناس بحامل متأسلهم التوتل بياخدوا علاجات وحاجات كده غريبة يعني. ده مش المفروض انها ايه؟ انها تفهم؟ طيب هل في تشينجز تانية بتحصل اثناء بريجنسي؟ او ممكن مع الهات في البريجنسي ومع الديفلوبمنت في بلاسنتا والتيشوس بتكتر بيزيد انزيم اللي هو ايو بيعمل بيحول الايه? التي فور. ايضا التي سري او الانفرس تي سري. فممكن تلاقي مائل دي كريس في الليفل بتاع التي فور. بس برضو بيبقى وذن الفيسيولوجيكال رينج. يعني ممكن تلاقي اميال دي اللور رينج. دفعنا? فدي اللي بتحصل مع ايه? مع الانفرس. في السيرترايمستر ممكن يقل بس بيقل في الفيسيولوجيكال طيب. اهم اجتب starting with a spiller. حبكت بالعبية في السيرترايمستر. طيب. المكسمن متاعه 8 من الفيرتلايزيشن 10 من البيستشنق. انا احنا ما بيجي نحسن نشترى بيه بريولوجيا من الاصل بيسر طيب آه دي قلناها فيه بقى كمان فيه بعض الانتي سيرويد انتي بوليس دي بعضه من ضمن الحاجات اللي ممكن نقسها او نسيرش علشان نشخص سيرويد ايه بروبلم او ديسيس نخلي بان فيه استيميولاتري انتي بوليس وفيه ديستراكتب انتي بوليس هم؟ يعني طب بديني امثلة يعني الاستيميولاتري دي زي مرض اللي هو اجريبس ديسيس اجريبس ديسيس الدستراكتب في منع حاجات كتيرة فيه انتي اللي هو الهاشيموتوس ديسيس وفيه حاجات كتيرة انتي سيرويد وحاجات كتيرة الاستيميولاتري دي مهم ان انت تعرفها لان هي بتعدي فيه السيرويد والكلام ده فيه كلها حاجات دي كلها ايه دستراكتب ويه بس اللي هو ممكن تعمل هيبوب بس نخلي بقى انه نلقوا ان السيرويد ديت موجودة ومش لازم ان يحصل لهم اي اي مشاكل. فمش معنى وجود السيرويد دي. وانت لازم ان انت تقول ان في ايه? ماشي بالذات اللي هي ودي عشان كده ودي بتتلاقف بعض الناس كده ويعني بالذات احنا ساعات احنا بنقض ندور في حاجات ما نهارش لازمة. بالذات مسلا في حالات مسلا يبقى فيها اه بنعملها كده من غير لازمة حتى على واحد طالب لها. طالب لها اه 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 مسلا اه اه مايكروزوم انتي بودي ولا مش عارف ايه. ولا تيجي ده بوسط اعمل ايه? روحي واقع شوف بقى هادي. معنى ايش حاجة ايه. حتى مش اقول لك فيها ريكرة انت مسكالة. هي مش لكم نندت حتى في ريكرة انت مسكالة. لكن بتلاقيها ناس طلبنا حتى من غير اي حاجة ببقى. حاجات الواحد دي غريبة جدا. في بقى الاستيمولاتري انتبودي دي اللي هي بتاعت الجريبس دي بنسميها لونج اكتين ثيرويد ستملات. لونج اكتين ثيرويد ستملات. بتعمل ايه اللاتس دي اللونج اكتين ثيرويد ستملات? هي بتبقى اف اي جي جي طايب. طب ودي لها معنى ان هي اف اي جي جي طايب بتقول لنا عليها انها انها ممكن تعدي البلسنتا في اسناء الحمل. هي بتعمل ايه من غير حمل? بتمسك فيه وتشغلها. يعني كان فيه موجود. طب ده هيعمل ايه? تخلي الجيلانة تشتغل. تاخد الايوداين وتصنع وتخلص كمان وتسحب وتكسره وتطلع منه ايه? وتعمل سيفنيشن. فتعمل ايه? تعمل هايبر ثيروديسم. ماشي? ودي طبعا ممكن تعدل الفيتس. وممكن تعمل فيتال هايبر ثيروديسم. ممكن تعمل فيتال هايبر ثيروديسم. ده ما هيش بس ما تقلنا الهايبر ثيروديسم. ده ممكن تعمل ايه? فيتال هايبر ثيروديسم. لو حبينا نشوف الايه? الامراض ده اللي ممكن تعمل او تعملنا فيه سيرويد بيلان. هنلاقي مين الموت كومان? او الهايبر ثيروديسم? الهايبر ثيروديسم. نثبته تقريبا واحد في المية من البوبوليشن. وممكن في الفيميل كمان يبقى اكتر يبقى حوال اثنين في المية. اه ممكن يبقى برايماري او بس عادة بيبقى برايماري. وعادة بيبقى اوتو اميون. طعم? اه 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 بنلاقي بقى اه موت كومان طبعا في الفيميل زي ما قلنا. وبنلاقي ممكن يبقى معها اوتو اميون بسيس. يعني نلاقي معها بيبقى اميون بسيس. يعني نلاقي معها بتليجو مش عارف الحاجات من ديت. اه 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 ممكن اعداء في الهو بيبقى ديستراكتف انتيبولتس. المشكلة انه ساعات بيبقى برزنتت فرسلي بالسيمتوم ساعة الهايبر سيروزيس. لاني بقى فيه ديستراكشن ليه. الفوليكنز ويبدأ يطلع لك سيروكس المنت. طعم? وبالزات ساعات بيجي بوست برطن. اول ست شهور بعد الولادة. تلاقي لعينا وعينا شفت عينا تبكال كيف. جاي لي بعد اربع خمس شهور. نتبكال سمتومس الهايبر سيروزيس. طعم? اه وكنت انها تخش بعد كده في هايبر سيروزيس. يعني بقى فيها لحد انجوكراينولوجي. طعم? بس هي اقتلع ان ايه? ان غالبا ده بيبقى بوست بارتام سيروزيس. تبدأ الاول الصورة بهايبر سيروزيس. وبعدين بتقوم داخلها فيه مع ديستراكشن ايه? هايبر سيروزيس متحتاج سيرويد ريبليسمنت بعد كده. طعم? اه. اه. ماشي. وبتبقى البرزنتيشن بتاعتها بوست بارتام لانه اه. طبعا ممكن برضو تبقى بسبب ايودين ممكن في بعض اماكن العالم اللي هي فيها. لكن يعني مقفوض ان هو الايودين بيبقى موجود دلوقتي في الصورت وكده. فعلشان يقنلوك موضوع الهايبر سيروزيس. طبعا بقى قطع عندك بقى كل حاجة. اي حاجة هتلاقي بايسة بقى. من اول هير هتلاقي هيرلوز. مش كمان? اه. مش عارف. اه. كل. اه. كل. اه. كل. اه. كل. اه. مش عاوز يتحرك. مش عاوز يروح. الشغل. مش عاوز. كل حاجة. اه. اه. كل الكلام ده ايه? اه. افكتت. وطبعا واضح ايه بالنسبة لنا ان هو ايه? ان هو افكتت ليه? اه. اه. كل الكلام ده. اه. اعتقد ان هو ايه. اه. ده ممكن. اناميا كمان. كل حاجة. تمام? طبعا مع البريجنسي. مع البريجنسي. مع البريجنسي. كويس? نعم. المفروض ان ان العنف تتثبط. علشان. يعني ممكن طبعا كفرتليتي ممكن تقل. لكن للاقصد بعض الناس نحمله كمان. يعني حتى ممكن تحمل ويها هايبو ساوليس. اه. احنا محتاجين ان احنا نثبط العنف شرعة. يعني محتاجين احنا. ليه? لان احنا محتاجين ده كمان عشان بتاع الفيتس. ومحتاجين كمان المشاكل مع الحملة هتزيد مع الهايبو آآ سيروديزم. تعم? يعني ايه المشاكل هتزيد? يعني زي ما الدكتور كده قال لي هيبقى فيه ايه? هيبقى فيه مسكرتش. تعم? فيتال لوس. آآ بريكلامسي. لوبرس ويت. علاج ده كله ايه? تبقى متزبطك. ماشي? آآ ده احنا ممكن كمان مع الحمل ان احنا نحتاج نحنا نزود الدوز بتاعت الايه سيروديها. المهم كمان نحنا نعمل فولو اوب ريكلور. يعني لو هي الدوز بتاعتها مش متزبطة. مهم ان احنا ايه? ان احنا آآ ممكن نزود الايه? جرعة وعادرة. ايه? على حسب العيانة. ولازم العيانين دولة بيبقى فيه ما بين الحاجات دي بتبقى. لكن آآ فالغالب يعني ممكن يبقى آآ آآ يعني ممكن عالقال لكل تراينستر لكن في بعض العيانين ممكن يبقى every one month ان انا محتاج ان انا البيت. تمام? اه نلاقوها دي هم تصيب معنة ايه? ايه? بالزبط ليبي هتصبر ايه كلمس يعني? عجل. نعم? تمام? وبرضو كله تقدر ترجعوا ليه اللي كان اسم اتعال حاجة وصير باسم. هو فيه حاجة تشتغل صح. معا? آآ ماشي? آآ فمهم قوي عشان اقلل للكلام ده مهم ان احنا آآ 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 نبقى مزبطين الآآ آآ آآ وي آآ هل ندي السيروكسي العالي حد طبعا? تدي. نعم دا بالعكس لابت لازم تدي. ماشي? آآ بالنسبة لي آآ فده ال ايه طيب طيب نشخص اقونا TSH بيبقى عال ونلاقي T4A طبعا ممكن نلاقي معانيميا نورمو سيتيك نورمو كروميك ايه اناميا ممكن ايما فيه برنيشيس اناميا لان هو ايه طبعا فيه بركورشان جدا في الناس بابتاخد سايروكسين اذا بابت اعفين او لا ان هي بابتاخد ايه همت استومات ولازم ما اكلش بعدها القادرة والكلام ده ايه ها ايو ايو لازم على القال ساعتين بعدها الابسوربشن كامت عارس اضماني ان اقول ابسوربشن كويس ماشي ماشي مش كده كل اكتنام ده هاني ايه سام بريد دي موضوع السيروكسي 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 سيروكسي سيروكسي باستو كمانيه طبعا المهم زي ما قلناك اللي احنا نعمل علشان ممكن يحصل لو ما ايه وهي نسبتها واحد لتأتراف 500 وبنعمل اللي هو علشان ايه بنسبة لي نسبتها حالي واحد في ال 500 اكترها او هو اللي هو بيبقى فيه اللونج اكتنج سيروكسي استيبط وبرضو كومان فيه عن ايه عن الميل وشرحنا الميكانيزم بتاعه وطبعاً كمان بيبقى معه اللي هو بيبقى فيه الـ x of salmos نتيجة الـ ديبوزيشن ليه. اه. اه. تمام? وبيبقى فيه برضو ممكن تبقى اه موجودة اه معاه. طبعا زي ما انتشايفين. اه. تاكيكارديا. كل الحاجات اللي احنا قلناها عليه يعني كده. اه. او يعني قلناها انا ده بنستنتجها عادي بسهولة جدا في اه. ماشي? طبعا نلاقي. ماشي? ورسد ايه? فري تي فور. طبعا اه بيبقى محتاجين الناس دي بتبقى ماشي على. عادة عن التريتمنت اللي هي ماشي عليه ايه? بتاخد. اه. في حاجتين. انت عاوز اول حاجة ان انت تحمي. من السيروكس. الحاجة التانية انت عاوز تقلل السيروكس لنا. طب تقول ليه? اه ليه ما ان لو قللت السيروكسن على حمية الهات? لا ما هو. علشان تقلل السيروكسن هياخد وقت. نخلي بالنا تي فور ده. ونونجا هاف لايف. يعني هياخد وقت على ما ايه? على ما تقدر ان انت. اه. تقلل. فانت بتحتاج ان انت تبدي عادة ان بيتا بلوكوس. علشان ايه? تقلل او بتبقى كاردي بورتكتف. بالظهر. ويه? بتبدي معه ايه? الايه انت سيرويد اه ميديكشن. العلاق غالبا ميديكال بيبقى افكتف. ده هم? لكن في بعض الاحيان ممكن نعمل اه سيرجيكال. وفيه ريديو اكتب ده طبعا ولا في الحمل ولا في اللاكتيشن ولا في الكلام. ماشيكلا? فمنسبة اللي هو ممكن يبقى ماشيين عليه في الحمل. الكاربي مازول. ده هم? هو المست كومن ليوست. ده هم هو فيه عندنا الكاربي مازول. اه اكتر حاجة بتستعمل الايه? اه الكاربي مازول في اليو كي. اه لا هقول لك في البرغنانسي لأنا. اه ممكن نستعمل الاتنين في البرغنانسي لو هي بتستعمل اه لكن لو احنا هنستعمل الحاجة في البرغنانسي او اه اعيانة فيه البرغنانسي عادة اللي بستعمل البرغنانسي. اه تاني يوصل ليه? هم الاتنين اه بيعدوا البلاسينتا. وبالعكس انا عاوزهم يعدوا البلاسينتا. علشان يحموا البابي من السيرو اه من اللاتس اللي ممكن تعدينه. وتعمله ايه? وتعمله اه فيتل اه هايبر سيرو داسو. اه اه لكن الكاربي مازول ليه اه اه ممكن يعملها اللي هي حاجة اسمها بيأثر على اه الاسكال في بعض الارياز وممكن يخلي ارياز وزود اه كده فالكونجيتر برضو ما بنحبش ان هي تحصل اصح يا ريب. تمام? لكن مهم ان احنا ايه? اه ان احنا اه يعني بار لو فيه فرصة ان احنا اه ان هي قابل الحمل ونقدر ان احنا بقى مزبطان على البروبال سيروس الفادر الكاربي المزول ما فيش مشكلة. الاتنين ليهم بقى مشكلتهم حاجة تانية. الاتنين بيعملوا اجرانيولوسيتوس. الاتنين ممكن يعملوا حاجة اسمها ايه? اجرانيولوسيتوس. وده انديكيشن احنا نوقفهم لو حصلت. وده غالبا بيبقى انديكيشن للسيرج. للسيرج ليه? لان لو حصلت مع واحد هتحصل مع التانية. طهان? فده المشكلة. فيه طبعا بسيطة راش نوزيا بوموتين كلها ايه? ما فيهاش ايه? ما فيهاش مشكلة. بدي الادوية اللي بنمشي عنيها. وممكن طبعا نمشي على بروبرانولول وممكن نقلل بروبرانولول ان هي ايه? ان هي ابتدت تتزبط وايه? ان احنا مش محتاجين الكابلو ايه? اه افت. امام? احنا قلنا البروبارتة ريس الاسنان مش عامل. في ايه? اللي هو. ما انا بقول لك هو بي. لا هو انا بقول لك هو مين لي اللي يعني مين لي لو عيانة عادية بتتاخد ومش ناوية احمل كارب مازولول. لكن لو احنا نتكلم على عيانة عشان وكده بنمشي على لو هي حملت وها ماشي على الكارب مازول خليها حليق. مش مشكلة خطوة. مش هنغيره قرص. تمام? اه. ماشي? اه اللاتس دي بتعدي دي بقى ما بقى محتاجين نعمل فولو اف للبيبي. مش بس الفولو اف مع الحمل بس. هو ممكن طبعا مع الحمل يجي له ساريتوكشكوزيس. ويخش في هارت فاليا وهايدروبس وكده. فمهم ان احنا بقى متابعين البيبي والجروس بتاعه. الكلام دوت والهارت ريت وكده. لكن كمان بعد الولادة هي اسمها ايه? لونج اكتنج سيرويد ستملس. فالتقعد فترة طويلة بدهم البيبي. فالبيبي مهم كمان يتبع بعد الولادة بالزات ان هو بعد الولادة هو ما بيخشلوش ايه كارب مازول ولا زي ما كان بيخشله مع الحمل. فهو هنا بقت ايه? الاتس دي ممكن تاسر على قلبه وتعمله ايه? او تاسر على السرولي تاعمله ايبر ساوليز ويتاسر بعدها. مهمها ويتعمل فلو اتلبي بيبي كمان بوسط ايه? بوسط اا ميتر. كمان? من الكلام اللي نعرف في البرينجنز زي ما نشايفين بصوا مع الانكريس في اله سي جي بيها في تي سيتش بتقل زي ما نشايفين ده ترانزيانت بس ما مهواش و بعد كده ممكن ايه بتقلي لان هو جزء بيتحول ايه الى تي سي وكده من نشدعه بالتوط الفرس ماشي طبعا دينا بقى اسامل حاجات مثلا يعني متسمى الكريتينيزم لو جيف طفل صغير مكسيديما لو في حد كبير مش كده ده اللي هو بتاع الكلام دوت كويتر بقى يعني كلام ايه مش من الناشق او يعني ايه من الاجزاء المهمة برضو الكالسيوم هوميوستيس طبعا والاجزاء اللي فيها يعني شوية شغل كده وفهم شوية طبعا نركز فيها وطبعا احنا عندنا الكالسيوم اللي عندنا اا في اسمنا في جزء بيبقى ايه او او معظم الكالسيوم بيبقى فين وطبعا الكالسيوم ليه فونجشن ستيرة يعني الكالسيوم ده من الحاجات المهمة اوي يعني شايفينه هو العظم والسل ديبيجن وكوالجيليشن وانتراسيولر اا بيبقى زي ما تشايفينه وبعد الانستول ترايفوسفيت كمان وكونتراكشنز وكل ده تاهم؟ طبعا من الحاجات المهمة ومن اكتر من اماكن اللي موجود فيها بيبقى موجود في اا البون تاهم؟ تاهم؟ وهدف ايه من البون؟ هو البون اساسا بيبقى عبارة عن ايه؟ فيه كولوجين فايبرز لك انها بروتين كولوجين فايبرز ليه لو هي بروتين كده مش فيش حاجة مجمدات يعني انت ايه الفرج من الكارتلج والبون؟ الكالسيوم ومش كالسيوم بس ده في كالسيوم وفوسفروس كمان واثر مينرات بسمين للكالسيوم والفوسفروس ده اللي بيجمد الايه؟ العظم اكتر حاجة مستقبل الابندنت المينرال اللي ايه الكالسيوم فوسفروس وفيه وطر طبعا في الوطر وهنتكلم على الوطر دلوقت لكن خلينا اول نبدأ بالكالسيوم الكالسيوم طبعا في البلازمة بيبقى فيه جزء ايونايزد وجزء ايه؟ نان ايونايزد الان ايونايزد هو الاكتب ولا الان ايونايزد؟ اه الان ايونايزد هو اللي انت الاكتب هل لي؟ لان ايونايزد بيبقى لاذا باوند ليه مني الالجومن ودا بيبقى تقريبا خمسة واربعين في المية من الايه منه من كل الكالسيوم باوند ليه الالجومن فهم؟ لاذا بتبقى باوند ليه عشرة في المية بيبقى له ادر و считا تشكين او سلفيت او والعيونيز ده بيبقى حوالي 45% وده اللي انت محتاجه او هو ده الايه اللي بيعبر عن الايه الفانكشنين كالسوم اللي هو ليه اهمية كبيرة بحاجات كتيرة من ضمنها الاستيبلايزيشن للسلم مبريم يعني ايه الاستيبلايزيشن للسلم مبريم يعني عارفين لو كالسوم قل ايه اللي يحصل يقوم حاصل للسلم مبريم يحصل لها دي بولاريزيشن دي بولاريزيشن اتو عارفين ان هو السلم مبريم ده تبقى من بره بوستف ومن جوه نجد لو كالسوم قل ان بوستف دي تبقى بوست ويمحصل لك اكشن بوتينشلز على طور فيحصل لك ايه وده بيحصل في حاجات كتير الهايبوكالسيميا ان انت تلاقي حتى المسل حتى اللي بتحصل مع الحمل دي بتبقى فيه هي مش هايبوكالسيميا قد ما هي الايونيزد كالسيم بيقل في الحمل نتيجة حاجة اسمها كومبانسيتد الكالوزيز بتحصل او الالكالوزي اللي بيحصل مع الحمل ان معظم الكالسيم بيتحول الى لما يحصل للايه الالكالوزيز فمش علاجها انت اتنهاية تاخد كالسيم ولا حاجة زي ما على الشاحة فيه الفيسيولوجيا يتبقى كل القصة ان الفيسيولوجيا بتخلي ايه بتخلي الكالسيم يبقى او ماسك في الالبو من اكتر فتقل ايونيزد كالسيم ماشي؟ طبعا لا لو هي بقى حاجة نانفسيولوجيا ممكن توصل ايه تيتانيكس بازن ويه لارين اا لارينجازمس ايه استرايدونز وحاجات بالشكل دوت وكتب اه طيب اا فالكالسيم من الحاجات اللي هي محتاجة قوي ففي كزا هرمون هرمونات كتيرة اكتر كمان من اللي احنا هنقولها دخلة في الريجوليشن بتاعنا نعم احنا كنا بنتكلم على كوتكوستولوجيا قولنا بيزود الكالسيم مش عارف السيروكسي بيزود كتير يعني في حاجات بتزود اكتر من ده اه بس احنا عليك كلمة على حاجات الاساسية تمام اكتر حاجة عاوزة تزود الكالسيم في السيركوليشن حد يعرفها اكتر حاجة ايه اكتر حاجة الفيتامين دي الاكتف فيتامين دي ده اكتر حاجة عاوزة ايه يعلي الكالسيم مش الكلسيم بسه كمان الكالسيم وي الفوسفيد طب بيعليه ازاي بيعليه عن طريق ان هو او يعني الامتصاص بتاعه يزيد فنلاقي هنا الفيتامين دي اللي هو الكالسي اللي هو الكالسيترول ماي بيزود الابزوربشن بتاع الكالسيم والفسويت وانلاقيه ان هو بيقلل الاكسيكريشن بتاع الكالسي او يعمل دي ابزوربشن من الطب على العظم ياخد كالسي من وفوسفرس من البول وفوسفرس من البول طب يعني كده بيدور البول لا اسفر عليها شوية هو بيزود بياخد من كده اكتر من هو بياخد من البول ففي الاخر بيبقى عامل ومزود الكالسيم والفسفرس فين في السيركليشن فبيدي فرصة للأستيو بلصنا ترجع تاخد الكالسيم تاني والفسفين وتعمله في البول فاذا كان هو كان ياخد حاجة واحدة لا بيخلي لك فرصة ان انت ايه ان انت تجاون نيوبون اكتر فلذلك لما يجيب لك بتاعه لا ان هو ايه ان هو ياخد الكالسي على البون وياخد الكالسي مع البون بس هو مهم جدا علشان علشان اليه علشان الكالسيم البيوزيشن ولذلك لو ناقص في طفله صغير البون اساسا لسه ما تكونش عنده كويس او متكون ما هو البون بيكون كارتليش الاول ومحتاج الكالسيم ان هو يتحط عليه لا ما يتحطش كالسيم تلاقي ايه برودنينج للبون كده عمل الكالسيم ومش عارف ايه تهامل له ولو ماشي عليه تلاقيه بقى فرشح وكده وممكن سهل ان هو يتكسر ولو شخص كبير ماليش تسحب الايه الكالسيم منه تقولي طب ده هو اللي بيسحب لا ما هو فيه حاجات تانية هتسحبه لو هو مصحبش ها واضحة طيب طب بالمراسبة الفيتامين دي الفيتامين دي طبعا ممكن ييجي من لاما من الافكت بتاع الصن على الكوليستيرول او على الفاتسينز تهام بيعمل له حاجة اسمها فيتامين دي سري او ممكن تاخد الفيتامين دي سري من ايه للضايت الفيتامين دي سري ده ان اكتف فيتامين دي محتاج يمر بمرحلتين علشان يبقى الاكتف فيتامين دي محتاج يتحط يعدى على الليبر ويتحطره 25 ها 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 يتعمله هايدروكسليشن ومحتاج يعدى على الكيدني يه كيدني دي علشان ايه يتحطره واحد هايدروكسليشن عشان في الاخر يبقى يبقى ايه اكتف فيتامين دي اللي هو واحد وخمسة عشرين دايهايدرو كولي كالسيفيروكي اللي هو الاكتف فورم ماشي كفانا فده الباسوي علشان ايه اه اه نحصل على المست اكتف فورم اوف اه فيتامين دي اه وطبعا من اكتر الحاجات اللي هي اه بتساعد ان البيتامين دي يتعمل له اكتيفيشن البرس هيرو البرس هيرو ده عاوزه تمام فعاوز يبقى فيه ايه اكتف اه فيتامين ايه اه بايتامين اه دي تمام طيب في ايه تاني بيتحكم فيه الكالسل البرس هيرو ده عاوز ايه عاوز برضو يرفع البلوت كالسل بس مش عاوز يرفع البلوت فوسفرس انه هو عاوز يرفع البلوت كالسل بس مش عاوز يرفع فبيعن ايه هو بيزود الايه بس هو الوحده بس ما يزودش بس ما يزودش الفوسفيت ايه ابزودش فهم طيب وعالبون برضو بيزود الايه الكالسام بس نخلي بالنا بتاع البراسيرويد هرمون نخلي بالنا عن فكرة البراسيرويد هرمون ده من الحاجات الانابوليك هرمون يعني بيشتغل على مين بيشتغل على خلية في العظم اسمها استيو بلاست ايه ده مش الاستيو بلاست لا بيشتغل على الاستيو بلاست البسيبتورز بتاعتم موجودة على الاستيو بلاست والاستيو براست اساسا شغلتتها مش ان هي ترصد كالسل هي شغلتتها انها تعمل ايه تكون بون يعني تكون اوستيو تشو يعني تكون كولاجين ها ماشي بس مع ان هو ان هو بيبقى استيميليتر لازم يبقى ايه يبقى معاه لو هو نخلي بالنا هو لما بيبقى ايه بيتشتغل биى فيه او فيه اتنين فيهم نوع من انواع ايه الديناميك بحيس انه هو لما يشتغل الاستيو بلز او برضو تشتغل. بان احنا هنشوف الاستيوكلاست الليها اهمية في البول. اهمية علشان البول ما يكسرش برضو. هنقولها دلوقتي. تمام? فبنلاقي ان الاستيوكلاست تبدأ تكسر حتة وتطلع كالسيوم من الايه من البول. فالكالسيوم في الاخر ايه? يزيد في الايه? في البلد. لكن هو لما يجيب لي يقولك او بتاع او بتاع او وهنكتشف ان البولا سيرويد هرمون ده من الحاجات اللي بتستعمل على فكرة الاعلاج الاستيوكروس. وده هو قوي جدا من الاستيوكروس. وبيستخدم في الناس اللي بتصور بتاع كده. مش مستخدم كمان في الحالات العادية. ها? هنتكلم عليه اه برضو كمان شو. بس المهم ان احنا بعرفنا بايه البوليس ده انا بتحالكم. اه لكن طبعا نخلي بالنا هو لما بيزيد بقى في حالات مثلا الرينا الفيلير. يعني الرينا الفيلير بيحصل فيها ايه? مفيش اكتيفشن لبيتامين دي. وبعدين اه يعني الكلسيوم يحصل له ايه? يقل. فاكتر حاجة استيميليات البولا سيرويد هرمون هو الديكريز كالسيوم. في يقوم عامل ايه? يقوم زايد. طب هو عاوز يعمل ايه لما يزيد? عاوز يعمل اكتيفشن لبيتامين دي ما فيش. وعاوز يزود الكالسيوم في فيعمل ايه? يخلي البول تطلع الكالسيوم اللي عنده. ما هو برضو هو بيحمي الجسم كده. ما هو مش عاوز الواحدة تخش فيه تتاني والكلام ده. فيخلي البول تطلع الكالسيوم. تقول لي طب ما هيشغل ما هو الاستيبلاست. ما هو الاستيبلاست ولا لا يا بايتامين دي. ولا لا يا الكالسيوم كويس. تمام? علشان انها ايه? انها ترجع تاني تاخد الكالسيوم والفوسفرس وات ايه? وكمان الفوسفرس بيزيد في من ضمن الحاجات برضو الوحشة في زيادة الفوسفرس عن الكالسيوم. لان فوسفيت مش عارفين ايه? نخرجه من اه من الايه? اه من السركليشن. فما وهو لازم يترصب مع الايه? مع الكالسيوم في البول. فده من الحاجات الايه بتخلي ايه? بتخلي البول يحصل له ايه? ريزورج. تمام? يبقى هنا بتاعه على البول. بول ايه? الكالسيوم يقل في البول ويحصل زي الايه? الاستيومانيشيا. وده بيبقى حاجة اسمها secondary hyperbara thyroidismus. secondary hyperbara secondary ليه? هو مش primary. primary يبقى ايه? يبقى نيوبلازم فيه? البراصيلوتجلان. secondary يبقى ايه? يبقى نتيجة ايه? رينال فيل. فيها اسمها ترشري. الترشري بقى لو انت وصلت للمرحلة انت المفروض في ده لو صلحت رينال اه او او اديتها اكتف بيتامين دي او عملت ده كدني تقصة تصلحت. المفروض البراصيلوتجلومون يرجع الليبن بتاعه ايه? نورم. لكن لو الموضوع متاول هتلاقي يحصل بسبب اه هايبربرزيا ليه الايه? للجلاسة. وبعدين خلاص ما ايه? ما ترجعش تاني للنورمال. حتى لو انت ايه? صلحت الايه? خاني مش كافة. ماشي? واضح يا جماعة? اه. 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 فيه برضو ايش اعلم. فيه هرمون برضو كمان. عاوزين نتكلم عليه كده? اسمه كالسيتونين. الكالسيتونين ده بقى عكس? اه. ده. وبالذات عكس الفيتامين ليه كمان. هو مش عاوز كالسيتونين في الدم خاصة. وما لعاوزهم فين? عاوزهم فيه البون. عاوز يدخلهم ليه البون بقى ايه? باي طريقة. تمام? طيب. واكتر حاجة تزوده. زيادة الايه? الكالسيم ويه? الفوسفلس. فعاوز يدخلهم في البون بقى بايه? باي طريقة. تمام? وده اللي احنا قلنا بيبقى من الايه? بارة. اه. اه. وده طبعا بيخلي ايه? بيخلي اه ان هو ايه? ان الكالسيم يترصب فيه. اه البون. فالاستيوبلاستو ايه بتكون البون ترصب معا كمان ايه? اه. تعمل كالسيم دي بوزيشن. اه. اه. وكانوا اه استخدموه اه. لعلاج الاستيوبروزيس بس طلع دوة فاشل الاستيوبروز. فهمنا ان هو الموضوع في الاستيوبروز مش كالسيم الموضوع استويت تشو. اه? اه. اه اه. لقلنا. زي ما نشايفين الخلايا في البون في حاجات استيوبلاست سيلس. اللي عاوزة اه تمنتين البون تشوت وترصب البون. وفي استيوبلاست سيلس عاوزة تاكل البون. طب ايه هدف ان في استيوبلاست واستيوبلاست سيلس. ليه ما كانش فيه استيوبلاست وخلاص. وليه في دايناميك. ممكن علشان ده ستورج للكالسيم ولا احتاجت كالسيم طيب وايه كمان. بس تركيب الترابيكولر بون. شايفيني الكافيتس دي كلها. من اللي بيعمالي. استيوبلاست. طبعا البون فورميشن الاستيوبلاست. شكرا. طيب. تخيلوا لو ده حاجة ما فيهاش كمباكت كده. ما فيهاش اي ايه ايه. اي فراغات. ايه رايكم في قوتنا. هتبقى اقوى ولا لو فيها فراغات هتبقى احسن. الفراغات دي تشو ابزورج او 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 ترومة ابزورج. تستحمل ترومة اكتر من لو هي صلبة خالص. هتتكسل لو هي صلبة خالص بسهول. ها? فسبحان الله. ايه? مش فترة سبونج. وهقول لكم برضو مثال لحاجة عملت لعلاج الاستيوبروز والاستيوبروز بيبقى ايه احنا كويس احنا اطلعنا من جارة مش عاوز نعرف يعني نعرف حتى التفاصيل اللي هي الاستيوبروز طبعا بيحصل ايه? شايفين الفراغات دي بتوسع. ده الاستيوبروز. تمام? فيبقى العظم ضعيف ايه. تمام? اه ففيه من ضمن الادوية اللي استعملوها في علاج الاستيوبروز. الاستيوبروز. الايه? دواء قديم ما بيستعملش دلوقتي. وعلى الكلينيكال ترايل هو كانوا بيقيسوا حاجة اسمها بون مينرال دينيستي. هنتكلم عليه دلوقتي. ايسو كسفت العب. ولو اكتر حاجة زودة البون مينرال دينيستي. اللي هو دواء كان اسمه فلورايت. كان ده نقوله للتاريخ بس. الفلورايت ده لما تدوء خلالي البون كله كده. وطبعا لما نيجي الاسم اياس العب. يا سلام ده حاجة عظيمة. فالاوتكم بتاع بتاع الستارس اللي اتعبت على الفلورايت دوت كانت الايه? البون مينرال دينيستي كانت حاجة راديولوجي. وقالك ده دواء نجح جدا. فجوم لقوا كل الناس اللي كانت فلورايت تكسره. رغم ان البون مينرال دينيستي ايه? زادت او. تمام? فقال لك لا مهم. وده مثال يعني ايه انت محدد دايما بتاعك يا ريت يبقى لما تيجي تعمل دي سيرش ولا حاجة. لان انت لما تعمل حاجة اه اه مثلا اه يعني وما هياش لها وممكن تبقى او انت عاوز ايه انت هدفك ايه? انت هدفك ان الناس دي بتاعيتهم انت كسرتهم اهم. انت مش هدفك ان انت بتحسنهم ايه راديولوجيكا. ماش بيه? فزي ما اقول لكم كده. الفراغات دي اللي موجودة في الترابيكولار هول. دي مهم قوي علشان الايه? الامسل. فهو اللي بيحصل ايه? ان فيه استيو بلاست شغالة واقصاتها استيو بلاست شغالة. تعم? اللي اتنين شغالين. تعم? طيب. في حاجات تشغل الاستيو بلاست عن الاستيو بلاست. كل ما انت فيه بريشر على الهول. يعني ايه? تلعب رياضة. وبالذات ايه? مش اي رياضة كمان. الرياضة الويت بيرنج اكسرسايز. يعني السباحة مع انها جميلة جدا. الا انها مش ايه? مش مش ايه? مش مش ايه? مش ويت بيرنج. ليه فوائد طبعا ايه حاجة حلوة. شجعكم عليها عشان الانحانات وفتاعه وكده. ها? عشان تريلاكس كده وتبقى فريش وكده. جواب كويس. لكن طبعا ايه? كويت بيرنج? لا ما هيش ايه? ويت بيرنج. ويت بيرنج طبعا حديد. مش عارف ايه? كل الكلام ده. يا ايه? يا يخلي البون افضل. تهم? وكل والحركة نفسها. وهنشوف حتى ان هو ان فيه بيك بون مينردنستي اه عند الرياضة وعند الست بس بيبقى باني اه عند الست ان بعدها بينزل اه بالزات بعد الايه? بعد المينيبوز. ان هي الاكتر ايش بتتحرك فيه وبتوصل ده اكتر بعد كده كل ما الموجود بقى يقل والحركة يقل لي ايه? يبدأ يحصل ايه? اه دروبلي. فزي ما انت شايفين كده? او الكلام ده انا قلته ده. ده علشان ايه? علشان نفهم ان البون كمان يعني. يعني البون ده بيتغير. عظمك مش هيبع عظمك بعد سنتين هو كله اتغير بتاعني. تهم? الكولوجين اتغير والكلام ده. بس هو المهم اتغير اه وهو الديريستي بتاعك عاملة ازاي? فانتو بتلاقوا فيه حتة تشغالة فيها الاستيو بلاست. وفي نفس الوقت الاستيو بلاست على طول بتشتغل بالتبعية على ايه? على البون. وده الايه? الريمودلينج اللي بيحصل. كم? اه ويمكن حتى بداية البروزيس اه كسترس او كده بتبدأ على الاستيو بلاست. يعني الاستيو بلاست ممكن يبقى الاستيو بلاست مع البرش. يعني سبحان الله بتبدأ اه من الاستيو بلاست بس بتبقى الاستيو بلاست اقوى. يعني اكتر من الايه الاستيو بلاست. وده بيغير طبعا حتى الشيب بتاع البون في ناحية ايه? اللي هو الفراغات دي موجودة فين? والكلام ده. طبعا الاول بيتكون البروتين اللي هو الايه? الاستيو التشو. وبعدين يتحط عليه بقى ايه? الكلسم والفوسفرس علشان يبقى يجمد وكده. من هنا بقى عاوزين نطلع بموضوع مهم جدا لينا اللي هو الاستيو بروزيس. اه? ايه هو الاستيو بروزيس? هو كونديشن فيها سكليتا الفرجاليتي بسبب كومبرمايزد بون سترينز وبتؤدي الى ايه? الى الحتة اللي هي اللي بين الفراغات دي بنسميها استرايا. الاسترايا دي كل ما ترفع او الفراغات دي تكبر معناها ان هي ايه? سهل انها ايه? تتكسر. فهو ده الاستيو بروز. دي عبار عن ايه? كولاجين تشو. كولاجين? وعليه ايه? كالسيوم طبع. لكن هي المشكلة في الاستيو بروز مش نقص كالسيوم داخل العرض. نقص ايه? نقص استويتش. اه زي ما انا قلت لكم ان البونمن ديستي دي بتزيد. مع الاتج. وبتوصل الماكسمم بيك بتاعها مسلا عند سن 35. اللي هي خلاص وصلنا لمرحلة هي كانت يعني بعدها في مرحلة الانسان كده. بعدها بيبدأ ايه? بيقلل الاكتيفتي بتاعها. طبعا فيه ناس لناس بتفرق بقى في واحد بيقلل بشكل جراد ورد واحد. لكن في الاخر انت ايه? بتقلل الاكتيفتي بتاعها. فبيبقى فيه وده في الميل زي في الفيميل. لكن لو احنا جنا كميلنا كده. نلاقي ان الميل هتلاقيه ماشي بالريد ده كده. والفيميل بوصو ماشي ازاي? ده امتى ده? ده بعد الميل بوصو. ليه? اصل الفيميل اللي عندها ايه? الاستراضيول. طب الاستراضيول كان بيعمل ايه? كان بيحقلل بيهدي الاستيوبلاست. يعني عمانة استيوبلاست اشتغل ايه بقى? والاستيوبلاست اشتغل اكتر. او هي شغلة كده كده الاستيوبلاست. او ما مشتغلش على الاستيوبلاست. يعني على فكرة الاستراضيول تاعمة مشتغلش على الاستراضيول عمانة السوبي هاتي. الايه الاستيوبلاست. طبع؟ فيحافظ على ان البون لص يقل. طيب. لذلك هنا في ايه? في حاجة اسمها بوصو منبوزل اوستيو آآ بروس طيب هنشخصها ازاي? تشخصها معتمد على حاجة اسمها كسافة العرض. وليه جهاز بيقسها اسمه دولة شانل اكس راي اكس راي ابزوربيو متر. طيب الجهاز ده بيعمل ايه? او هو بيديك اس كسافة معاينة برقم. الارقام لوحدها كده ملهاش اي لازمة. يعني ايه ملهاش اي لازمة? مين اللي قال ان ده نورمل? ممين اللي قال ان ده اب نورمل? فعلشان كانوا يقولوا نورمل او اب نورمل عملوا دراسات احصائية. ان هم كانوا بيجيبوا. لو انا عاوز اشوف مسلا هنا عند السننا. السننا مسلا 35. عاوز اعرف هو ايه نورمل بتاعه. اعمل ايه? اه هم جايب ناس كتيرة سنهم 35 زي بعض مورمل. وعمل لهم كلهم بون مينرال دينستي. بون مينرال دينستي. بون مينرال دينستي. وهم كتب يسجل ارقامهم كلها. اللي طالع عالي. يكون مسلا 1000 واحدة. تمام? وهنعملهم في الاحصاء. او لقيناهم ان هو يمشوا انه هم نورمالي ديستريبيوتود في الاحصاء. حاجة اسمها نورمالي ديستريبيوتود. يعني هلاقيهم ان هم ينطبق عليهم حاجة اسمها البيل كيف. فممكن ان انا استخدم المين والستاندرد فيه ان انا ايه? ان انا في التعامل معهم. تمام? طيب. وقال لك او هم قالوا لو احنا لقينا كل ما نبعد عن المين. هبقى ايه? هبقى. بس هبعد عنه بايه? بالزيادة ولا الاقل? انا مشكلة ايه? هبعد عنه ان انا بقى اقل من المين. المين بيبقى هنا. لالبوبوليشن اللي توزعين كده. كده انا بزود الايه? البولمالي ديستي. كده انا بقلل البولمالي ديستي. هم? كل ما انا بقلل البولمالي ديستي انا خايف ان انا اكون في استيبورس. فالعلماء بقى وقتها اتفقوا. قالك هنقول لو احنا بعيد عن المين. اتنين ونص تحت المين. هنقول عليهم ايه? استيوبروس. طب لو انا اقل من من واحد عن المين? هقول عليه. هنا استيوبيني. وهنا استيوبروس. هم? طيب بس نخلي بالنا من حاجة. انا هنا كلمتك على مين? على ايتش 35. وكنت جايب ناس عندهم 35 سنة زي بعض. وكده. هل اقدر اطبق الكلام ده عن ناس اللي هم واحدة عندها سبعين سنة? حسنا؟. نانفع طباها على العدان. هم؟. نانفع طباها على سبعا على سنة مثلا. لقينا ان احنا لو جينا عملناه هنا. الكلام اللي انا عملته ده. مش هيطلع لحد اوستيبوت. لان انا بقارنهم اساسا بناس كلها ايه? واقع. مش كلا? فهنا انا مش هدفي او انا لما بدور هنا انا بدور على حاجة اسمها ايه? بوست من ايبوزة الاستيبوت. غير ان انا بدور هنا انا بدور على حاجة اسمها ايه? بس ده نتيجة ايه? انا اساسا بعملها ليه? والله هي بتاخد ايه? بتاخد مسلا كورتيكوستيرويد او عندها كوشن. انا بقى قارنها اقارنها بالمين? بالنورب. تمام? فالمين بتاعي هو نفس الاج نفس الاج نفس الاج نفس كل حاج. تمام? وحتى لما باجي اتعامل معها بتعمل معها بتست اسمه زد سكور. هنا بتست اسمه زد سكور. الزد سكور يعني مرجعيات المين للمين ايه ماتشد جروب. نورمال. يعني بشوف المين بتاع الاج ماتشد نورمال بيبر. هي خمسة و ثلاثين سنة يبقى هقارنها بالخمسة و ثلاثين سنة. اربعين سنة قارنها بالاربعين سنة. عشرين سنة قارنها بالعشرين سنة. لكن لما انا بدور على بص من بوز الاستيبروزيس. لا هقارنها بمين بقى? هقارنها بالبيب. طب ما هو ده ظهر من ايه? والله هو ده الاتفاق بتاعني. ليه? انا عاوز ابقى اشخص استيبروز بدري بدري. علشان ايه? علشان لو ينفع احميها من ان هي او ان هي تتكسر يبقى احسن. لان الكسر في الاج ده نصيب. لعنة اللي بتتكسر في الاج ده هتفرق معها بعد كده بقى والمورتاليتيز بتزيد والدي بيزيد ومش عارد ايه. فلو احنا ان احنا نعمل لها التست او احنا يبقى ايه? يبقى هشتغل بالطريقة. فهتيجة قارنها بمين? هقارنها بيه? البيك بون ميرال ديستي. وهسمي وبردو هشتغل ايه? هشتغل مين? وستاندرد ديبير بس مين بتاعي مين? البيك بون ميرال ديستي. ده هم? كي اني ما قارنها وهي عندها ايه? 35 سنة. رغم ان ايه مش 35 ولا حاجة. هم? وبردو لو هي اهل من اثنين ونص يبقى ايه? يبقى بوسط. وسمينا ده ايه? سمينا ده زد. سكور. هم? مسمينا ده? اه تي سكور انا 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 ازب تي. تي سكور. يبقى في البوسط بالبوسط اشتغلت بيه للتي سكور. اه لانما على فكرة. اه اه. 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 يعني انا لما اجي اعمل اه بون ميرال ديستي للناس اللي عندهم اه 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 تمانين سنة هلاقيني سبعين في المية منهم اوستيو بروتو. اه. بالنسبة بالاي? اه. اه. سؤال يميل. لما اجي اعمل للناس اللي عندها تمانين سنة لو عملتنهم اه اه اه. في سكور. هلاقي ان سبعين في المية منهم ايه? اه? 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 لو جيه تعمل للناس اللي لو انت جيت تعمل الناس عمدها مية عشرين سنة. مية تسأل يا ابنة اقولها ايه ده? فدي مهم اوي ان انت هتشتغل بزد ولا اه بتيسكور. فهنا زي ما بقولك كده. انت هتشتغل المين بتاعك المين ده هيتحدد ايه? تسكور يبقى. وهشوف انا اقدقي منه. لو انا اقل من تو بوينت فايف يبقى ده ايه? يعني مسلا ده 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 صورة من تست معمول لوحدة. هم? بص هنا هتطلق. هي طلعة كم? بص هو هتطلق هنا. يفرق معايا اي حاجة تفهم منه اي حاجة? بوينت سيكس وان فا. ده يفرق معايا هبصره. هعبره. ايه? ولا اجي جنبه خالص عشان. ومن هبص على ايه? التي سكور بتاعها قد ايه? كم? standard deviation من? المين. فلاني كم? مينس? مينس? 2.3. يبقى اوستيوبانيك مدفلة على الاستيوبانيك. ماشي? لا بيبقى بناخد تلات حتت. بناخد على الفرتبرة. ويه اسمه ايدي النيكو فيما. وعلى الست. هما ده بتاع. اللي هما التلات حتت اللي هما بتوع. دي متاخد على النكو فيما. اه لو احنا عاوزين نعالج الاستيوبروس. او ننتي بروفلاكتك من الاستيوبروس. الوقاية خيره من العلاقة. طبعا مين الناس الناس اللي انا هقابلهم اللي هما ايه? وزي ما انتم عاقفين هو فعلا البوز المعرضي. ولازم ان انا ادي لأي واحدة. سواء حتى هدية. طبعا لو تاخد اتش اعطي. الفترة اللي هي تاخد فيها هرمون ربريس متسر ويبتبقى خلعة. لكن انت بشكل عام. الناس دي لازم بتقول لها بعض الهيل في لايف ستايل. اللي تقلل حدوث. المشي. المشي. هم? الناس بقى طبعا بتيجي بعد كده. خلاص هي ده حلعة المعاش كمان ولا بتاعه. وهي قاعدة في البيت. مش عارف ايه. اه الفروق قلق. مش عارف ايه. يعني كلهم مطابل ببعض. وزي بتلاقي الناس اللي هي الاكتل كده دايما يعني صحتهم احسن. مش كده? ايه اللي بينزل وبيضل وتلاقي راجل كبير ونازل وبيجري اتراك الصبحة. اه الفجر صل والفجر راح يجري اتراك وعدين انا بنازل يعوم. وابتاعه مش عايش ايه وتاعه. ايه? 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 وعده تمانين سنة وبتاعه بسم الله ماشاء الله. تلاقي ايه صحته? كل ما الواحد ايه? ايه قاعدة كده تلاحظها كده. ها? حتى في الرجال ما هو برضو لكن استاد اكتر عرضة لتكلامنا. التعرض للشمس. ما هو فيتامين دي ما هي محتاجة برضو فيتامين دي لان برضو اللوصل فيتامين دي بيشجع على اللوصل فيه. ما هو الكالسام بيتفقد. بيتفقد معال ايه? البون كمان. مش مش بس بيلقى الكالسة. فليه افكت برضو? الهنسي آآ آآ استايل التدخين طبعا حاجة مضورة جدا بالبون ليه? لان هو بيقلل الاروماتيس. فالاروماتيس ده بيحاول ايه? بيكون لي. استوشلت. ها? فبردو ما هي هي عندها ايش? ما هو فيه شوية استوشلت. خليها يتستفيد بيهو. من الفات جايين من البتاعمة انت بتقف خالص الكلام ده بالتدخين. ها? لكل الكلام ده مهم نهوي. والدايت والاكل والكلام ده. وتلاقي العينين الاوبيز برضو اكتر شوية من الايه? من الاستيوبروز. بس مش معنى كده ان هي يعني تبقى اوبيز لكن من الحاجات اللي هي بسانتها. طبعا لو هي عندها الاستيوبروز. مهم ان انت ممكن تديها يعني مثلا على العيلة كلها بجيلا استيوبروز. وفيه دي ده من الريلة. هي اساسا اا كانت تاخد كورتوكي استواريز فاطة من قدرات حياتها. مش عالف ما وصلتش طم طاعة. طول ما هي ما بتنصفش ان تكون يعني ما كانت كان عندها عمضات اخرت الهول اا الكلام ده. فممكن طبعا لا يخليها ليه الاستيوبروز فايه? انا مش عاوزين تكسر. فممكن ان احنا نبقى بنفتكر في ان احنا نعالجها ونفلو ابل ايه? اه لنستي. طيب. بالنسبة للتريتمنت طبعا ممكن لو هي كده كده ماشي على استروجين. اه اه. طول ما هي ماشي عليه هي ايه? فيه من ضمن التريتمنت. السيليكتر استروجين رسيفتور ميديوريتو نحنا اتكلمنا عليه. طيب. طيب. فممكن في دوا اسمه بيسفوسفونيتس. البيسفوسفونيتس ده بيشتغل على ايه? اه على برضو الاستيوكلاست. بيقفل الاستيوكلاست واقوى طبعا من الاستيوكلاست. طيب. البيسفوسفونيتس. فيه دوا اسمه استرونيشيام رانيليت. تمام? ده بيشتغل على الاستيوكلاست وعا الاستيوكلاست. استرونيشيام رانيليت. وفيه الكالسيتونين. ان هو كان ده على فكرة الكالسيتونين ده اول دوا استخدمه لعلاج الاستيوكولس. لكن لما تعمل عليه متااناليسيس. لقوا ان ان هو ما حماش الناس من الفراكشورس. طب و ايه لازمته? مبدهي استعمله ليه? ما عادش حد بيستعمله. برغم ان هو اول دوا طلع. ليه علاج الايه? او او البروفلاكس من الاستيوكولس. طب تيه حاجات ده اللي هو استيمولانت للبون فورميشن اللي هو البراثيرويت هرمون. اسمه تراي بارتيت. تراي بارتيت. تراي بارتيت. فكل واحد ليه ميكانيزم وليه سايد افكت. تمام? زي ما انتم شايفين كده. يعني الاندرونيت مسلا ده انت. اولندرونيت والهاتدونيت كل دولا بيبقوا ايه؟ بيبقوا بيفيزمج اااا اكتر ساي افكت عاوزك تعرفه عنو من همه لازم لما تخذها ما تمامش بعدها وما تخذش بعدها نكمض được ساعة وبتعلي ان هما في شكل كبير جدا. ولو حصل لهم ممكن يهروا لليه المرجزة. وعلشان كده حتى الوقت بيستعملوه ايه دوس يعني بعملوا اعملوا نهو يستعمل ايه بس الكلام ده متوقعش تعملو كل ده. ده زي ما احنا اخدنا لو تفتكروا كان بيشتغل عالبون استروجيني. بس هو ليه مشكلة ان هو عالسيني اس واني استروجيني. فهو مشكلة ان هو ممكن يزود لكن هو عالبون هايد. وفعلا نقلل الايه? قلل اه او بريبنشن لي الايه? اه البرتبرال فراكشورس. قلت اه ما عملش لكن هو برضو استيل كويس بس مشكلة ان هو ممكن يزود الهوت فممكن يزود لان هو ليه استروجينيك بقى على الليبر وكده فبيزود الفيتي. ده من الادوية القوية برضو بس يعني بيعمل شوية ضائرية وبرده مش حلو في العينين الفاسكولر. اه. فينوس رومبرو بلسم. الباراسايرويد هرمون اللي هو من الحاجات برضو اللي هي القوية. اه برضو. اه لكن ما بيتاخدش اكتر من سنتين ما عديش سيفتي ده تعليه. اه في حاجة اسمها اللي هي بتبقى مونوكلون الانتيبودي واحد منها اسمه اه دينزوماب. وده بيبقى اه اه برضو من الحاجات القوية بس يعني لس يعني اه يعني اه يعني ابتدى بيتاخد اه لكن يعني اه اه برضو اه برضو بيعمل شوية يعني اه يعني اوليي سايد افكس ان هو الاسم بتاع دينزوماب وده بيبقى عالكين ان هو المونو. الحاجات اللي هي المونوكلونر انتيبوديس. زي الزي الزي الزيزوزوماب والحاجات دي بس يعني المونوكلونر تقول يدخل بحاجات كتيرة. يعني الزيزوزوماب دا فهو يشتغل على الأوستيوكلاست يعني هو بيهاجم الأوستيوكلاست فهيواقف الأكشن بتاعته طيب طيب بالنسبة لي البانكريس زي ما انتم عارفين طبعا بيطلع اللي هو حاجات للفورتينز وحاجات للليبت وحاجات كل ده طالع من البانكريس وليه اندوكراين فانكشنز طبعا ان هو فيه ألفا وبيتا ودلتا سيلز البيتا سيلز طبعا هي أكتر سيل موجودة وهي بتطلع اللي هي انسيو الهرمون وفيه الألفا سيلز بتطلع حاجة اسمها ايه الجلوكاجون وفيه دلتا سيلز بتطلع السوماتوستاتين ويمكن لما بنذكر السوماتوستاتين ان هو انهيبيتوري هرمون اللي هو كان بتفرز منين تاني؟ قولنا من الهيبو سارمس وكان بيمنع الجروس هرمون مني الانسولين لما بيطلع هو طبعا بولي بيبتايت بعد ما بيطلع بيحصلوا كليفجي لجزء منه philosophic بس الازقين ببعض بسالفر بارد. فمن ضمن البوست ترانسليشنال موديفكيشن اللي بتحصله ان هو يتقطع فيه انزيم اسمه بابتداز قبل ما يتفلس يتقطع الايه? الحتة دي منه. فالحتة اللي طالعة دي بيسموها سي بيبطايت. وحتى هي مركر ليه للفونكشن بتاع البانكريس. تهم? بالسيكريشن بتاع البانكريس. بيشتغل على التيروزين لينكت تينيز ريسيبتور. علشان يعمل ايه الاكشن بتاعه? الاكشن بتاعه ايه يا جماعة? هو انابوليك هرمون. عاوز يعمل ليبط سنسلس. جلايكوجين سنسلس سواء في البون او المسلس. سوري في الليفر او المسلس. ومن ضمن الاكشنز بتاعته برضو ان هو بيدخل الجلوكوز وبيدخل برضو الامينو اسد وبيدخل البوتاسيوم جوه الخلايا. تهم? ولو ان في خلايا مش ديبندنت على? عليه هنقوله. تهم? لكن يعني مسلا المسل والفات والحيات الاساسية دي ديبندنت على ايه? على? على اللي هي اكتر حاجات في الكسم. تمسل اللي ايه? في الكسم. اللي مش معتمد عليه عندنا الليفر. ولوين? استعمال الجلوكوز في الليفر معتمد عليه. لكن هو بس مش معتمد عليه. البريم. الانتستن. الكدني. البنكريس. البلسينتا كل ده. والاربسيز مش معتمدة على الجلوكوز اه ايه? لان الجلوكوز اللي موجود اللي هو مسلا ده مش معتمد عليه. لكن الحاجات اللي معتمدة عليه اللي هي فيها ايه? جلوكوز ايه? فيه جلوكوز ده اللي هو في الموجودة اللي هي ايه? الترانسبورد آآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآ وطالع من نفس الأورغان الجلوكاجون عاوز إيه والجلوكوز عاوز إيه عاوز الإنسولين عاوز إيه ما يعودش في الإيد في البلازما والخلاية تستفيد به وتشتغل به لا جلوكاجون العكس عاوز يعلي البلاد جلوكوز مش هو لوحده وهو هرمونات كتيرة بس هو أكتر واحد بيقوم بيها الجلوكاجون فالجلوكاجون بيشتغل مني على الليفر عشان ينهانس حاجة اسمها جلوكوه نيوجينس الجلوكونيوجينس معناها تصنيع الجلوكوز من أي صور سر myster يعني لو فيه لابد تكسر يحولها الجلوكوز بروتين يحولها الجلوكوز أي حاجة وكمان يعمل إيه يكسر طبعا يعني هو أنا أمانوغاست يحولها في الآخر إيه الجلوكوز ويطلعها بره كيتو بتاع ده بيروفيت يحولها الجلوكوز ويطلعها بره عندنا Сمو إيه ده يكسره ويطلع منه ايه? جولوكوز. والمين تارجد بتاعه مين? الليفر. يعني الجولوكاجون ده شغال اكتر شغله على الليفر. حسنه يطلع من الليفر ايه? جولوكاجون. وطبعا الجولوكاجون يمكن من الحاجات حتى اللي بتستعمل لعلاج الهايبو جليسيميا لو في واحد حد لدخل في هايبو جليسيميا الكومة ولا حاجة. وبالذات هو طبعا احسن علاج الورال كولوكوز. لكن لو انت لو هو بص اللي برحالها ان هو الانويل او كده. ومعال بيبقى مدينه سرنجة لالجليكوشيني ومحطتها اي ام ومديها لنفسه او حد في العينة ومديها له على طول مدام هو انويل. فالانسول طبعا مسيال كويس او للانابوليك هرمون. كل الحاجات الانتي انسولين دي الى حد ما كتابوليك. حتى لو ليها شوية انابوليك فونشن. بس هي في الاخر كتابوليك. وعاوز اتزود الايه? البلود في كولوكوز. طبعا الهاف لايف بتاعت الانسول او بلوكاجون حوالي عشر دقيق. الامينو اسلس في الانسول يعني خمسة خمسين. هو هو بلوكاجون بوليبتايد. وطبعا ما ننساش السيبيبتايد اللي بتطلع معاه. اه قبل السيكريشن. تعم? وبيبقى في الاخر. هما كانوا اساسا بس بعد ما تقطعت السيبيبتايد دولة بقى اثنين مسكين في بعض بيه. سالفر ايه اه بوند. لكن هنا بتبقى سنجل بوليبتايد. زي ما احنا شايفين الاكشنز بتاعه اه قلناه اه من ضمن الاكشنز طبعا الايه ان هو بيدخل البوتاسيوم ويمكن حتى بيستعمل في حالات الايه? الهايبر كاليمي. من ضمن الاكشن بتاعته برضو انه هو بيينهبت الجلوكاجون سيكريشن. يعني الانسولين نفسه بيبقى مش عاوز جلوكاجون. هو اللي عاوز حاجة تدايقة. تعم? لكن الجلوكاجون بالعكس بيستيموليت الايه? الانسولين آآ سيكريشن. تعم? آآ وطبعا الحاجات اللي بتزوده وبتقلله طبعا الانسولين برضو الامينو اسل الفاتي اسلز بتزوده لكن بتقفل الايه? الاكشنز بتاعها. تعم? الهايبر جليسيميا برضو بتزوده الجسترين الاورال هايبوكاجون سيميك طبعا ما هي الميكانيزم بتاعنا هو بتزود الايه? انسول دي الصرفة مع اليوريه. تعم? طب هل الميتفورم اللي يزود? نا ملوش علاقة بالايه? بالانسولين. هو ليه علاقة بالايه? بيه? ان هو بيقلل الجلوكو نيو جينسيس. ويحسن الايه? الاستخدام الايه الجلوكو. طبعا برضو السوماتوستاتين بيقللو. اه? اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا لها افكتس اثناء الحمل اللي هو بتزود المسكارج والفيتالانوماليس بتزود البريكلامسة تهام؟ بتزود طبعا الديابيتس اثناء البرغنانس بتعمل او الديابيتس بتعمل ايه؟ بيبقى فيه هايبرجليسيميا الهايبرجليسيميا دي بتعمل ايه؟ بتزود الجلوكوس ترانسبورت سوري بتزود الايه؟ الجلوكوس والجلوكوس لما بيزيد بيتنقل عن طريق حاجة اسمها فاسيليتايتد ديفيوجن فاسيليتايتد ديفيوجن يتنقل من اعلى للقال وبترانسبورت تبعا؟ او ببروتين فالليبل بتاع الفيتاس ديبندنت على الليبل بتاع المسك وده يخلي البيبي يديفيروب ايه؟ هايبرجليسيميا والهايبرجليسيميا دي تعمله هايبرانسونيميا والهايبرانسونيميا دي تكفر حجم وتخليه لايابل لي او يبقى عنده مكرو مكرو ايه؟ مكرو اه سوميا وده ممكن تعمله انجرز وتعمله شولدر دستوشيا والكلام ده فمن ضمن اثناء الحمل ان هو عشان نقل بيبقى الريسك في بيبقى الريسك في او كان اسنان الولادة جلوكوز عالي بيحصل ايه؟ بيحصل بيحصل ايه؟ هايبرجليسيميا دي البيبي ممكن ده ممكن يدخله في مشاكل فالكلام ده كله بنقوله في البيو كيمسري فيعني ما هواش ما فيهاش مشكلة دي الاسكريننج لي احنا في بقى انواع من الضيابيت زي ما احنا عارفين بريجيستشنال بريجيستشنال بيواني سكريننج ده كله في البيو كيمسري حتى تقو في الورق البيو كيمسري فخلينا يتقال في البيو كيمسري اخر حاجة عاوز اتكلم فيها الميتابوليك ريسبونس ليه الانجري نخلي بالنا الانجري ونقصد بالانجري ممكن بالنسبة لنا دي اكتر حاجة ينتكلم عليها لكن طبعا هو الانجري او السترس ده موجود من ايه في حاجات كتير لكن احنا بنسبة لنا بتبقى ايه الانجري يعني ممكن تبقى ايه السيرجري اه وطبعا اسناء السيرجري او كده بيبقى فيه ده بنبدأ بيه او مين اللي بيبقى الانتي انسولين هورمونز في الاول ماش كده؟ ليه؟ انت هتعقى هيحصل سيرج في ايه اللي هيحصل؟ مثلا هنعمل السيريان سيكشن في استرس اه في استرس 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 مش معناها خوفه بتاع لا استرس على القدر ليه؟ التشو انجري ده استرس مش كده؟ الكسمة يتعمل معه بايه؟ بان هو يزود الانسولين ولا الانتي انسولين هورمون؟ طبعا الانتي انسول هورمون ليه؟ 2019 عاوز cuenta كreyافemp Ciao وعاوز كاتكلامينز كاتكلامينز فزود الاستير ولا 세غ tax وعاوز حافز على تقول علي Genau وزود الغروف هورمون كل الانتي انسول هورمونز بتزيد ها؟ ليه؟ لشان اقدر ان انا في بليدين فحافظ عليه مفيش جلوكوز انتري ومحتاج التيشوز بتشتغل ايه بتشتغل دلوقتي عاوزة تضمن ان ايه ان الجلوكوز يروح للمخ بدل ما تيشوز تستعمل هي الجلوكوز لأ فالانتي انسلومون والفاتي اسيتس دي تقلل كمان الانسلوم ريسيبتورز حيث ان يحصل كمان ان ايه الجلوكوز يبقى متواجه للمخ طب والتيشوز الباقية تستعمل فاتي اسيتس مش هنا قلنا اليوما زي زي الفكرة بتاعت الفيتس كده ما هو الجروس هرموني يزود الفاتي اسيتس والفاتي اسيتس تقفل الايه الريسيبتورز فالحاجات اللي هي نان ديبندم هي ان تستعمل الايه الجلوكوز طب والباقي ايه ماشي نفسك بالفاتي اسيتس كده شوية مش جر اه فكل ده بيحصل ايه هيبقى كتابوليك طبعا بس ده مش هيستمر طويلا يعني ايه انت خلاص خلصت السيرش عاوز يحصل هيلينج ده عاوزين بروتين سينسس عاوزين يبقى الانسولين ده يبدأ هو يبقى عاوزين هيلينج كويس ها اه مش ها فكل ده يبقى ايه يبقى الانابوليك ايه انابوليك بروسس ايه تبدأ وتشتغل فبنلاقي في الاول فيه كتابوليك زي ما انت شايف وهو سيرش ليه طب تقولي ده المد تقديه ده على حسب السيرش واناي واحدة بتعمل مسلا اه ميجور اه انكولوجي سيرجري ميت لاين لاباراتومي اه عاملت لينفا دينيكتومي مش عارف ايه انت ستايلر انجري طبعا الكتابوليك انا بروس ممكن تستمره حتى ايه دين بعد السيرش طبعا لكن بس سينسيكشن وان داي او او يعني سينسيكشن سيرتي مينت وعينا خلصت ومشت سموسه بتاعنا ده خلاص انابوليك بروسة على طول وزين اوارس هتبدأ وهي انتبقى الدور فيه اوبرلاب طبعا ده بيسلم ده ده لكن القصة ان هي هتبقى ايه هتبقى اه اصلا طبعا اكسبكتد كل التشينجز دي بتحصل اثناء الايه كتابوليك اه او يعني في الفترة الاولى تمام نتيجة الايه السترس هرمون وبعدين الاللي متابوليك فيه انابوليك فيس بقى بتبدأ اه ممكن اه على حسب طبعا زي ما بقولوكم سيرجي وممكن يبقى فيه اوفاللاب ما بين الانسلين وبروس هرمون والانسلين ففيه هرمونز بتبقى مشتركة في الاهداف صحيح ومعها انت اجناعي زي نجيلش اوزا لكن برضو في الاخر انا عاوزين بقى ايه اه يبقى فيه الانسلين ما هو مهمة عشان برضو بتشو انابوليك مش عارف فالبروس هرمون زيت شوية في الاول فعلى ما الدنيا ايه تبدأ تتزبط وبدلا ما كان فيه نايف نيجاتيف نايتوجين بالانس يبقى فيه بوستر نايتوجين بالانس وهكذا ده بعض الهرمون اللي بتبقى موجودة في البرغنانسي بيلاقي طبعا البرولاكتنز سيكريشنز بيزيد بس بيقل بعد الايه بس بيبقى اعلى من العاد الجروس هرمون بيبقى سابريس لأثناء اللي ايه اثناء البرغنان انا بيبقى عندي هما البلاسينتا لكتنز طالع من البلاسينتا زيه بالزبط اشتراه اه انسلين رزيستنز بديفلوب ستيرويد فانكشن اللي احنا قلنا التغيرات بتاعتها طب الكالسيوم ترانسبورت للبي بيزيد فهم الكورتيكوستيرويد كونسنتريشن بتزيد في البرغنانسي نتيجة ايه مش فيه عندي طالع من البلاسينتا يشتغل ويزود الايه الالدسترونيس كونسنتريشن بيزيد الانشتنزن والرينين برضو اه بيزيده اثناء الايه اثناء ال فيه هرمون يمكن طبعا فيه هرمون اسم الملاتونين يمكن ده بيطلع من حتة اسمها وبينيال بودي وده اكتر حاجة يعني بيتكلم عليه انه هو اتواصف معه السركادين اه ريزل وطبعا هو ليه اكشن فيه انه هو اه بيشتاء او هو ليه علاقة قوي بالday and night وتنظيم الايه ال النوم والسليب والصحيان والكلام دوت اه اه طبعا اتكلمنا عليه برضو الكورتيكوتروبين والكورتيزول والسيستيرون كل الحاجات دي خضى عليه السيركاديا الناس يلا نحل اسئلة كده بسرعة بضايركونا اصلا باكونا اصلا باكونا 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 بسطعان يلا على طول بسطعان懂 نحن باكونا ولكن شخص نحن باكونا نحن باكونا نحن باكونا يا جماعة بيتم سزول 12 ملغم IM تدوز 24 hours أبط رابع علي ماشي ماشي الله حال الله ماشي 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 فضالية الدكتورة صغيرة ماشي كمان حسنا رابع شكراً لكم 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 شكرا للمشاهدة 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 مين بيقول G؟ أحد بيقول D؟ طيب مين بيقول C؟ طيب مين بيقول D؟ أنا بقول D مين بيقول E؟ إذا؟ أنا شايف أنها D مين بيقول C؟ أنا شايف النادي أنا شايف النادي أنا شايف النادي أفضل درس وقتاً هو بيسيد في الـ ترازم بس بيقل في في ترازم 21 لكن بيقل في أنا قصت بيقل في البيك بتاعته بتبقى بلاتو على 16 إلى 18 آه بلاتو على 16 لو أجب لك حاجة مريبة منها طيب الوومن كارينج أميل فيتس ملهش دعوة لأ الكارينج أميل فيتس هاب هاير انسي جي وين كومبيرد تو وومن كارينج ملهش دعوة ملهش 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 يعني انت لو جاءت شوان ذا ما اخدتوش. ما اش معمول ها؟ لا، انت بتشوف 15% من العينين عدوهم بسيشنا باربيدس؟ يده؟ 5% 5% 5% 5% 6% اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة